بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المرتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المهنة عموان مجد في تاريخ نجدة تأليق المرش الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشرة الجزء الأول من الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا صر المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة والتي تم تسجيلها في عام 1397 من الهجرة بواسطة المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين وقد قامت المكتبة الناطقة بعون الله وتوفيقه بإعادة إنتاجها على أقراص سي دي في عام 1431 من الهجرة ونعتذر عن عدم وضوح الصوت في بعض المقاطع وذلك يرجع إلى أصل المادة كما أن المكتبة ترحب باستقبال المقترحات والملحوظات على العنوان التالي صندوق بريد ستة واحد سبعة أربعة اثنان الرياض الرمز البريدي واحد واحد خمسة سبعة خمسة رقم الهاتف أربعة صفر اثنان واحد صفر أربعة خمسة رقم الفاكس أربعة صفر اثنان صفر تسعة تسعة سبعة اشتركوا في القناة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد غير خاف أن كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد الذي ألفه الأديب الكبير الشهير الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي هو المصدر الوحيد لما وقع في نجد من الحوادث التاريخية منذ فجر النهضة الإصلاحية وظهور الدعوة السلفية إلى ما قبل وفاة الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بخمس عشرة سنة أي أنه بدأه رحمه الله بطريق التسلسل الزمني من سنة ألف ومئة وثمان وخمسين من الهجرة النبوية إلى آخر سنة ألف ومئتين وسبع وستين سجل فيها حوادث أكثر من قرن من الزمن هي غير ما أسماه بالسوابق لأنه خصص هذا الكتاب لتاريخ الدعوة السلفية وبدء ظهورها وذكر الجهاد والغزوات التي حصلت بين أولاة دعوة التوحيد السلفية من ملوك آل سعود الكرام وخصوم هذه الدعوة وجعل السوابق زائدة على هذا الغرض وخارجة عن هذا القصد فهي تعنى بذكر حوادث ما قبل ظهور دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومناصرة آل سعود الكرام لها حيث تبدأ بذكر ما وقع في نجد من الحوادث من منتصف القرن التاسع الهجري إلى نهاية سنة ألف ومئة وست وخمسين من الهجرة وحيث أن مؤلف هذا التاريخ الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر معاصر لأكثر ما يذكره في هذا الكتاب من الحوادث والوقائع التاريخية وهو مع ذلك عدل ثقة صادق الرواية واسع للطلاع ولا أدل على صدق روايته رحمه الله من اتفاقه مع ثقات مؤرخ زمنه في جل ما يرويه ولا أدل على سعة الطلاعه من ذكره عرضا في هذا التاريخ لبعض ما يقع من الحوادث التاريخية في البلدان المجاورة لهذه المملكة كمصر والعراق والشام وأطراف الجزيرة ونقله عن كتب وتواريخ نادرة الوجود في نجد لا سيما في ذلك الزمن مثل تاريخ العصامي وكتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام وتاريخ مرعي بن يوسف وغير هذه التواريخ أضف إلى ذلك أنه كثيرا ما يحدد أمكنة الوقائع والملاحم ومواضعها الجغرافية مع الدقة والصدق والأمانة في النقل والرواية لذلك حظي كتابه عنوان المجد عند جميع المؤرخين وغيرهم من رجال العلم والأدب بالاعتماد عليه والنقل عنه والقيام بطبعه مرات عديدة فقد طبع مختصر في مطبعة الشاه بنظر ببغداد عام 1328 من الهجرة للتجارة على نفقة الشيخ محمد بن مانع وسليمان الدخيل وذكر أمين الريحاني في كتابه نجد وملحقاته في الصفحة العاشرة أنه طبع في الهند بعنوان علو المجد تصحيف عنوان المجد وطبع سنة 1349 من الهجرة للتجارة على نفقة الوجيه الحجازي الشهير محمد بن حسين نصيف وشركاه محمد صالح نصيف وعبد الفتاح قتلان في المطبعة السلفية بمكة المكرمة ولكنه مع الأسف طبع على نسخة امتدت إليها يد التغيير بالحذف فجاءت من أجل ذلك محرفة وناقصة ثم بعد هذه الطبعة طبع بمصر للتجارة سنة 1373 من الهجرة على نفقة الشيخ عبد المحسن أبطين صاحب المكتبة الأهلية بمدينة الرياضي آنذاك ولكنه مع الأسف لم يطبع إلا على هذه النسخة المحرفة الناقصة طبعة محمد حسين نصيف وشركاه وبعد مدة من الزمن نفدت جميع نسخ هذا التاريخ من المكتبات التجارية وغيرها فعز وجوده وصار في حكم المعدوم واجتدت حاجة القراء إليه خصوصا العلماء والمؤرخين والأدباء فشعرت بذلك وزارة المعارف الجليلة فسارعت في سنة 1387 من الهجرة إلى القيام بطبعه وتوزيعه مجانا وذلك تمشيا منها مع رغبة إمام المسلمين جلالة الملك المعظم فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود حيث يتفق هذا العمل العلمي الجليل مع توجيهاته الإسلامية وغيرته الدينية وحرصه الشديد على بث العلم ونشره بين المسلمين أدام الله عزه ونصره ولكن عامل السرعة ومبادرة إسعاف القراء إلى وجود الكتاب بين أيديهم في أسرع وقت اضطر وزارة المعارف إلى أن تقوم بطبعه على تلك النسختين المذكورتين نسخة محمد حسين نصيف وعبد المحسن أبا بطين ثم طبع للتجارة بمطابع القصيم وخرج الجزء الأول والثاني سنة 1389 من الهجرة وتاريخ طبع الأول الذي على طرته سنة 1385 من الهجرة وتاريخ طبع الثاني الذي على طرته سنة 1388 من الهجرة وكل التاريخين المذكورين متقدمان على خروج الجزئين إلى المكتبات التجارية وغيرها وطبع أيضا للتجارة بالمطبعة اليوسفية شارع دار الكتب بمصر على نفقة مكتبة الرياض وخرج إلى المكتبات التجارية بعد طبعة مطابع القصيم بثلاثة شهور ولكنه بدون تاريخ وكلهاتين الطبعتين المذكورتين طبعتا على النسختين المحرفتين نسخة نصيف وأبطين لذلك لم تزى الوزارة المعارف توجه عنايتها في السؤال عن أصل مخطوط صحيح لهذا التاريخ الجليل حتى يسر الله لها وله الحمد العثور على نسخة خطية صحيحة في المتحف البريطاني بلندن مكتوب على طرة الجزء الأول منها ما نصه ملك علي أبو نيان وكيله ناصر بن عبدان من أهل الرياض ومكتوب في آخر أول صفحة من الجزء الأول ما نصه قال ذلك كاتبه العزيز بن عيبان وآل أبو نيان وآل عيبان من أسر نجد الموجودين فيه إلى اليوم ومكتوب في آخر الجزء الثاني ما نصه وفق الفراغ من طبيض هذا الكتاب في شهر شعبان الذي هو أحد شهور سنة 1270 من الهجرة فصورتها وزارة المعارف وأمرتني أن أقوم بتحقيقها وتبوي بها وتجريد سوابقها والتعليق عليها فامتثلت الأمر شاكرا ومقدرا للوزارة الجليلة هذه الثقة العلمية الغالية فكان منهجي في التحقيق لهذه النسخة على سبيل الإجمال قراءتها من أولها إلى آخرها ثم بمقابلتها على النسخ المتداولة المطبوعة نسخة نصيف وأبطين وعلى نسخة خطية مكتوبة سنة 1297 من الهجرة يملكها أحد العلماء الموجودين وقد وجدت هذه المصورة تتفق مع النسخة الخطية تماما لاتفاق وتفوق النسخ المطبوعة المتداولة في الصحة وتزيد عليها زيادات جمة لا تندرج تحت ضابط الرموز والإشارات لهذا لم أستطع بيان ما فيها من الزيادات بالإشارات الرمزية أسفل الصفحات والحواشي ولكني متأكد أن هذه الزيادات الكثيرة التي تجتمل عليها هذه المصورة لا تخفى على فطمة القارئ الذي سبق له للطلاع على النسخ المتداولة المطبوعة نسختي نصيف وأبطين وما طبع عليها كنسخة مطابع القصيم ونسخة مكتبة الرياض الحديثة بل تظهر له هذه الزيادات واضحة جلية وبعد ذلك قمت بمقابلة الغزوات على ما ذكره الشيخ حسين بن غنام عنها في تاريخه وقمت بمقابلة ما نقله المؤلف في سوابقه عن العصامي على الجزء الرابع من تاريخ العصامي المسمى سمط النجوم العوالي طبعه الشيخ علي بن ثاني وبمقابلة ما نقله المؤلف عن صاحب الأعلام على كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام ثم جرته من جميع سوابقه المنثورة فيه وجمعتها متسلسلة ووضعتها على حدة في آخر الجزء الثاني منه لتكون قريبة التناول للمراجع ويسلم التاريخ من تشويشها على قرائه ومن فصلها بين حوادثه وأخباره ثم شرعت في تبويب الكتاب والتعليق عليه وترجمت لمشاهير الأعلام الذين ورد لهم ذكر فيه وذكرت أنساب وأصول بعض الأسر الذين جاء لهم ذكر فيه وقمت مع ذلك كله بتحقيق ما جاء فيه من الأمكنة والمواضع الجغرافية وردها إلى ما جاء في ذكرها من أشعار العرب ومعاجم البلدان وكتبها وذكرت ما عمر من هذه المواضع والأمكنة بعد المؤلف وصار بلدة أو قرية أو هجرة ووضعت في آخر الجزء الثاني ذيلة وهو كتاب عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر لمؤلفه الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى ولتمام الفائدة وضعت بجانب كتاب عقد الدرر ثلاثة ملاحق الأول يجتمل على جميع قرى الإحساء وبلدانها وأنهارها وأنساب بعض أسرها وذلك لكثرة ورود ذكر إقليم الأحساء في هذا الكتاب والثاني يجتمل على ذكر بعض الهجر التي أنشئت في عهد وبأمر جلالة الملك المغفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله والثالث يجتمل على ذكر بعض الهجر التي أنشئت في عهد وبأمر صاحب الجلالة إمام المسلمين الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود أطال الله عمره وأيد ملكه وهذا هو كل ما قمت به من المجهود الفردي نحو هذا الكتاب وقد رجعت في تحقيقي عليه إلى أكثر من ستين مصدرا عدى الروايات الشفهية وقد أشرت إلى كل مصدر في موضعه من التعليقات والحواش إلا ما نذر ثم ذكرت زيادة على ذلك أغلب مصادري في آخر الجزء الثاني من هذا الكتاب وقبل أن أضع القلم وأختم كلمتي هذه أسأل الله جل وعلا أن يتفضل على المسلمين ببقاء إمامهم جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي آزر العلم وناصر الإسلام وازدهرت هذه المملكة الواسعة الأرجاء والمترامية الأطراف في عهده غاية الازدهار ونعمت في ظل ولايته بنعمة العلم والمعرفة والأمن الشامل والرخاء والاستقرار وقامت في عهده حركة التأليف والنشر وبعث التراث العلمي على قدم وساق وذلك لما يلقاه رجال العلم والأدب المخلصون لدعوة الإسلام والدين من جلالته من التشجيعات المادية والمعنوية أطال الله عمره وأدام عزه وأيده بنصر منه وتوفيق وصلى الله على محمد وآله وسلم عبد الرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ ترجمة المؤلف هو العلامة الأديب المؤرخ الفاضل الشيخ عثمان بن عبدالله بن عثمان بن أحمد بن بشر النجدي الحنبلي من قبيلة بني زيد القبيلة المعروفة في بلد شقراء وغيرها من بلدان الوشم وهي قبيلة قضاعية تنتهي بنسبها إلى قحطان ولد المؤلف المذكور الشيخ عثمان بن بشر في بلدة جلاجل من بلدان سدير بنجد سنة 1210 من الهجرة ونشأ بها بين أبناء جنسه وقرأ القرآن الكريم أولا ثم أخذ في قراءة العلوم على عدة مشايخ من علماء نجد منهم الشيخ إبراهيم بن سيف والشيخ غنيم بن سيف وعثمان بن عبدالعزيز بن منصور الناصري التميمي والفقي علي بن يحيى بن ساعد القاضي والعالم الفاضل عبدالكريم بن معيقل وغيرهم من علماء نجد وصنف رحمه الله مؤلفات منها كتاب في الخيل سماه سهيل في ذكر الخيل في مجلد وكتاب الإشارة في معرفة منازل السبع السيارة وألف رسالة في الحساب سماها بغية الحاسب وكتاب الخصائص ومبدأ النقائص في الطفيليين والثقلاء وفهرس طبقات الحنابلة لابن رجب جعل تراجمها على حروف المعجم وكتاب عنوان المجد في تاريخ نجد في جزئين توفي المؤلف المذكور الشيخ عثمان بن بشر سنة ألف ومئتين وتسعين من الهجرة في بلدة جلاجل وخلف أبناءها وله اليوم أحفاد مقيمون في بلدة الزبير رحمه الله وعفى عنه وغفر له وأسكنه جنته وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد مقدمة المؤلف يقرأ الكتاب عليكم محمد عبدالله المقحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على رغم من عداه الذي جعل لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويحلي سنن نبيها فينفذ الحق ويرعاه ويجلي عن دينه درن الشرك والبدع المضلة ويحماه ويقرر لها التوحيد وكلمة لا إله إلا الله فهو أول ما تدعو إليه الأنبياء أممهم ولا تدعو إلى شيء قبله سواه ولأجله أنزل الله تعالى اقتلوا المشركين وجاهدوا في سبيل الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كمل به عقد النبوة فلا نبي بعده وطوبى لمن والاه وتولى اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وكان هواهم تبعا لهواه وبعد فالنفوس لم تزل تتشوق لأخبار الماضين وتتشوق لأحوال الأولى المتقدمين والمتأخدين ولم يزل أهل العلم في كل زمان يؤرخون وقائع الملوك وأخبارهم ويبحثون عن حوادث أيامهم وأعصارهم قال ابن الجوزي قال الشعبي لما أهبط الله آدم من الجنة وانتشر ولده أرخ بنوه من هبوط آدم وكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحا عليه السلام فأرخوا من مبعث نوح حتى كان الغرق وكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم عليه السلام فلما كثر ولد إسماعيل افترقوا فأرخ بنوه إسحاق من نار إبراهيم إلى مبعث يوسف عليه السلام ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى ومن مبعث موسى إلى ملك سليمان ومن مبعث عيسى ومن مبعث عيسى إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرخ بنوه إسماعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت ومن بناء البيت إلى أن تفرقت معد وكان للعرب أيام وأعلام يعدون منها ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي إلى عام الفيل وكان التاريخ من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الهجرة وإنما أرخ بعد سبع عشرة سنة من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ قال فجمع عمر الناس للمشورة فقال بعضهم أرخ لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم أرخ لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بل نؤرخ لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل وقال مرعي بن يوسف في تاريخه ثم قالوا يعني الصحابة رضي الله عنهم بأي شيء نبدأ فنصيره أول السنة فقال بعضهم رجب وبعض قال رمضان وبعض قال ذي الحجة وبعض قال الشهر الذي خرج فيه الرسول من مكة وبعض قال الشهر الذي قدم فيه المدينة وقال عثمان رضي الله عنه أرخوا من المحرم أول السنة وهو شهر حرام وأول الشهر في العدة ومنصرف الناس من الحج فأجمعوا على ذلك ثم إن هذا الدين حاشية قوله ثم إن هذا الدين الذي منى الله به آخر هذا الزمان على أهل نجد إلى آخره قد يتوهم الذي لم يعرف ماضي نجد وما كان عليه أهلها قبل ظهور دعوة التوحيد السلفية إن هذا شيء جديد والواقع أنه قديم لأنه الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ ومنه لا إله إلا أنا فعبدون ولكنه جديد بالنسبة إلى أهل نجد وما كانوا فيه من الضلال وعبادة الأشجار والأحجار قبل قيام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدعوة التوحيد الذي يأمر بعبودية الله وحده دون ما سواه وينهى نهياً باتاً عن اتخاذ الوسائط والشفعاء وأهل نجد كانوا قبل هذه الدعوة قد بعدوا كل البعد عن تعاليم الدين والإسلام وتردوا في هاوية سحيقة من الشرك والضلال فعادوا إلى ما كانوا عليه مشرك الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من التعلق على غير الله من العولياء والصالحين وغيرهم من الأوثان والأصنام يرجون منهم كشف الكربات وإغاثة اللهفات أضف إلى ذلك ما كان عليه أهل نجد من النهب والطراب الأمن وسفك الدماء وتقاطع الأرحام نتيجة للجهل والتفرق والضلال فمن الله عليهم بظهور هذين الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود فعمل على هدايتهم وإرشادهم إلى طريق الحق والهدى وعمل مع ذلك على جمع كلمتهم ولم شعفهم فطهر الله بهذين الإمامين وبدعوتهما إلى التوحيد أرض الجزيرة العربية من رجس الشرك والوثنية فثاب أهلها إلى رشدهم ورجعوا عن غيهم ودخلوا في دين الله أفواجا فأصبحوا بعد أن كانوا أحزاب متفرقين وأعداء متقاطعين إخوان متعالفين تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت راية الإسلام الصحيح ولواء التوحيد المطهر فصاروا بعد ذلك مضرب المثل في الوفاء والاستقامة والدين حتى أن سائحا غربيا منصفا كتب عنهم بعد ذلك فقال لو ظهر محمد بن عبد الله لما وجد له أتباعا إلا في قلب الجزيرة العربية في نجد وبهذا يعلم أن ما كان عليه أهل نجد قبل ظهور دعوة الشيخ من عبادة الأوثان دين شرك باطل وأن ما جاءهم به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعاهم إليه من عبادة الله وحده دون ما سواه ودين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه انتهت الحاشية ثم إن هذا الدين الذي من الله به آخر هذا الزمان على أهل نجد بعد ما كثر فيهم الضلال والظلم والجور والقتال فجمعهم الله تعالى به بعد الفرقة وأعزهم بعد الدلة وأغناهم بعد العيلة وجعلهم إخوانا فأمنت به السبل وحيت السنن وماتت البداع واستنار التوحيد بعدما خفي ودرس وزال الشرك بعدما رسى في البلاد وغرس وطفئت نيران الظلم والفتن ورفعت مواد الفساد والمحن ونشرت راية الجهاد على أهل الجور والعناد وكان مظهر ذلك من يقول للشيء كن فيكون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الدكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وذلك بسبب من عمت بركة علمه العباد وشيد منار الشريعة في البلاد قدوة الموحدين وبقية المجتهدين وناصر سنة سيد المرسلين شيخ مشايخنا المتقدمين الشيخ الأجل والكهف الأضل محمد بن عبد الوهاب أحله الله تعالى فسيح جناته وتغمده برحمته ورضوانه فآواه من جعل عز الإسلام على يديه وجاد بنفسه وما لديه ولم يخش لوم اللائمين ولا كيد الأعداء المحاربين محمد بن سعود وبنوه ومن ساعدهم على ذلك وذوه خلد الله ملكهم مدى الزمان وأبقاه في صالح عقبهم وبقي التقلان فشمر في نصرة الإسلام بالجهاد وبذل الجد والاجتهاد فقام في عداوته الأصاغر والأكابر وجروا عليه المدافع والقنابر فلم يثن عزمه ما فعل المضطلون وجاع الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ثم إن نفسي لم تزل تتوق لمعرفة وقائعهم وأحوالهم وصفة جيوشهم العرنرمية وقتالهم فإنهم هم الملوك الذين حازوا فضائل المفاخر وذل لهيبتهم كل عنيد من باد وحاضر وملأوا هذه الجزيرة بإدمان سيف قهرهم كما ملأوها بسيل عدلهم وبرهم واستبشرت بهم الحرمان الشريفان لما أزالوا عنهما من الطغيان والبناء على القبور والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ونادوا في فجاجهما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكسوا الكعبة المشرفة في الحرير والخز والقيلان وسارت الضعينة إليها من العراق والشام واليمرين والبصرة وما حولهم وما دونهم لا تخشى إلا الله الواحد المنان وبطلت في زمانهم جوائز العراب على الدروب فلا يتجاسر أحد من سراقهم وفسقتهم فضلا عن رؤسائهم أن يأخذ عقالا فما قوقه من الأثمان فسموها العراب السنين الكمام لأنهم كم عليهم عن جميع المظالم الصغار والجسام فلا يلقى بعضهم بعضا في المفازات المخوفات إلا بالسلام عليكم وعليكم السلام والرجل يأكل ويجلس مع قاتل أبيه وأخيه كأخوان وزالت سنن الجاهلية وزال البغي والعدوان وسيبت الإبل والخيل الجياد والبقر وجميع المواشي في الفلوات فكانت تلقح وتلد وهي في مواضعها آمنات مطمئنات وليس عندها من يرعاها ويحميها إلا من يأتيها غبا ويسقيها وسارت عمالهم إلى جميع الأعراب في الشام والعراق واليمن وأقصى الحجاز وما وراء الينبع إلى دون مصر إلى عدن وما دون البصرة والبحرين وأقصى عمان وما حوت عليه هذه الجزيرة من العربان فيقبضون منهم الزكاة بالكمال ويضربون من تعدى أو تخلف عن الجهاد ويأخذون من ماله النكان وهدموا القباب والمواضع الشركية في تلك الأقطار وعمروا المساجد بالصلوات والدروس والأذكار وكسروا الصنم ذات الخصلة في تبالة بعدما اضطربت عليه أليات نساء دوس في الضلالة ووقعت معجزة المصطفى التي له مخصصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة فهدموه وعدموه وقرروا التوحيد في تبالة وبينوه فحقيق من هذا حالهم وفعالهم أن يتشرف القرطاس بها والمداد وأن تنشر فضائلهم في البلاد وبين العباد واعلم أن أهل نجد وعلماءهم القديمين والحديثين لم يكن لهم عناية بتاريخ أوطانهم ولا من بناها ولا ما حدث فيها وسار إليها وسار منها إلا نوادر يكتبها بعض علمائهم هي عنها أغنى لأنهم إذا ذكروا السنة قالوا قتل فيها فلان ابن فلان ولا يذكرون اسمه ولا سبب قتله وإذا ذكروا قتالا أو حادثة قالوا في هذه السنة جرت الوقع الفلانية ولا يذكرون صفتها ولا موضعها ونحن نعلم أن من زمن آدم إلى اليوم كله قتال لا نريد أن نعرف الحقيقة والسبب وما يقع فيها من الغرائب والعجب وكل ذلك في تاريخهم معدون ثم إني أردت أن أجمع مجموعا في وقاع عيال سعود وأيامهم وأخبارهم ولا وجدت من يقبرني عنها أخبارا صدقا ولا متقنا لها لا يقول إلا حقا والكذب آخر هذا الزمان غلب على الناس فلا نتجاسر أن نكتب كل ما نقلوه في القرطاس لأننا وجدناهم إذا سمعوا قولا أو نقلوه من موضع إلى موضع زادوه ونقصوه واختلاق الكذب عليهم أغلب وذهبوا فيه كل مذهب فنسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل وإني تتبات من أرخ أيامهم فلم أجد ما يشفي الغليل ولا وجدت تصريحا لبيان الوقائع ومواضعها يتداوى به العليل إلا أنني وجدت لمحمد بن علي بن سلوم الفرضي الحنبلي حاشية هو محمد بن علي بن سلوم الوهبي التميمي النجدي كان من المناوئين لدعوة التوحيد السلفية ولد في بلدة العطار من قرى ستير سنة 1161 وتوفي بسوق الشيوخ سنة 1346 هجرية إشارات لطيفة في تتابع السنين ورسم وقائع كل سنة بما لا يفيد ولا حقق تحقيقا للوقائع ولا مواضعها ينتفع به المستفيد بلغ في ترسيماته إلى قرب موت عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى ثم وجدت ترسيمات لغيره أحسن من رسمه متصلة به فلما ظفرت بالسنين ومعرفة الوقائع فيها استخرت الله تعالى في وضع هذا المجموع وأخذت صفة الوقائع والمواضع من أفواه رجال شاهدوها وما لم يدركوه منها فعما شاهدها نقلوها وبذلت جهدي في تحر الصدق ولم أكتب إلا ما يقع في ظني أنه الحق من قول ثقة يغلب على الظن صدقه عن صفة الوقائع ومواضعها وغير ذلك فمن وجد في كتابي هذا زيادة أو نقصانا أو تقدما أو تأخضا فليعلم الواقف عليه أنني لم أتعمد الكذب فيه وإنما هو مما نقل إليه والعهدة على ناقله وأثبت في كتابي هذا بعض الحوادث التي لا تقطص بنجد لأنها ربما يحتاج إليها بعض من يقف عليها واعلم أن بعض من سبق من علماء نجد أرخوا تاريخات ورسموا ترسيمات قصروا فيها عن المطلوب ولكن لا تخلو من فائدة في معرفة بعض الحوادث والأماكن وسنين الجد والخصب ومعرفة اختلاف أهل نجد وافتراقهم قبل ظهور هذا الدين ومعرفة نعمته بعد ذلك وما جاء ضمنه وهي قبل كتابي هذا متصلة به فلا رأيت أن أتركها ولا أبدأ بها هذا الكتاب لأن السنين التي بعدها هي التي لأجلها وضع الكتاب ووقع عليها الخطاب وتطاولت لها الأعناق وكثر البحث عنها والاشتياط فهي حق بالتقديم لفضلها وفضل أهلها ولكونها من السنين المباركة على أهل نجد بأمان السبل واتساعهم في معايشهم وأسفارهم وحجهم وإذلالهم لعدوهم وقهرهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك فأردت أن أدخل السنين السابقة بين سني هذا الكتاب منتشرة فيه متتابعة كل سنة سابقة تحت كل سنة لاحقة والعلامة عليها قولي سابقة حاشية قد عملنا على تقليص الكتاب من هذه السوابق التي يشير إليها المؤلف هنا ووضعناها مرتبة على حدة لتكون قريبة المتناول وسهلة على المراجع ويسلم التاريخ مع هذا من إقحامها بين أخباره وتشويها على قرائه وقد أشرنا إلى عملنا هذا في مقدمتنا للكتاب انتهت الحاشية ليحصل في الكتاب فائدة التقدم والتأخر وسميته عنوان المجد في تاريخ نجد فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يلهمنا صدق القول وأن يوفقنا متابعة هدي الرسول وأن يعيدنا من مذلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ثم أسأل من وجد في كتابه خللا أن يتجاوز عن زللي فيه فمن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته وتجاوز عن مساويه ترجمة نانسي قنقر ومبدأ ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أول مبدأ أن أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عفى الله عنه على وجه الإختصار وهو أنه نشأ في بلدة العينة عند أبيه عبد الوهاب بن سليمان القاضي فيها زمن عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عمر المشهور حاشية هو عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن حسن بن طوق بن عمر من بن بن سعد وبن سعد أحد بطون تميم الأربعة الكبار المشهورة التي ذكرها الشاعر بقوله يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارة يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنضلت الخيارة تولى عبد الله في العينة سنة 1096 ومات في الوباء المشهور الذي حل في العينة سنة 1138 بعدما حكم العينة 42 عاما انتهت الحاشية الذي تزخرفت العينة في زمنه قبل انتقال عبد الوهاب منها إلى بلد حريملة كما سيأتي فقرأ الشيخ على أبيه الفقه وكان رحمه الله تعالى في صغره كثير المطالع في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقة وكان الشرك إذ ذاك قد فشى في نجد وغيرها وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها والتبرك بها والندر لها والاستعادة بالجن والدبح لهم ووضع الطعام لهم وجعله لهم في زوايا البيت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم والحلف بغير الله وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر والسبب الذي أحدث ذلك في نجد والله أعلم أن الأعراب إذا نزلوا في البلدان وقت التمار وصار معهم رجال ونساء يتطببون ويدعون فإذا كان في أحد من أهل البلد مرض أو في بعض أعضائه أتى أهله إلى متطببة ذلك القطين من البادية فيسألونهم عن دواء علته فيقولون لهم اذبحوا في الموضع الفلاني كذا وكذا إما خروفا بهيما أسود وإما تيسا أصمع وذلك ليحققوا معرفتهم عند هؤلاء الجهلة ثم يقولون لهم لا تسموا الله على ذبحه وعطوا المريض منه كذا وكذا وكلوا منه كذا وكذا وتركوا كذا وكذا فربما يشفي الله مريضهم فتنة لهم واستدراجا وربما يوافق وقت الشفاء حتى كتر ذلك في الناس وطال عليهم الأمد فوقعوا بهذا السبب في عظائم وليس للناس من ينهاهم عن ذلك فيصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورؤساء البلدان وظلمتهم لا يعرفون إلا ظلم الرعاية والجور والقتال لبعضهم بعضا فلما تحقق الشيخ معرفة التوحيد ومعرفة نواقضه وما كان وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضلة صار ينكر هذه الأشياء واستحسن الناس ما يقول لكن لم ينهوا عما فعل الجاهلون ولم يزيلوا ما أحدث المبتدعون فلما رأى أنه لا يغني القول ولم يتلقى الرؤساء الحق بالقبول تجهز من بلد العينة إلى حج بيت الله الحرام فلما قضى حجه سار إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فلما وصلها وجد فيها الشيخ العالم عبدالله بن براهيم بن سيف حاشية هو الشيخ عبدالله بن براهيم بن سيف بن عبدالله الشمري نسبة إلى قبيلة شمر القبيلة المعروفة انتقل مع والده إبراهيم من بلدة المجمعة إلى المدينة المنورة وسكن بها وقرأ على علمائها وولد له بها ابنه إبراهيم بن عبدالله بن براهيم بن سيف الفرضي المشهور مصنف كتاب العذب الفائض في علم الفرائض شرح ألفية الفرائض للعزهر صالح وهو مجلد كبير وقد طبع سنة 1372 على نفقة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الطبيشي وقد توفي عبدالله بن براهيم بن سيف أستاذ الشيخ محمد بن عبدالوحاب سنة 1189 وكان يعرف عند أهل المدينة بن شرفي انتهت الحاشية من آل سيف ورؤساء بلد المجمعة القرية المعروفة في ناحية سدير من نجد وهو والد إبراهيم مصنف العذب الفائض في علم الفرائض فأخذ الشيخ محمد عنه قال الشيخ كنت عنده يوما فقال لي تريد أن أريك سلاحا أعددته للمجمعة قلت نعم فأدخلني منزلا عنده فيه كتب كثيرة وقال هذا الذي أعددنا لها ثم إنه مضى به إلى الشيخ العلامة محمد حياة السندي المدني حاشية هو الشيخ العلامة المحدث محمد حياة السندي صاحب الحاشية المشهورة على صحيح الإمام البخاري توفي سنة 1165 للهجرة انتهت الحاشية فأخبره بالشيخ محمد وعرفه به وبأهله فأقام عنده الشيخ وأخذ عنه وحكي أن الشيخ محمدا وقف يوما عند الحجرة النبوية عند أناس يدعون ويستغيثون عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرعاه محمد حياة فأتى إليه فقال الشيخ ما تقول في هؤلاء قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فأقام في المدينة ما شاء الله ثم خرج منها إلى نجل وتجهز إلى البصرة يريد الشام فلما وصلها جلس يقرأ فيها عند عالم جليل من أهل المجموعة قرية من قرى البصرة في مدرسة فيها دكر لي أن اسمه محمد المجموعي فقام مدة يقرأ عليه فيها وينكر أشياء من الشركيات والبدع وأعلن بالإنكار واستحسن شيخه قوله وقرر له التوحيد وانتفع به وأخبرني شيخنا القاضي عثمان بن منصور الناصري قال أخبرني رجل في مجموعة البصة بأن أولاد ذلك العالم الذي قرأ عليه الشيخ محمد هم أحسن أهل بلدهم بالصلاح ومعرفة التوحيد وهذا والله أعلم ببركة اجتماع الشيخ بوالدهم ثم إن الشيخ تجمع عليه ناس في البصرة من رؤسائها وغيرهم فآدوه أشد الأذى وأخرجوه منها وقت الهجيرة ولحق شيخه منهم بعض الأذى فلما خرج الشيخ من البصرة وتوسط في الدرب فيها بينها وبين بلد الزبير أدركه العطش وأشرف على الهلاك وكان ماشيا على رجليه وحده فوافاه صاحب حمار مكاري يقال له أبو حميدان من أهل بلد الزبير فرأى عليه الهيبة والوقار وهو مشرف على الهلاك فسقاه وحمله على حماره حتى وصل الزبير ثم إن الشيخ أراد أن يصل إلى الشام فضاعت نفقته التي معه فانتنى عزمه عن المسير إليه لما أراد الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى أن يمضي أمره ويعلي كلمته ويجمع أهل نجد بعد تفرقهم على إمام واحد ويزيل عنها شعائر الكفر والبدع فخرج من تلك الديار وقرصد الأحسى فلما وصل إليه نزل على الشيخ العالم عبدالله بن محمد بن عبداللطيف الشافعي الأحسائي ثم أنه خرج من الأحسى وقصد بلد حرملة وكان أبوه عبدالوهاب قد انتقل إليها من العيينة في سنة تسع وثلاثين وماءه أل بعدما مات عبدالله بن عمر في الوباء المشهور الذي وقع في العيينة وأثناء فتولى في البلد بعده ابن ابنه محمد بن حمد الملقب خرفاش فوقع بينه وبين عبدالوهاب منازعه فعزله عن القضاء وجعل مكانه أحمد بن عبدالله بن عبدالوهاب ابن عبدالله فانتقل عبدالوهاب بعدها إلى حرملة فلما أن الشيخ ومحمد وصل بلد حرملة جلس عند أبيه يقرأ عليه وينكر ما يفعل الجهال من البدع والشرك في الأقوال والأفعال وكثر منه الإنكار لذلك ولجميع المحضورات حتى وقع بينه وبين عبيه كلام وكذلك وقع بينه وبين الناس في البلد فقام على ذلك مدة سنين حتى توفي أبوه عبدالوهاب في سنة 53 وما أعلم ثم عالن بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبعه ناس من أهل البلد ومالوا معه واشتهر بعد ذلك وكان الرؤساء أهل حرملة قبيلتين أصلهما قبيلة واحدة وهم رؤساؤها وكل منهم يدعي القول له وليس للأخرى على الثانية قول ولا للبلد رئيس يزع الجميع وكان في البلد عبيد لإحدى القبيلتين يقال لهم الحميان كثير تعديهم وفسقهم فأراد الشيخ أن يمنعوا عن الفساد وينفذ فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم العبيد أن يفتكوا بالشيخ ويقتلوه بالليل سرا فلما تسوروا عليه الجدار علم بهم أناس فصاحوا بهم فهربوا فانتقل الشيخ بعدها إلى العينة ورئيسها يومئذ عثمان بن حمد بن عمر حاشية هو عثمان بن حمد بن عبد الله ابن حمد بن حمد بن عبد الله ابن حمد بن حمد بن عمر تولى في العينة بعدما قتل أخوه محمد بن حمد الملقب خرفاش سنة 1142 وجدير بالذكر أن عثمان هذا هو جد الإمام سعود بن عبد العزيز ابن محمد بن سعود لأمة انتهت الحاشية فتلقاه بالقبول وأكرمه وتزوج فيها الجوهرة بنت عبد الله بن عمر حاشية هي الجوهرة بنت عبد الله بن حمد بن عبد الله بن عمر وهي عمة الأمير عثمان بن عمر أخت أبيه وهي التي لم ينزل محمد بن سعود بن محمد بن مقرن إلا في أمانها وذلك في قصة غدر محمد بن حمد بن عبد الله ابن عمر الملقب خرفاش صاحب بلدة العينة بزيد بن مرخان صاحب بلدة الدرعية ومن معه كما ذكر ذلك أبن بشر في سابقة سنة 1039 في الجزء الأول من تاريخ صحيفة 224 طبعة قتلال ونصيف انتهت الحاشية وعرض على عثمان ما قام به ودعا إليه وقرر له التوحيد وحاوله على نصرته وقال إني أرجو إن أنت قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى وتملك نجد وأعرابها فساعده عثمان على ذلك فأعلن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبعه أناس من أهل العينة وكان فيها أشجار تعظم ويعلق عليها فبعث إليها سرا من يقطعها بعجرة من ماله وفي البلد شجرة هي أعظمهن عندهم وذكر لي أن الشيخ خرج إليها بنفسه سرا يريد قطعها فوجد عندها راعي غنم أهل البلد فأراد أن يمنعها منه أو أنه خاف أن ينم عليه فأعطاه الشيخ أحد أسلابه الذي عليه وخلى بينه وبينها فقطعها ثم صار أمره في زيادة واجتمع معه عصابة نحو سبعين رجلا معهم من هو من رؤساء المعامرة ثم إن الشيخ أراد أن يهدم قبة قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي عند الجبيلة فقال لعثمان دعنا نهدم هذه القبة التي وضعت على الباطن وظل بها الناس عن الهدى فقال دونكها فاهدمها فقال الشيخ أخاف من أهل الجبيلة أن يوقعوا بنا ولا أستطيع هدمها إلا وأنت معي فسار معه عثمان بنحو ست ماية رجل فلما قربوا منها ظهروا عليهم أهل الجبيلة يريدون أن يمنعوها فلما رأاهم عثمان علم ما هموا به فتأهب لحربهم وأمر جموعه أن تتعزل للحرب فلما رأوا ذلك كفوا عن الحرب وخلوا بينهم وبينها دكر لي أن عثمان لما أتاها قال للشيخ نحن لا نتعرضها فقال أعطوني الفأس فهدمها الشيخ بيده حتى ساواها ثم رجعوا فانتظر تلك الليلة جهال البدو وسفهاؤهم ما يحدث على الشيخ بسبب هدمها فأصبح في أحسن حال وبعد ذلك أتت امرأة إلى الشيخ واعترفت عنده بالزنا والإحصان وتكرر منها الإقرار فسأل عن عقلها فإذا هي صحيحة العقل وقال لعلك مغصوبة فأقرت واعترفت بما يوجب الرجم فأمر عليها فرجمت فأضم أمره بعد ذلك وكبرت دولته وفشت توحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلما صدرت منه هذه أعني رجم المرأة اشتهر أمره في الآفاق فبلغ خبره سليمان بن محمد بن غرير الحميدي قائد الإحسان والقطير وما حوله من العربان وقيل له إن في بلد العينة عالما فعل كذا وكذا وقال كذا وكذا فأرسل سليمان إلى عثمان كتابا وقال إن هذا المطوع الذي عندك فعل وفعل وتهدد عثمان وقال اقتله فإن لم تفعل قطعنا خراجك الذي عندنا في الأحسان وخراجه عندهم كثير قيل لي إنه اثناء عشر ماءة أحمر وما يتبعها من طعام وكسوة فلما ورد عليه كتابه ما وسعه مخالفته واستعظم أمره في صدره لأنه لم يعلم قدر التوحيد ولا من لمن نصره وقام به من العز والتمكين في الدنيا ودخوله الجنة في الآخرة فأرسل إلى الشيخ وقال له إنه أتان خط من سليمان قائد الأحسان وليس لنا طاقة بحرب ولا إغضاب فقال له الشيخ إن هذا الذي أنا قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا الله وأركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أنت تمسكت به ونصرته فإن الله سبحانه وتعالى يظهرك على أعدائه فلا يزعجك سليمان ولا يفزعك فإني أرجو أن ترى من الظهور والتمكين والغلبة ما ستملك بلاده وما وراءها وما دونها فاستحيا عثمان وأعرض عنه ثم تعاظم في صدره أمر صاحب الأحسى وباع الآجل بالعجل وذلك لما علم الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى يعز من يشاء ويدل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير أن نصر هذا الدين والظهور والغلبة والتمكين يكون لغيره وعلى يد غيره فأرسل إلى الشيخ تانيا وقال إن سليمان أمرنا بقتلك ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة أمره لأنه لا طاقة لنا بحربه وليس من الشيام والمرؤة أن نقتلك في بلادنا فشأنك ونفسك وخلي بلادنا فأمر فارسا عنده يقال له الفريد مع خيالة معه منهم طواله الحمراني وقال اركب جوادك وسر بهذا الرجل إلى ما يريده فقال الشيخ أريد الدرعية فركب الفارس جواده والشيخ يمشي راجلا أمامه وليس معه إلا المروحة وذلك في غاية الحر في فصل الصيف فقال بن عمر لفارسه إذا أنت وصلت إلى أخيه يعقوب فاقتله عنده حاشية روى الشيخ حسين بن غنام قصة إخراج عثمان بن عمر للشيخ من العينة ولم يذكر قصة الفارس ولا قصة الخيالة ولم يذكر أن عثمان بن عمر أوعز إلى حدم بقتل الشيخ محمد ولا أن عثمان أراد ذلك وقد تبين للمؤلف الشيخ أزمان بن عبد الله بن بشير فيما بعد عدم صحة هذه القصة فقد جاء في صحيفة المدينة تاريخ غرة شعبان سنة 1386 هجرية بعدد 810 مقال مطول للأستاذ أحمد علي جاء فيه ما نصه أخبرني فضيلة الشيخ عبد الله بن بسام قاضي المستعجلة في مكة أنه رأى أصلا مقطوطا بمدينة الزبير لعنوان المجد مكتوبا سنة 1297 هجرية يستدرك فيه الشيخ عثمان بن بشير على نفسه رحمه الله قائلا ما نصه علم أني ذكرت في البيضة الأولى أشياء نقلت لي عن عثمان بن عمر وفرسانه وأنه أمر بقتل الشيخ في الطريق وغير ذلك ثم تحقق عندي أن ليس لها أصل بالكلية فطرحتها من هذه المبيضة انتهت الحاشية وكان يعقوب هذا رجلا صالحا وقتل ظلما بين الدرعية والعينة وجعل في غار جبل هناك على قارعة الطريق ونسب الشيخ إلى إخوته لأجل الصلاح فسار الفارس والشيخ أمامه وهو لا يلتفت ويلهج بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والفارس لم يكلمه فلما هم بقتله كف الله عنه يده وأبطل كيده وقذف الله سبحانه في قلبه الضعب حتى ما استطاع أن يمشي قدما فحرف جواده وانصرف إلى العينة وقال لعثمان إنه أصابني ضعب عظيم حتى خفت على نفسي وأما الشيخ فإنه سار إلى الدرعية ووصل إلى أعلاها وقت العصر فقصد إلى بيت محمد بن سويلم العريني حاشية رواية الشيخ بن غنام أحمد بن سويلم انتهت الحاشية فلما دخل عليه ضاقت عليه داره وخاف على نفسه من محمد بن سعود فوعظه الشيخ وأسكن جعشا وقال سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا فعلم به خصائص من أهل الدرعية فزاروه خفية فقرر لهم التوحيد واستقر في قلوبهم فأرادوا أن يخبروا محمد بن سعود ويشيروا عليه بنصرته فهابوه فأتوا إلى زوجته موضي بنت أبو وطبان وكانت ذات عقل ومعرفة فأخبروها بمكان الشيخ وصفت ما يأمر به وينهى عنه فوقر في قلبها التوحيد وقذف الله في قلبها محبة الشيخ فلما دخل عليها زوجها محمد أخبرته بمكانه وقالت إن هذا الرجل أتى إليك وهو غنيمة ساقها الله لك فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته فقبل قولها وألقى الله سبحانه في قلبه للشيخ المحبة فأراد أن يرسل إليه فقالوا سر إليه برجلك في مكانه وأظهر تعظيمه والاحتفال به لعل الناس أن يكرموه ويعظموه فسار إليه محمد فدخل عليه في بيت بن سويلم ورحب به وقال أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنع فقال الشيخ وأنا أبشرك بالعز والتمكين وهذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم ثم أخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه وما عليه أصحابه رضي الله عنهم من بعده وما أمروا به وما نهوا عنه وإن كل بدعة بعدهم ضلالة وما عزهم الله به بالجهاد في سبيل الله وأغناهم به وجعلهم إخوانا ثم أخبره بما عليه أهل نجد اليوم من مخالفتهم بالشرك بالله تعالى والبدع والاختلاف والجور والظلم فلما تحقق محمد التوحيد وعلم ما فيه من المصالح الدينية والدينيوية قال له يا شيخ إن هذا لدين الله ورسوله الذي لا شك فيه وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا والثانية أن لي على الدرعية قانونا أخذه منهم في وقت اتمار وأخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا فقال الشيخ أما الأولى فابسط يدك الدم بالدم والهدم بالهدم وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوذك الله من الغنائم ما هو خير منها فوقع تحقيق ظنه رحمه الله تعالى فإنه أتى إليه غنيمة عظيمة فقال له الشيخ هذا أكثر مما أنت تأخذه على أهل بلدك فتركها بعد ذلك ثم أن محمد انبسط يده وبايع الشيخ على دين الله وغسوله والجهاد في سبيل الله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال الشيخ ودخل معه البلد واستقر عنده فلما استقر في الدرعية تسلل إليه شيعته الذين في العيينة ومن ينتسب إلى الدين ومعهم أناس من رؤساء المعامرة معاكسين لعثمان بن عمر وهاجروا إلى الدرعية أناس ممن حولهم من البلدان لما علموا أن الشيخ استقر ومنع ونصر فلما علم عثمان أن محمد بن سعود آواه ونصره وأن أهل الدرعية فرحوا به والذين كانوا عنده في بلده هاجروا وتركوه وأن عمره صار إلى زيادة ندم على ما فعل من إخراجه وعدم نصرته وخاف منه أمورا تفاقم عليه فراكب في عدة رجال من أهل العيينة ورؤسائها فقدم على الشيخ في الدرعية وحاوله على الرجوع معه ووعده نصره ومنعه فقال الشيخ ليس هذا إلي إنما هو إلى محمد بن سعود فإن أراد أن أذهب معك ذهب وإن أراد أن أقيم عنده وأقم ولا أستبدل برجل تلقاني بالقبول غيره إلا أن يأذن لي فأتى عثمان إلى محمد فأبى عليه ولم يجد إلى ما أتى إليه سبيلا فرجع إلى بلده ولما هاجر من هاجر إلى الدرعية واستوطنوها كانوا في أضيق عيش وأشد حاجة وابتلوا بلاء شديدا فكانوا في الليل يأخذون الأجر ويحترفون وفي النهار يجلسون عند الشيخ في درس الحديث والمذاكرة وأهل الدرعية يومئذ في غاية الضعف وضيق المؤونة ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ولقد رأيت الدرعية بعد ذلك في زمن سعود رحمه الله تعالى وما فيه أهلها من الأموال وكثرة الرجال والسلاح المحلى بالذهب والفضة الذي لا يوجد مثله والخيل الجرياد والنجايب العمانيات والملابس الفاخرة وغير ذلك من الرفاهيات ما يعجز عن عده اللسان ويكل من حصره الجنان والبنان ولقد نظرت إلى موسمها يوما في مكان مرتفع وهو في الموضع المعروف بالباطن بين منازلها الغربية التي فيها آل سعود المعروفة بالطريب ومنازلها الشرقية المعروفة بالجيري التي فيها أبناء الشيخ ورأيت موسم الرجال في جانب وموسم النساء في جانب وموسم اللحم في جانب وما بين ذلك من الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام والبيع والشراء والإعطاء وغير ذلك وهو مد البصر ولا تسمع فيه إلا كدوي النحل من النجناج وقول بعت وشريت والدكاكين على جانبيه الشرقي والغربي وفيها من الهدوم والسلاح والقماش ما لا يعرف ولا يوصف فسبحان من لا يزول ملكه وسيأتي طرف من ذلك عند سنة هدم الدرعية إن شاء الله تعالى رجعنا إلى ما نحن فيه ولما استوطن الشيخ الدرعية وكانوا في غاية الجهالة وما وقعوا فيه من الشرك الأكبر والعصغر والتهاوم بالصلاة والزكاة ورفض شعائر الإسلام فتقولهم الشيخ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أمرهم بتعلم معنى لا إله إلا الله وأنها نفي وإثبات فلا إلهة في جميع المعبودات وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له ثم أمرهم بتعلم ثلاثة الأصول وهي معرفة الله تعالى بآياته ومخلوقاته الدالة على ربوبيته وإلهيته كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما عليها من الأدلة من القرآن ومعرفة الإسلام وأنه تسليم الأمر لله وهو العنقياد لأمر الله والإنزجار عن مناهيه ومعرفة أركانه التي بني عليها وما عليها من الأدلة من القرآن ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه ونسبه ومبعته وهجرته ومعرفة أول ما دعا إليه وهي لا إله إلا الله ثم معرفة البعض وأن من أنكره أو شك فيه كافر وما على ذلك من الأدلة من القرآن ومعرفة دين محمد صلى الله عليه وأصحابه وهو التوحيد ودين أبي جهل وأتباعه وهو الشرك بالله تعالى فلما استقر في قلوبهم معرفة التوحيد بعد الجهالة أشرب في قلوبهم محبة الشيخ وأحب المهاجرين وآووهم ثم أن الشيخ كاتب أهل البلدان بذلك ورؤساءهم وقضاتهم ومدعي العلم منهم فمنهم من قبل واتبع الحق ومنهم من اتخذه سخريا واستهزعوا به ونسبوه إلى الجهل وعدموا المعرفة ومنهم من نسبه إلى السحر ومنهم مر معه بأشياء وهو بريء منها حاشاه عما يقوله الكاذبون ولكن يريدون أن يصدوا بها الناس عنه وقد رمى المشركون سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بأعظم من ذلك ثم أمر الشيخ بالجهاد وحبهم عليه فامتثلوا فأول جيش غزى سبع ركائب فلما ركبوها وأعجلت بهم النجائب في سيرها سقطوا من أكوارها لأنهم لم يعتادوا ركوبها فاغاروا على بعض الأعراب فغنموا ورجعوا سالمين وكان الشيخ رحمه الله لما هاجر إليه المهاجرون يتحمل الدين الكثير في دمته لمؤونتهم وما يحتاجون إليه وفي حوائج الناس وجوائز الوفود إليه من أهل البلدان والبوادي دكر لي أنه حين فتح الرياض وفي ذمته أربعون ألف محمدية حاشية الأحمر نقد كان يتعامل به أهل نجد في ذلك الزمان انتهت الحاشية فقضاها من غنائمها وكان لا يمسك على درهم ولا دينار ولوما عتى إليه من الأخماس والزكاة يفرقه في أوانه وكان يعطي العطاء الجزيل بحيث أنه يهب خمس الغنيمة العظيمة لاثنين أو ثلاثة فكانت الأخماس والزكاة وما يجبى إلى الدرعية من دقيق الأشياء وجليلها تدفع إليه بيده ويضعها حيث شاء ولا يأخذ عبد العزيز ولا غيره من ذلك شيئا إلا عن أمره بيده الحل والعقل والأخذ والإعطاء والتقديم والتأخير ولا يركب جيشه ولا يصدر رأيه من محمد وابنه عبد العزيز إلا عن قوله ورأيه فلما فتح الله الرياض واتسعت ناحية الإسلام وآمنة السبل وانقاد كل صعب من باد وحاضر جعل الشيخ الأمر بيد عبد العزيز وفوض أمور المسلمين وبيت المال إليه وانسلخ منها ولزم العباد وتعليم العلم ولكن ما يقطع عبد العزيز أمرا دونه ولا ينفذه إلا بإذنه أحداث السنة الثامنة والخمسين بعد مئة وألف من الهجرة إلى السنة الثانية والستين بعد مئة وألف من الهجرة سنة الثمان وخمسين وماء وألف هذه السنة هي التي انتقل فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عفو الله عنه من العينة إلى بلد الدرعية كما تقدم وفيها توفي محمد بن ربيعة العوسجي حاشية من قبيلة الدواسر انتهت الحاشية الشيخ العالم قاضي بلد تادك وكان فقيها وحصل كتبا كثيرة بخطه أخذ العلم عن الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان واشترى كتبه بعد موته وفيها قتل محمد بن ماضي رئيس بلد الروضة المعروفة في ناحية سدير وذلك أن عمر الشريف صهر محمد بن ماضي على ابنته قتل عبد العزيز بن عبد الرحمن أبا ابطين بممالعة من حمد بن محمد بن ماضي المذكور لأن أبا ابطين صهر المانع بن ماضي على أخته شقيقته وهو صديق له وكان تركي أخو مانع إجلوي في جلاجل عند محمد بن عبد الله فلما قتل أبا ابطين أرسل مانع لأخيه تركي فأقبل بسطوة من جلاجل ودخل الروضة والناس في المسجد يصلون على جنازة أبا ابطين ومحمد بن ماضي يصلي معهم فضربه أخو مانع المذكور وهو في الصلاة ضربة جرحه منها فحمل إلى بيت أخته زوجة أبا ابطين فدخل عبد من رجاجيل صاحب جلاجل يقال له أبو خنيفس فقتله وتولى في الروضة تركي ابن ماضي ومحمد ومانع المذكورين أخوة وفيها توفي محمد بن عبد الله بن براهيم رئيس بلد جلاجل وفي هذه السنة والتي بعدها بايع عثمان بن حمد بن عمر للشيخ على دين الله ورسوله وكذلك بايع أهل بلد حرامله واستعمل عليهم أمير محمد بن عبد الله بن بارد الغزوات سنة تسع وخمسين وما أول وفيها سطى دهام بن دواس حاشية هو دهام بن دواس بن عبد الله بن شعلام من الجلاليل وأظن أن الجلاليل من العفسة من قبيلة مطير وذلك بدون يقين ولا جزم وكان دهام هذا من أهل منفوحة وكان والده دواس رئيسا لبلدة منفوحة متغلبا عليها فقتل أناسا من أهلها قتل في سنة 1093 هجرية آل حمد بن فرج الجلاليل من عشيرته قتلهم في مسجد منفوحة وقتل بعدهم بسنة أي سنة 1094 هجرية المزاريع فبقي بعد ذلك زمنا ثم مات وتولى بعده ابن محمد بن دواس فثار عليه ابن عمه زامل ابن فارس وثار معه بعض أهل منفوحة فقتلوه وأجلوا أخوانه وهم ادهام وتركي ومشلب وفهج فاستوطن ادهام وأخوته المذكورون بلدة الرياض وكان والي بلدة الرياض ذلك اليوم زيد بن موسى أبا زرعة من قبيلة بني حنيفة فقتل زيد سنة 1096 هجرية واختلف في قاتله فالشيخ حسين بن غنام يذكر الذي قتله هو بن عم له معتوه العقل صاعد إليه في عليته وهو نائم فذبحه بسكين والشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى يذكر في تاريخ المسمى تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد إخراج دار اليمامة ما نصه وفي سنة 1046 هجرية قتل زيد بن أبا زرعة رئيس بلدة الرياض قتلوه عنزه في وقعة بينهم هم وأهل الرياض والشاهد أنه لما قتل زيد بن موسى أبا زرعة المذكور تولى في الرياض عبده خميس لأن أولاد المقتول صغار فزعم العبد أنه قابض لهم حتى يتأهلوا للولاية فقام واليا على الرياض مدة خمس سنوات ثم هرب العبد من الرياض خوفا من أهله لأمور جرت منه فعند ذلك انتهز الفرصة إدهام بن دواس واستولى على بلدة الرياض بدعوى أنه خال أولاد زيد بن موسى أبا زرعة أخو أمهم وقال لأهل الرياض أنا الذي أتولى الأمر في بلدة الرياض حتى يتأهل أكبر الأبنى للولاية ببلوغه سن الرشد ثم عازل نفسي عن العمارة والولاية لأكبرهم فأجابوه إلى ذلك فلما استوثق في الولاية واستتبله الأمر وكثر عوانه أخرج الأكبر من أولاد زيد بن موسى أبا زرعة وأجلاه عن الرياض فثار عليه أهل الرياض وأرادوا قتله أو عزله وأحاطوا بقصره وحصروه فيه فأرسل أدهام أخاه مشلبا إلى محمد بن سعود بن محمد بن مقرن أمير الدرعية يطلب منه النصرة والنجدة فأجابه الأمير محمد بن سعود إلى ذلك وأرسل إليه أخاه مشاري بن سعود على رأس جند فلما وصلوا إلى الرياض ورأتهم تلك الجنود من الغوغة فروا بعد أن قتل منهم أربعة رجال فاستقرت ولاية الدهام على الرياض ومكث عنده مشاري بن سعود بمن معه من الجنود نحو ثلاثة أشهر ولم يكن محمد بن سعود يتوقع أن يحصل من دهام ما حصل من الظلم والجور والخبط والتنكر للجميل ونكث العهود فمن ذلك أنه غضب يوما على امرأة فأمر بثمها أي خاط ومنها أنه غضب يوما على رجل مسجون فك بأسنانه قيد الحديد فأمر بمقمعة من حديد فضربت بها أسنانه حتى تساقطت ولم يزل على ذلك الظلم والعصف حتى طلب منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود الدخول في دين الحق والكف عن الجبروت والظلم فأبى واستكبر واتصدى للعداوة لأهل التوحيد وأخذ يقاتلهم ويقاتلونه سبعة وعشرين سنة أي من سنة ألف مية وستين هجرية إلى سنة ألف مية وسبعة وثمانين هجرية حيث خرج هاربا من الرياض لا يلوي على أحد وقصد الأحساء وفيها كان مهلكه وكانت مدة ولايته على الرياض ست وثلاثين سنة ولما هرب دهام من الرياض دخله الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود فورا واستولى عليه بدون قتال هذه تعليقة عملناها كفكرة أولية للقارئ يأخذها عن دهام وسيمر به في هذا الكتاب شيء كثير عن دهام وتمرده على ولاة دعوة التوحيد ونكفه لعهودهم وحروبه الطويلة لهم وآخر أمره وهو فراره من الرياض هاربا وذلك بعبارات مبسطة إن شاء الله انتهت الحاشية في بلد منفوحة وذلك أنه سار إليها بأهل الرياض واصمدها المعروفين من بواد الضفير فدخل البلد واستولى عليها وتبت علي بن مزروع وطائفة معه وقاتلوهم حتى قتلوا من قوم دهام عشرة رجال شجعان ومن رؤساء المقتلين الصماعر درع وخضير أزهلول الخضير وغيرهم ثم أنه جاء فزعة حاشية فزعة أي مدد من الرجال انتهت الحاشية ثم أنه جاء فزعة من الدرعية ومعهم عبد الله بن محمد بن سعود وقذف الله الرعب في قلب بن دواس ومن تبعه فتسور عليهم علي بن مزروع الجدر فهربوا وجرح ادهام جرحين وقتلت فرسه فجاهر بالعداوة بعدها وانتدب حينئذ محمد بن سعود لحربه وفيها سار عدوة بالليل ودخلوا الرياضة وتوجهوا لقصر ادهام فجذبوا الباب ودخلوا بيت ناصر بن عمر وتركي بن دواس فعقروا إبلا كثيرا وفيها سار بن دواس على العمارية وقتل عبد الله بن علي وعقروا إبله فبلغ الخضر محمد بن سعود فسار إليه في أهل الدرعية وعرقه فأراد محمد أن يرصد لهم ويكمن لهم كمينا حتى يبغتهم وكان بن دواس قد كمن في الموضع الذي أراد محمد أن يكمن فيه فالتقى الفريقان بذلك الموضع واقتتلوا قتالا شديدا وقتل من الفريقين عدة قتلى وفيها وقعت الشياب وهما رجلان من آل شمس قتل في هذه الوقعة فسميت بهم وذلك أن محمد بن سعود سار بأهل الدرعية وقراها وعتمان بن محمد بن عمر بأهل العينة وقصدوا الرياض فلما قربوا من البلد أغار بعضهم على نواحيها وكمن بعضهم فخرج أهل الرياض فالتقوا بموضع يسمى لشام وهو جبل من بطح جانب البلد فلما التحم القتال خرج عليهم الكمين فانهزم الدهام وقومه وقتل منهم نحو عشرة رجال منهم محمد بن علي بن ناصر وفيها وقعت العبيد في الرياض وذلك أن محمد بن سعود جمع أهل الدرعية وعرقا وما حولهم وصار إلى الرياض فلما قربوا من البلد جعل كمينا في جرف وقال له جرف عبيان وغار على البلد فخرج إليهم بن دواس وقومه فلما نشب القتال خرج عليهم الكمين فانهزم الدهام بمن معه فقتل من أهل الرياض عشرة رجال أغلبهم عبيد سنة ستين وما أهله وفيها سار الدهام بعد وقعة العبيد بمجموع جمعا حضروا بدو وقصد الدرعية كمن كمينا فغار على البلد فخرج عليه أهل الدرعية فلما انهزموا ولا هاربا فطمعوا فيه وتبعوه فظهر عليه ملكمين فانكشف أهل الدرعية وقتل فيصل وسعود أبناء محمد بن سعود فاشتد الحرب بعدها وفيها وقعة دلقة وتسمى وقعة الشراك وهو موضع في الرياض وذلك أن محمد بن سعود سار بأهل الدرعية وهل منفوحة وهل أحريملا ولم يحضرها عثمان بن عمر فقصدوا الرياض وانفلت رجل يقال له أبو شيبة من أهل حريملا وأنذر دهام فاستعد لهم فصبحهم محمد فإذا هم مستعدون فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل من أهل الرياض جماعة منهم محمد بن سعودة وسرحان البكاي وبم سيفر وأربعة غيرهم وقتل من المسلمين عدة رجال منهم أبو منيس حمد بن محمد بن سليمان بن حسن وسليمان بن محمد الزهير وحسن الثميري وغيرهم وفي الفريقين جراحاتهم كثيرة سنة 61 وماءه وألف وقعت البنية وهي موضع معروف في بلد الرياض وذلك أن عبد العزيز بن محمد بن سعود سار بأهل الدرعية وقراها وأهل برما وأهل حريملا وإثمان بن معمر بأهل العيينة والأمير على الجميع إثمان وساروا إلى الرياض فعدوا عدوة حاشية العدوة السرية أو الجماعة التي تذهب للهجوم انتهت الحاشية وعدوة على السياح حاشية السياح لا يزال هذا المكان يحمل سمعه إلى اليوم وهو مكان فيه نخيل كثيرة ويبعد عن الرياض القديمة قدر نصف ساعة بمشي الأقدام ويقع في الجهة الجنوبية الغربية من الرياض ولا تزال نخيله باقية إلى اليوم وقد ذكر السياح بن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأبصار انتهت الحاشية وكادوا أن يستولوا على الحلتين فتكاثرت عليهم الأفزاع من كل جانب واقتتلوا إتالا شديدا وصبر الفريقان وانهزم المسلمون وقتل منهم نحو من خمس وأربعين رجلا منهم خمسة وعشرون من أهل حريملة منهم محمد بن غنام ومحمد بن حمد وداود وعبد الله بن عبيكة وقتل من أهل الرياض اسليمان بن حبيب وجرح فيهم جراحات كثيرة وفيها سارة عبد العزيز بأهل الدرعية وقراها وأهل منفوحة وضرمة وعثمان بن معمر بأهل العينة وحريملة وعثمان أمير الجميع وقصدوا الرياض ونزلوا بموضع في السياح يسمى الخريزة فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل من أهل الرياض ستة رجال وقتل من أهل العينة قوم عثمان عشرة وقتل من أهل الدرعية ومنفوحة وضرمة ستة وصرم المسلمون من الرياض أربعة نخيل وفيها وقعت البطين وهو موضع قريب من ثرمدة من بلدان الوشم وذلك أن عبد العزيز سار بأهل الدرعية وقراها وأهل ضرمة وكبيرهم هبدان ومعهم أهل منفوحة وعثمان بن معمر بأهل العينة وحريملة وأمير الجميع عثمان فنزلوا ناحية ثرمدة حاشية ثرمدة قرية قديمة من قرى الوشم لا تزال عامرة إلى اليوم وتحمل اسمها وقد جاء ذكرها في شعر جرير بقوله انظر خليلي بأعلى ثرمدة ضحى والعيس جائلة أغراضها خنفو انتهت الحاشية فنزلوا ناحية ثرمدة ليلا ورتبوا لهم كمينا فلما أصبحوا خرج عليهم أهل البلد بعدما أغاروا عليهم فباشروهم القتال فلما التحم القتال خرج عليهم الكمين فانهزم أهل ثرمدة إلى قصر حولهم خارج البلد يسمى قصر الحريص فقتل من أهل ثرمدة نحو سبعين رجلا وكانت البلد خالية فأراد عبد العزيز من عثمان أن يقصدوا البلد ليأخذوها عنوة فأبى ذلك عثمان مشحة حاشية مشحة ومظنة مترادفات ومعناها رحمة بهم ويبقى عليهم انتهت الحاشية مشحة بأهلها ومظنة بهم فأخبر عبد العزيز بذلك أباه محمدا والشيخ محمد بن عبد الوهاب فمن ذلك وقع في نفوسهم على عثمان وفيها أيضا سار الجميع إلى بلد ترمدة والأمير عثمان بن عمر ولم يقع قتال فخربوا الزروع وانقلبوا راجعين وفيها ساروا إلى بلد تادق فأخذوا أغنامهم وقتلوا منهم ستة رجال منهم محمد بن سلامة ثم دخلت سنة اثنتين وستين وماء وألف وفيها وقعت الحبونية في الرياض وهو نخل معروف فيه وهدم ما فيها من جدار وذلك أن محمد بن سعود سار بمن معه من المسلمين من رعيته وقصد الرياض وهو أمير الجميع ووصل إليها وقت الصبح فخرج أهل الرياض ولم يكن وقع بينهم مقاربة بل تراموا من بعيد فقتل من أهل الرياض سبعة رجال منهم عبدالله بن سبيع وقتل من الغزم ثلاثة عبدالله بن شوذب وعبدالله بن حمود وغنام بن دعيج وفيها وقع برد بسكون الراء أهلك غالب الزروع وهي مبتدأ القحط والغلاء المعروف بشيتة وفيها حبس مسعود بن سعيد شريف مكة حاج نجد ومات منهم في الحبس عدة وقيل أنه في السنة التي قبل هذه وأول القحط المذكور في السنة الحادية أحداث السنة الثالثة والستين بعد مئة وألف إلى السنة الثامنة والسبعين بعد مئة وألف من الهجرة ثم دخلت سنة الثلاث وستين وماء وألف وفيها قتل عثمان بن عمر في مسجد العينة بعد صلاة الجمعة انتدب لقتله أناس من جماعته ذكروا أنهم تحققوا من نقض العهد وموالاة الأعداء وممالأتهم وقيل أنه أتاه كتاب من محمد بن عفالق يحرضه على معادات المسلمين ونقض بيعتهم وعهدهم وكانت بنته تحت عبد العزيز وهو جد ولده سعود وحين قتل عثمان وسعود رضيع لم يتم السنتين ولكن ليس في الدين محاباه فلما سلم من الصلاة قام إليه من ذكرنا فقتلوه ومن مشاهير الذين تولوا قتله حمد بن راشد وابراهيم بن زيد الباهلي وموسى بن راجح وكان ذلك منتصف رجب من هذه السنة وفيها وقعت البطيحة في الرياض وذلك أن محمد بن سعود رحمه الله تعالى سار إليه بمجموعه ووصل إلى المكان المعروف بالمروة ومع المسلمين رجال مشهورون بالشجاعة منهم علي بن عيسى الدروع وسليمان الباهلي ومحمد بن حسن الهلالي وعلي بن عثمان بن ريس وعبد الله بن سليمان الهلالي وابراهيم الحر فخرجوا عليه أهل الرياض ووقع القتال فاقتتله قتالا شديدا وقتل من أهل الرياض سبعة منهم ناصر بن معمر وجنيدر وقتل من المسلمين عبد الله بن سليمان وسليمان بن جابر وفيها كانت وقعة الوطيحة حاشية الوطيحة بضم الواب وفتح الطاء بصيغة التصغير موضع منخفض واقع بين ثرمدة ومراد انتهت الحاشية وهي موضع معروف في بلد ثرمدة وذلك ان عبد العزيز سار بالمسلمين الى ثرمدة ورئيس الغزو مشاري بن براهيم بن معمر وعبد العزيز من تحت يده فسبقهم النذير الى ثرمدة فاستعدوا لهم واستفزعوا اهل ثيثيا واهل بلد مراد فلما اجتمعوا خرجوا خارج البلد وجعل عبد العزيز كمينا فلما التحم القتال خرج عليهم ذلك الكمين فولوا مدبرين فقتل منهم خمسة وعشرون رجلا منهم علي بن زامر رئيس بلد ثيثيا وبن سبهان ورزين وكداس آل زامر ورجع الغزو سالمين غانمين وفيها قتل حمد بن سلطان ودباس رؤساء العودة المعروفة في ناحية سدير قتلهم ابن عمهم علي بن علي وفيها توفي حمد بن حمد بي يحيا ابن محمد بن عبد اللطيف بن سماعيل بن رميح قاضي الغبا ثم دخلت سنة أربع وستين وماء وألف وفيها ساروا أهل الدرعية على الرياض فدخلت العدوة داخل البلد فاقتتلوا في وسطها قتالا شديدا فخرج عليهم أهل الدرعية منها وكانت عليهم هزيمة شاقة فقتل منهم علي بن عيسى الدروع وفيها حارب إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن رئيس بلد ضرمة حاشية هو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن ربيعه بن مانع بن ربيعه المريدي فهو إذن ابن عم للإمام محمد بن سعود ويجتمع معه في إبراهيم فمحمد بن سعود هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعه بن مانع بن ربيعه المريدي ولا يزال إبراهيم بن محمد المذكور درية موجودون ببلدة ضرمة إلى اليوم انتهت الحاشية وفيها حارب إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن رئيس بلد ضرمة ونقض عهد الإمام محمد بن سعود والشيخ وقتل من أهل بلده عمر الفقيه حاشية الفقهاء من تميم انتهت الحاشية ورشيد العزاري وبن عيسى لأنهم دعاة المسلمين عنده وكان رشيد العزاري أخل لآل سيف من أمهم فأضمروا آل سيف المذكورين الشر لإبراهيم فلما كان بعد أربعة أشهر ابتدروه وهو في مجلسه آل سيف ومن انتسب إلى الدين في ضرمة فقتلوه هو وابنيه هبدان وسلطان وكان وقت خروج نساء الثلاثة الأولين من العدة دخول نساء تلك الثلاثة في العدة فنعوذ بالله من غضبه وولى عبد العزيز في ضرمة عبد الله بن عبد الرحمن الريدي وفيها سارة عبد العزيز رحمه الله تعالى بجيشه إلى بلد الزلفي فأخذ عليهم أغنامه ورجع سالما غانما حاشية كثر في كلام المؤلف إلحاق علامة الجمع بالفعل المذكور فاعله وذلك مثل قوله هنا وفيها سارة أهل الدرعية وهذه لغة مرجوحة مهجورة وتعرف عند النحات بلغة أكلوني البراغين واللغة الصحيحة المستعملة هي تجريد الفعل من علامة الجمع إذا ذكر فاعله فيقال سارة أهل الدرعية فيوحد الفعل مع ذكر الفاعل ولولا المحافظة على الأصل والنص لتتبعنا كل ما ورد في كلام المؤلف من إلحاق علامة الجمع بالفعل المذكور فاعله وأصلحناه انتهت الحاشية ثم دخلت سنة خمس وستو وماء وعل كان فيها خصف سموه رجعان شيتة وفيها اجتمع أهل سدير وأهل منيخ والزلفي وأهل الوشم والضفير كبيرهم فيصل بن سويت ونازلوا الرغبة وأخذوها ونهبوا ما فيها وفيها قتل علي بن علي وولده سند رئيس بلد العودة من سدير قتلهم عبد الله بن سلطان بن عمهم وفيها توفي الشيخ العلامة محمد حياة السندي المدني حاشية هو أستاذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أخذ عنه في المدينة كما تقدمت الإشارة إليه انتهت الحاشية كان له اليد الطولة في معرفة الحديث وأهله ومحبتهم وصنف فيه مصنفا سماه تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وله مصنفات غيرها رأيت له مصنفا عجيبا شرحا على الأربعين النوية سماه تحفة المحبين في شرح الأربعين أخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ عبد الله بن سالم البصري صاحب الأنداد في علو الأسناد وآخذ عنه جماعة جلهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه والشيخ على الدين السوري وغيرهم وفيها ساروا أهل الدرعية والعينة وما حولهم وأميرهم مشارب معمر وقصدوا الخرج حاشية الخرج مجموعة قرى ذات نخيل وزروع وهذه القرى هي الدلم وانعجان وزميقة واليمامة والهياثن والسلمية والسيح وانتيقة وقاعدة هذه القرى المذكورة الدلم والخرج بلاد غزيرة المياه فيها عدة عيون ولكنها غير جارية لأنها منخفضة عن ظاهر الأرض ويستخرج الآن معها بالمواتير وقد كان للخرج ماضي زراع عظيم فقد كان قديما تصدر القمح إلى مكة كما في قصة ثمامة ابن أثال الحنفي وتقع الخرج عن الرياض جنوبا شرقا وتبعد مسافتها نحو 82 كيلو مترا وقد جاء ذكرها في شعر جريد ابن الخطفي التميم بصيغة المدح بقوله يا حب ذا الخرج بين الدام فالأدمي فالرمث من برقة الروحان فالغرفي انتهت الحاشية واخذوا أغنام أهل الدلم ورجعوا بها وطلبوهم ولحقوهم الطلب في عفجة الحاير المعروفة وقتل المسلمون من الطلب عدة رجال ورجعوا وفيها سار المسلمون إلى فريق بدو يقال له دهيمان فاخذوهم أجمعين وقتل من المسلمين اثنان علي بن عثمان بن ريس عمران بن جري وفيها قام أناس من رؤساء أهل بلد حريملا وقاضيهم سليمان بن عبد الوهاب في نقض عهد المسلمين ومحاربتهم واجمعوا على ذلك فعزلوا أميرهم محمد بن عبد الله بن بارك واخرجوه من البلد فخرج منها ومعه عدوان بن بارك ومبارك ابنه وعثمان بن عبد الله أخو الأمير علي بن حسن وناصر بن جديع وغيرهم فقدموا الدرعية فلما كان بعد أيام قليلة أرسلوا قبيلة الأمير المذكور وهم الذين في البلد من آل حمد فقالوا أقدموا علينا ونقوم في نصرتكم ولا ينالكم مكروه فقدموا عليهم فلما أحست بهم قبيلة المعروفة في البلد بآل راشد اجتمعوا عليهم بأهل حريملا وحصروهم في البيت الذي تأهلوا فيه فقتلوا الأمير وقتل معه ثمانية غيره وهرب منهم مبارك بن عدوان إلى الدرعية ثم بعد ذلك سعى أهل حريملا في أهبة الحرب بالبناء على البلد وغيره وفيها ساروا جلوية بلد برما بأهل الجنوب والوشم وسدير ونازلوا برما أياما ونصبوا عليها السلالم وقتل من أهل سدير والوشم ومن تبعهم ثلاثون رجلا ومن أهل الجنوب عشرون رجلا منهم حمد بن عثمان الهزاني ثم دخلت السنة السادسة والستون وفيها صار على أهل حريملا من الإمام محمد بن سعود مقاتلات وسرايا ووقعات وأمير الجيش عبد العزيز بن محمد وقائد السرايا مبارك بن عدوان وفيها نقض أهل منفوحة العهد وحارب المسلمين وفيها غدر المهاشير القبيلة المعروفة في بني خالد في سليمان آل محمد رئيس الاحسى وبني خالد فانهزم إلى بلد الخرج ومات فيه في تلك السنة وتولى عريعر في بني خالد فلما تولى قتل زعير بن عثمان بن غرير ثم بعد ذلك غدر حماده في عريعر وأجلاه فصار في جلاج البلد المعروفة في سدير فتواعد أناس من بني خالد على حماده وأرادوا أن يفتكوا به فانهزم إلى الشمال وأرسلوا إلى عريعر فاستولى على الإحسى وبني خالد ومن حولهم وفيها وقعت السبلة وهو موضع معروف بين بلد الزلف والدهنة وهذه الوقعة على الضفير من بني خالد وذلك أن بني خالد ساروا إليهم وقائدهم عبدالله بن تركي بن محمد بن حسين آل حميد فواقعوهم وصارت على الضفير هزيمة وأخذوا عليهم نعما كثيرة وقيل أنها بعد دخول السابعة ثم دخلت السنة السابعة والستون وماعة وألف وفيها ضجر الدهام بن دواس من الحرب بينه وبين المسلمين وطلب من الإمام محمد بن سعود المهادنة وبذل له خيلا وسلاحا وأن يقيم شرائع الإسلام في بلده وطلب منه أن يرسل إليهم معلما يحقق لهم معرفة التوحيد فأرسل الشيخ إليهم عيسى بن جاسم وفيها كان مقتل السيائرة في ظرمى المعروفون بآل سيف وهم صقر وأخوته جار الله غيث عثمان وذلك أن الأمير محمد بن عبد الله الذي هو من قبيلة عبد الرحمن المسمين بالشيوخ الذين قتلوهم آل سيف قام عليهم هو واهل الدين الذين في البلد وكان آل سيف بعد قتلهم الشيوخ أعجبوا بأنفسهم واحتقروا الراعي والرعية واحتقروا أهل الدين الذين يشاروا إليهم في البلد ومقتوهم فكثرت فيهم البنون وذكروا عنهم أن لهم يدم مع الأعداء وموالاة لهم من أهل الحريق أو الحريق وغيرهم وأنهم غير مأمونين من حدث ورفعوا أمرهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى وقالوا إن هؤلاء لا يؤمنون من فتك في الدين واستدناء عدو وأنهم إن عقبوا بالجلاء أضروا بالبلد وأهلها وسطوا بالأعداء فيها فقال الشيخ والإمام نحن جاهلون حالهم فإن كنتم تحققتم منهم شيئا فانضوا فيهم بعلمكم فمضوا عليهم وقتلوهم صبرا ثم دخلت السنة الثامنة والستون وماء وألف وفيها في آخر شهر المحرم وقعت الغفيل وهو رجل في قصر من قصور بلد ضرماء المعروفة وذلك أن صاحب هذا القصر أرسل إلى إبراهيم بن سليمان رئيس ترمدا فبعث إليه جيشا وخيلا من أهل ثرمدا وأهل بلد مرات ركائبهم خمس وثلاثون مردوفات وكان أمير ضرماء قد أحس بأمر الغفيلية المذكور فأرسل إلى محمد بن سعود يستنجده ويستحطه فجمع من لديه من أهل الدرعية والعينة فعجل السير إلى القصر ونهض معه أمير ضرماء وجماعته فوافى ورودهم القصر ورود جيش أهل ثرمدا فجعل محمد بن عبد الله أمير ضرماء الإمداد الذي معه كمينا في قصب الدرة ثم خرجوا عليهم فانهزم جيش صاحب ثرمدا وقتل منهم نحو ستين رجلا حاشية كذا في الأصل ورواية بن غنام نحو سبعين انتهت الحاشية ولم ينجح منهم إلا من أردفته القيالة وأسر منهم أناس منهم عبد الكريم بن زامن رئيس بلد ثيتيا حاشية أثيثيا قرية من قرى الوشم قرب ثرمدا وأهل نجد ينطقون بها بعض الأحيان أثيثيا انتهت الحاشية وفي هذه السنة فتحت حريم لا عنوة وذلك أن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى سار إليها في نحو الثمان ماءة ومعه من الخيل عشرون فرسة فلما قرب عبد العزيز منها أناخ في شرقي البلد ليلا وكمنا في موضعين فصار عبد العزيز ومعه عدة من الشجعان في الشعيب المسمى بشعيب عواجة والكمين الثاني مع مبارك بن عدوان فيما أتي رجل في الموضع المسمى بالجزيع فلما أصبح الصباح شنت عليهم الغارة فخرجت عليها أفزاع البلد فانهزمت الغارة ورمت شيئا مما فوق الركاب ليطمعوا فيه أهل البلد فناشبوهم القتال ثم خرج عليهم الكمين الأول فثبتوا له فلما خرج عليهم الكمين الثاني ولوا من هزمين وكان الكمين قد حال بينهم وبين البلد فتفرقوا في الشعاب والجبال إلا من لم يخرج من البلد فقتل منهم نحو ماءة رجل وانصرف عبد العزيز بعد ذلك قافلا يريد وطنه فعزم محمد بن عبد الله أمير الغرماء وأهل بلده بجيشهم قيل أنه ثلاثة عشر مطية ودخلوا البلاد وقصدوا مجلس البلد الذي في وسطها المسمى بالحويش وأناخوا فيه ونادوا بالأمان في البلد وبعثوا إلى عبد العزيز من يبشره بالفتح فرجع عبد العزيز واستولى على جميع البلد ونادى فيها بالأمان لأهلها إلا من كان قد أحدث حدثا من قبيلة آر راشد أو غيرهم وصارت دورها ونخيلها غنيمة للمسلمين واستعمل فيها مبارك بن عدوان أميرا وممن قتل ذلك اليوم من أعيان البلد في تلك الوقع أخو منيس محمد بن حمد بن محمد بن سليمان وحسن بن عبد الرحمن وابراهيم بن خالد وابراهيم بن عبد الوهاب بن عبد الله وغيرهم وهرب سليمان بن عبد الوهاب حاشية سليمان هو أخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمه وأبيه وكان سليمان في بادي الأمر مناوئا لأخيه الشيخ محمد ومعارضا لدعوة التوحيد حسدا وعداء وظلما وقد ألف رسالة يعارض فيها دعوة التوحيد ويرد فيها على أخيه الشيخ وقد وضع لها أعداء التوحيد دحلان وغيره عنوانا وسموها الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية وطبعت بهذا العنوان وقد رأيت هذه الرسالة مطبوعة قال الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن عن سليمان وعن هذه الرسالة ما نصه وقد رأيت له رسالة يعترض فيها على الشيخ وتأملتها فإذا هي رسالة جاهل بالعلم والصناعة مزجل للتحصيل والبضاعة لا يدري ما طحاها ولا يحسن الاستدلال بذلك على من فطرها وسواها ثم قال الشيخ عبداللطيف رحمه الله ما نصه وقد من الله وقت تسويد هذا بالوقوف على رسالة لسليمان فيها البشارة برجوعه عن مذهبه الأول وأنه قد استبان له التوحيد والإيمان وندم على ما فرط منه من الضلال وهذا نصها من سليمان بن عبدالوهاب إلى الأخوان أحمد بن محمد التوجري وأحمد ومحمد أبنى عثمان بن شبانة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قال بعد كلام طويل والمأمول منا أن نقدم لله ونجاهد مع الحق أكثر مما جاهدنا مع الباطل وأن يكون ذلك لله وحده لا شريك له لما سواه وساق الرسالة بكاملها قد عم سليمان الدرعية على أخيه الشيخ محمد بن عبدالوهاب سنة 1190 وأقام بها إلى أن توفي بعد وفاة أخيه الشيخ وسيأتي ذكر قدومه وذكر وفاته في هذا الكتاب إن شاء الله انتهت الحاشية وهرب سليمان بن عبدالوهاب ماشيا ووصل إلى سدير سالمة وقتل من الغزو نحو الثمانية وذلك يوم الجمعة لسبع خلت من جماد الأخير وفيها حارب دهام بن دواس الحرب الثاني ونقض عهد المسلمين وتظاهر على الحرب هو محمد بن فارس رئيس منفوحة وهاجر من منفوحة أناس كثير إلى الدرعية وفيها اجتمع دهام بن دواس وبن فارس صاحب منفوحة وابراهيم بن سليمان رئيس فرمدة بأهل الوشم ومعهم أناس من أهل سدير وهل فادق وجلوية حراملة فلما وصلوا نزلوا ناحية البلد ودخلوا الحسيان المنزلة المعروفة على البلد فنهض إليهم أمير البلد مبارك بن عدوان فيمن معه وقاتلهم فقتل من قوم مبارك ثمانية عشر رجلا وأرسل إلى محمد بن سعود يستنجده ويستحده فأتته الأفزاع حاشية الأفزاع جنب فزعة وهي المدد بالمقاتلة من الرجال انتهت الحاشية فأتته الأفزاع منه فخرج أكثرهم من البلد وهرب واحتضن باقيهم في الدار المعروفة بيت بن ناصر من بيوت الحسيان فقاموا فيه خمسة أيام وخرج من خرج منهم بالليل وقتل من قتل وكان ممن خرج فسلم ساري بن يحيا رئيس فلد ثادق ثم دعم بارك الباقين فقتل منهم ستة رجال وأسر منهم أناس وأخذ منهم الفداء وجميع من قتل من أولئك الأحزاب ستون رجلا وهذه الوقعة معروفة باسمها وقعة الدار وذلك في ذي القعدة من السنة المذكورة ثم دخلت السنة التاسعة والستون وماء وألف وفيها وفد أهل القويعية على الشيخ محمد وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ورؤسى هذا الوفد ناصر بن جماز العريفي حاشية العرافة من بني خالد ورؤسى هذا الوفد ناصر بن جماز العريفي بفتح العين وكسر المهملتين وسعود بن حمد وناصر وفيها سارة عبد العزيز إلى بلد منفوحة وجرى بينهم وقعت وقتل فيها من أهل منفوحة علي أبا الماسح وفي هذه السنة أنزل الله الغيث واسمي وكثرت السيول والخصف ورخصت الأسعار وسميت هذه السنة سنة مطرب ثم دخلت السنة السبعون وماء وألف وفيها وقعت رشيا وهو حاجز للسيل عند بلد منفوحة وذلك أن عبد العزيز رحمه الله تعالى سار إليها بالمسلمين ودخلوا دور بعض البلاد ثم أخذوا في هدم ذلك الحاجز المعروف برشيا المعد لحجز السيل ففزع عليهم بن دواس بأهل الرياض فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل من أهل الرياض ثلاثة رجال وقتل من المسلمين نحو العشرة وفيها كانت وقعة القرائم البلد المعروف في ناحية الوشم وذلك أن أهل شقرة كانوا عهل سابقة في الدين وبدلوا أموالهم وأنفسهم في نصر الإسلام والمسلمين وكانوا هم أول من بايع الشيخ محمد ومحمد بن سعود فعظم وطأتهم على أهل الوشم واشتد بهم الأمر وصاروا أيضا ملجعا لطوارف المسلمين وغزاتهم فلما اشتد الأمر على أهل الوشم أرسلوا إلى أهل سدير ومنيخ حاشية منيخ ناحية من نواحي سدير وكثيرا ما يذكرها المؤرخ في هذا الكتاب ونحن اليوم لم نسمع بها ولا ندري هل اممحى رسمها أم تغير اسمها انتهت الحاشية فسار إليهم منهم عدد كثير وحشدوا معهم أهل الوشم فساروا إلى شقرى ونازلوها ووقع بينهم قتالا خرجوا عليهم أهل البلد وآخروا منهم فرسا وشيئا من ركابهم فبلغ ذلك محمد بن سعود فركب إليهم ابنه عبد العزيز في من معه من الجنود وأرسل إلى شقرى يخبرهم بذلك وواعدوهم وكمن كمينا وقال لهم اخرجوا إليهم وناشبوهم القتال فلما التحم القتال بينهم خرج عليهم الكمين فولوا من هزمين إلى بلد القرائن فقتل منهم في تلك الهزيمة نحو سبعة عشر رجل منهم حمد المعيبي من أهل بلد حرمة المعروفة في منيخ ومانع الكبودي وسويد بن زايد من أهل بلد جلاجل وفيها ركب بن فايز المليح يسبيع غازيا بجيش معه على طوارف المسلمين فالتقى بغزو لعبد العزيز بن محمد بن سعود فقتل غزو بن فايز المذكور وأخذ بن فايز أسيرا ففدى نفسه من عبد العزيز بقم سماعة أحمر حاشية أحمر نقض ذهبي كان يتعامل به أهل نجد في ذلك الزمان وغيرهم انتهت الحاشية وذلك في أرض الحسيق أرب بلد حرملة واصفرة وفيها كانت وقعت باب القبلي في الرياض وذلك أن عبد العزيز سار غازيا من الدرعية بجميع من معه من المسلمين فنزل الباب القبلي ورتب الكمين بالليل فلما أصبح النهار ناشبوا أهل الرياض القتال ونهض عليهم أهل البلد فلما التحم القتال خرج عليهم الكمين فقتل من أهل الرياض ثمانية رجال منهم كنعان الفريد وصالح بن عران وقتل من المسلمين عبد الله بن نوح وفيها سار محمد بن عبد الله أمير بلد ضرمى بمن معه غازيا إلى ناحية الوشم فصادفه في طريقه غزو لصمده من الضفير كثير فانهزم محمد بن عبد الله وأسر الغزو منهم رجالا فافتدوا منهم وفيها سار عبد العزيز بأهل الدرعية وجميع المسلمين وقصد ناحية الوشم ونازل أهل بلد شيقر فحصل بينهم قتال قتل فيه من أهل البلد أربعة رجال وفيها سار عبد العزيز رحمه الله تعالى غازيا بجميع المسلمين وقصد ناحية بلد ثابق ونازلهم وحاصرهم ووقع بينهم قتال وقطع شيئا من نخيلهم فأقام على ذلك أياما وقتل من أهل البلد ثمانية رجال وقتل من المسلمين ثمانية رجال منهم محمد بن تغيثر ومحمد بن مانع ثم أن أهل تادق طلبوا المصالحة فظهروا على عبد العزيز وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة واستعمل عليهم أميرا دخيل بن عبد الله بن سويلم ووفدوا معه على الشيخ محمد بن سعود فلما أرادوا أن يرحلوا من الدرعية طلب أهل فادق أن يرسلوا معهم من يقرر لهم التوحيد وأصول الإسلام فبعث الشيخ معهم محمد بن سويلم من أهل الدرعية وفيها سار عبد العزيز رحمه الله تعالى بمن معه من المسلمين وقصد ناحية سدير ونازل أهل بلد جلاجل ووقع بينهم قتال في الموضع المعروف بالعميري شمال البلد وقتل بينهم رجال وحصل جراحات ثم أن عبد العزيز رحل من البلد وأناخف السدير وأرسل إلى قضاتهم وهم حمد بن غنام قاضي بلد الروضة ومحمد بن عظيب قاضي بلد الداخلة وابراهيم بن حمد المنقور قاضي بلد الحوطة وأمرهم يرحلون معه لمواجهة الشيخ فرحلوا معه ثم أن عبد العزيز أناق في بلد العودة وأرسل إلى رجلين من رؤسائها وهم عثمان بن سعدون ومنصور بن حمد ورحل بهما إلى الدرعية وذلك خوفا من منازعتهما لأمير العودة عبد الله بن سلطان فلما وصل الدرعية واستقر بها طلب عبد الله المذكور من الشيخ ومحمد بن سعود التخلي عنهما وأن يرجع إلى بلدهما فلما رجع وقام في البلد مدة يسيرة وثبى على عبد الله الأمير فقتلوه هو وقتلوا معه عبد الله بن حمد ومزيد بن سعيد وتولى في البلد بن سعدون المذكور وجاهر بعداوة المسلمين ومتع فيها عشر سنين وصار له شهرة حتى قتل على ما سيأتي وفيها سار عبد العزيز إلى الرياض وحصل مناوشة قتال وقتل زيد الصمعر ثم رجع وفيها جلى فوزان بن ماضي عن الروضة وتولى فيها خيه عمير بن جاسر ثم دخلت السنة الحادية والسبعون بعد الماء والألف وفيها وقعت البطيحة في ثرمدة وهي نخل معروف فيها وذلك أن عبد العزيز رحمه الله تعالى سار غازيا بالمسلمين إلى ناحية الوشب فأناف بالليل قرب بلد ترمدة ورتب له كمينا في وادي الجمل موضع معروف ونقبوا نقبا على ذلك النخل المذكور ودخل فيه بعض المقاتلة فأحس بهم رجل من حرس أهل البلد فأخبر ابراهيم بن سليمان رئيسها فحشد بجماعته تلك الليلة وجعلهم فرقتين فرقة عدوا على من في النخل وفرقة رصدوا خارج النقب فمن خرج قتلوا فقتل من المسلمين في تلك الوقعة نحو ثلاثين رجلا منهم عيسى بن الدهلان ومحمد بن عبد الرحمن وقتل من أهل ثرمدة ثمانية منهم عبد المحسن بن ابراهيم وابراهيم بن سليمان وفيها غزى عبد العزيز سدير واستولى على الحوطة والجنوبية بالأمان وفيها كانت وقعت أم العصافير في الرياض وذلك أن عبد العزيز سار إلى الرياض في رمضان والتقى الفريقين في ذلك الموضع فاقتتلوا فقتل من أهل الرياض تركي بن دواس وبن فريان والجبري وفيها وقعت البنية الثانية في الرياض وذلك أن عبد العزيز سار إليه بجميع المسلمين فحصل قتال مناوشة قتل من أهل الرياض اثنيان بن بيريك إغلام الزرعات وقتل من المسلمين راشد بن غانم وحميد بن قاسم ثم أن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمر في رجوعه من تلك الغزو ببناء قصر الغزوانة حاشية كذا في الأصل ورواية بن غنام الغذوانة وهي الأصح لأن الغذوانة لا تزال معروفة تحمل اسمها إلى اليوم انتهت الحاشية وهو موضع معروف غربي الرياض في بطن الوادي يريد أن يضيق به على أهل الرياض ويكون رداء للمسلمين فأقاموا في بنائه سبعة أيام وفي رجوعهم من تلك الغزو عزل مبارك بن عدوان حاشية مبارك بن عدوان هذا من آل مبارك رؤساء بلد حريملا وليس هو من آل عدوان العزاعيز الذين هم من تميم والذين منهم الشيخ عبد الرحمن بن عدوان المعروف تلميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن انتهت الحاشية عن أمارة حريملا واستعمل الشيخ عليها محمد بن حمد بن ناصر بن عدوان وذلك أن مبارك بن عدوان بعد فتح حريملا وتوليه فيها أعجب بنفسه واحتقر المسلمين بحيث أنه يأتيه الأمر في بعض الأحيان من محمد بن سعود ولا ينفذه وخاف الشيخ محمد أن يحدث منه على الإسلام حادثة فلما رجعوا من تلك الغزو قال له خد من نخيل حريملا ما تريد واجلس عندنا ولك الحشمة والوقار وخراجك علينا فأظهر لهم القبول فلما تجهز أهل حريملا وأميرهم بالرجوع إلى بلدهم قال مبارك للشيخ أريد أن أسلم على أختي في أم صوي وأم صوي نخل معروف أعلى بلد العينة في بطن الوادي الحمد الطويل صهر مبارك فلما دخل على أهل ذلك النخل أخذ فرشهم من حيث لا يعلمون بأمره فقصد عليها بلد حريملا يريد أن يصل إليها قبل أحمد بن ناصر ومن معه فلما دخل البلد علم به أهل حصنها وهم حسن بن عبدالله بن عيدان ومن كان معه فأغلقوا باب الحصن فأمر مبارك بضرب الطب في وسط مجلسها المسمى بالحوي واجتمع عليها أناس من قبيلته وعوانه فلما علموا أن الحصن ضبط خافوا أن تأتي الأفزاع من الدرعية فتفرقوا عنه وتركوه ففر هاربا من البلد وهرب معه من جاهر بالقيام معه وممن هرب معه مزيد بن أحمد بن عمر القاضي حاشية مزيد خطأ وصوابه مربد بكسر الميم وفتح الباء وهو مربد بن أحمد بن عمر التميمي قاضي حريملا وهو الذي سافر إلى صنع اليمن في شهر صفر سنة 1170 وزور على الشيخ محمد بن عبد الوهاب لدى علماء صنعا ما زور من الكذب والإفتراء والبهتان ثم رجع من صنعا في شوال 1170 هجرية فقتل كما ذكره المؤلف هنا انتهت الحاشية وصار مهربه معه إلى بلد الغبا فأمسكه أميرها علي الجريسي وقتله وأما مبارك فإنه قصد بلد الصفرة ومنها سار إلى بلد المجمعة عند حمد بن عثمان رئيسها وطلب منه النصرة وكذلك طلب النصرة من آل مدلج أهل حرمة وأهل استير وبعثوا إلى أهل الوشم يستنجدونهم وقام معهم إبراهيم صاحب ثرمدة وغيره من أهل الوشم سوى شقرى وساروا معهم بشوكتهم فقاصدين حريملا وأنزلوا ما أن يزرع فيه معروف يقال له الفقير بضم الفاء طرب بلد الرغبة وقاموا عليه أياما حائرين يديرون رأيهم ثم أنهم جبنوا عن المسير لحريملا وذلك أن عبد العزيز لما سمع بمسيرهم سار بجمعه ونزل حريملا فلما دخلهم الجمن والفشل عنها عدلوا إلى الرغبة وحاصروا علي الجريسي في قلعته هو وأصحابه وصرموا نخيلهم وهو الجو المعروف وقتل راضي ابن عبيكة وكان أغلب العرينات أهل العباه جيرانهم في المنازل الأخرى من الرغبة المسمات بالحزن قد خذلوا الجريسي وجماعته ولا أعانوهم بشيء ولا تعرض انبارك والأحزاب الذين معهم لنخيله ثم أنهم ارتحلوا عنهم ورجعوا إلى أوطانهم فسار عبد العزيز رحمه الله تعالى من حريملا إلى الرغبة فلما نزلها هدم منازل أهل الحزم وصرم نخيلهم وعطاها الجريسي وأهل حلته وذلك لأنهم سريرة مع العدو ويحبون زوال الجريسي على يد غيرهم لما عجزوا عن إزالته ثم دخلت السنة الثانية والسبعون بعد الماء والألب وفيها سارع ريعر بن دجين قائد الأحساء ونواحيه وأعرابه بأهل الأحساء وجميع بني خالد واستنفر أهل الوشم وسدير ومناخ وأهل بلدان الخرج وأهل الرياض وغيرهم فاجتمع بجمع عظيم هائل ونزل بلد الجبيلة أياما ووقع بينه وبين أهلها وأهل الدرعية عدة وقائع وقتل منه عدة قتلى ولم يحصل على طائد وكان هذا الأحزاب قد تطاولت إليه الأعناق وشمر الباطل فيه عن ساق ونقضت لأجله العود ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الجحود فنكس عقبه على فشل وكل من نقض عهد المسلمين صار على وجل فأرسل أهل فادق والمحمل وطلبوا من الشيخ محمد العفو وأن يعطوهم نكالا من ثمرة الزرع والتمر فقبلوا منهم واستعمل عليهم ساري بيحيى بن عبدالله بن سويل ثم غزى عبدالعزيز إلى بلد القصر وضيق عليهم فصالحوه بثلاث ماء أحمر وبايعوا على الإسلام ثم دخلت السنة الثالثة والسبعون بعد الماء والألف وفيها غزى عبدالعزيز إلى الخرج فأوقع بأهل الدلم وقتل من أهلها ثمانية رجال ونهبوا بها دكاكين فيها أموان ثم غاروا على أهل بلد عجان وقتلوا عودة بن علي ورجع إلى وطنه ثم بعد أيام سار عبدالعزيز بجيوشه إلى بلد ترمدة وقتل من أهلها أربعة رجال وأصيب من الغزو أمبارك بالمزروع ثم إن عبدالعزيز كر راجعا وقصد الدلم والخرج فقاتل أهلها وقتل من فزعهم سبعة رجال وغانم عليهم إبلا كثيرة ثم أنه كر راجعا إلى الوشم فقصد بلد شيقر فجعل له كمينا وناوشهم القتال ففزعوا عليه ثم خرج عليهم الكميم فانهزموا إلى البلد وقتل منهم في هزيمتهم عشرون رجلا وفيها عزل محمد بن سعود بن شاري بن معمر عن إمارة العينة واستعمل عليها سلطان بن محسن المعمري وسار الشيخ رحمه الله تعالى إلى العينة فأمر بهادم قصر بن معمر فهدم وفيها غزى عبدالعزيز منفوحة وأشعل في زروعها النار وفيها سار عبدالعزيز بجميع رعاياه وصبح آل عسكر من الضفير على الثرمانية وهي ماء معروف قرب بلد رغبة وأخذ كثيرا من حللهم وغنم منهم إبلا كثيرة وقتل من الأعراب عشرة رجال وفيها غزى عبدالعزيز إلى الوشم فصادف في طريقه خمسة عشر رجلا من أهل فرمدا فهربوا والتجوا إلى الحريك البلدة المعروفة تحت الضلع قلب بلد القصب وتزبنوا أهلها المعروفين بآل يوسف فطلبهم منهم عبدالعزيز ليقتلهم فأبوا وافتدوهم منه بألف أحمر وخمس ماية أحمر ثم دخلت السنة الرابعة والسبعون بعد الماء والألف وفيها سارى عبدالعزيز رحمه الله تعالى إلى جهة سدير فأوقع بأهل الروضة وقتل من أهلها خمسة رجال وفيها غزى عبدالعزيز الرياض ووقع قتال بينه وبينهم وقتل من أهل الرياض تسعة رجال منهم فهد ابن دواس كسرت رجله فأقام أربعين يوما ثم مات وقتل من الغزل ستة رجال وفيها غزى عبدالعزيز منفوحة وجرى بينهم قتال وقتل عدة رجال وفيها أغار عبدالعزيز على بن فياض وعرضه المعروفين بن بطه من سبيع وأخذهم بالموضع المعروف بالعت بين سدير والمحمل وقتل منهم عشرة رجال منهم القروي وأولاده وغانم عليهم المسلمين من العبل نحو ثمانين دود وأثاثهم وأمتعتهم وفيها أيضا سار عبدالعزيز على الرياض فصبحهم ليلة العيد فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل من أهل الرياض حمد بن سوداء وعبدالرحمن الحريص أو الحريص وأبا المحية أو المحية وغيرهم وقتل من الغزو أخزام بن عبيد وعثمان بن مجلي وفي هذه السنة مات مبارك بن عدوان في المجمعة بعلة الفالج ثم دخلت السنة الخامسة والسبعون بعد الماء والألف وفيها غزى عبدالعزيز منفوحة وحصل بينهم وقعة قتل فيها من أهلها سعد بن محمد بن فارس وشبيب الصنان وفيها سار عبدالعزيز إلى الخرج وصبح أهل بلد عجان وقتل من أهلها سبعة رجال وقطع بعض النخيل ثم سار إلى الوشم فصبح أهل بلد مرات فوقع بينهم قتال وقتل فيه عدة رجال وفيها أيضا سار إلى الوشم فصبح أهل بلد الفزعة وقتل من أهلها عدة رجال وبعد ذلك بأيام وفدوا على الشيخ محمد ورئيسهم منصور بن حمد بن براهيم بن حسين وأخذ منهما على بلده وجماعته وبايع أهل الفزعة على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وحاربوا أهل شيقر سبع سنين لم يقر الحرب بينهم فيها حتى استولى منصور وجماعته على بروج شيقر الجنوبية التي تل الفزعة الطالعية ودخلوا بسبب ذلك في الطاعة والجماعة وسيأتي دخولهم وفيها سار من الدرعية عدوة وقصدت أهل الرياض يريدون حرس أهل مقرم الذين يدورون في الليل فأوقعوا بهم فقتلوا من الضرب ثلاثة رجال وأصابوا شعلان بن دواز حاشية الضرب بفتح الضاد هم الذين يمشون في الأسواق لحفظ الأمن وهم نوع من العسة انتهت الحاشية فقتلوا من الضرب ثلاثة رجال وأصابوا شعلان بن دواز وقتل من العدوى عبد الرحمن المشهوري وحمد بن سليمان القاضي وفيها سار عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الوشم وجرت وقعة العلاوة وقتل فيها خمس وعشرين رجلا وأظن هذه الوقعة في بلد شيغر وفيها بنية الحليلة وهو البرج المعروف عند الفزعة بناها أهل منصور رؤساء أهل الفزعة وأهل شقرة ليضيقوا به على أهل شيغر ويكونوا رداء لبلدهم وفيها وقع حياء كثير سيول أرجعان وحدث في البلدان وباء شديد سمي أبا دمغة مات فيه خلق كثير وممن مات فيه قاضي أهل حرمة عبد الله المميس حاشية عبد الله المميس هذا من وهبة تميم وهو من أشد المعارضين لدعوة الإصلاح والتوحيد ومن هذا من المناوئين للشيخ محمد بن عبد الوهاب والمعادين انتهت الحاشية والفقيه في المجمعة حمد بن محمد بن شبانة وعبد الله بن سحيم الكاتب المشهور والقاضي في سدير إبراهيم بن الشيخ حمد المنقور وأتى البلدان دبا حاشية دبا صغار الجراد المتولد منه انتهت الحاشية وأتى البلدان دبا كثير أكل التمار وفيها أخذوا أهل شجرة وثيته والقراين قافلة في الفزق المعروف قرب الوشم وقتلوا منهم رجالا كثيرا ثم دخلت السنة السابسة والسبعون بعد الماعة والألف وفيها سارة عبد العزيز رحمه الله تعالى غازيا إلى الرياض وحصل بينهم قتل من أهل الرياض رجاله وقتل من المسلمين ادهمش بن سحيم وغزى أيضا إلى الرياض فقتل بينهم رجال منهم إشريان ابن شوق اسمه ما نأكد في تاريخ بن غنام زاد بن غنام قتيل الرابع سماهم بيريك بن بارك من أهل الرياض وفيها عدد هام بن دواس على الدرعية فخرجوا إليه ووقع بينهم قتال واخذوا أهل الدرعية منهم أربع من الخيل وبعض الركاب وقتل من شجعان أهل الرياض علي القروي وسعدهم زابع وبمشوط وغيرهم نحو عشرين رجلا وفيها سارة عبدالعزيز رحمه الله تعالى بالجيوش المنصورة إلى الأحسى وأناخ بالموضع المعروف بالمطريفي أو المطرفي في الأحسى وقتل منهم رجالا كثيرا نحو السبعين رجلا وأخذوا أموالا كثيرة ثم غار على المبرز فقتل من أهلها رجالا ثم ظهر من الأحسى راجعا فلما وصل العرمة وافق قافلة لأهل الرياض وأهل حرمة معها عموالا فأخذ أهل الرياض وترك أهل السدير لأجل هدنة بينه وبينهم وفيها نقض أهل تيثيها العهد وحاربوا المسلمين وقتلوا عبدالكريم بن زامل وفيها غزى عبدالعزيز إسبيع في الموضع المسمى بسيح الدبول وأخذ عليهم نحو مائتي بعير ثم دخلت السنة السابعة والسبعون بعد الماء والألف وفيها أرسل أدهام بن دواسل الشيخ محمد بن سعود وبايعهما على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وساق ألفي أحمر نكالا وفيها سار عبدالعزيز رحمه الله تعالى إلى جلاجل من بلدان السدير وقاطعوا منه نخيلا وحصل بينهم قتال وهزموا ففزع البلد وقتلوا من أهلها نحو عشرة رجال ثم أنه طاح عليهم سويد أمير جلاجل وجميع أهل السدير وبايعوا على دين الله ورسوله وقتل من المسلمين في تلك الغزو فرحان التمامي وصالح بن محمد ثم أن عبدالعزيز رحل من سدير راجعا فلما وصل إلى بلد الغضة أخبر بغزو من العجمان قد أخذوا فريقا من سبيع فجد في طلبهم حتى أدركهم بموضع قذلة بين بلد القوائية والنفوذ فأحاط بهم فقتل منهم خمسين رجلا منهم ابن طهيمان وقتل من المجاذمة عشرون رجلا وأسر منهم نحو الماء والخيل نحو أربعين فرسا وكانت هذه الوقعة هي سبب مسير أهل نجران كما سيأتي إن شاء الله تعالى ثم دخلت السنة الثامنة والسبعون بعد الماء والألف وفيها كانت الوقعة المشهورة على حماد المديهيم ومن معه من السعيد الضفير سار إليهم عبد العزيز رحمه الله تعالى ومعه غزو أهل الرياض مع الدواس ابن دهام فأغار عليهم وهم على جراب ماء معروف بين سدير والدهنة فاستأصل جميع أموالهم وقتل منهم نحو الثلاثين رجلا وقتل على الغزو رجال منهم المغيلين واركاب الغزو لا تزيد على الماء والثلاثين وفي هذه السنة في ربيع الآخر كانت وقعة الحائر المشهورة المسمى وقعة النجرانيين والحائر هو الماء المعروف بحائر اسبيع بين الخرج والرياض وسبب ذلك أن العجمان لما قتل منهم من قتل وأسر من أسر كما ذكرنا قبل جدوا في المسير إلى نجران لأخذ التار واستنفاذ الأسرى فأتوا إلى صاحب نجران المسمى بالسيد حسن ابن هبت الله فشكوا له ولسائر قبائلهم المعروفين بالوعل وسائر يام واستنجدوهم واستصرخوهم على المسير معهم على المسلمين فأجابوهم إلى ذلك فأقبل منهم جموع عظيمة فوصلوا الحائر المذكور وحصروا أهله ومن كان عندهم من المسلمين فلما تحقق عبد العزيز خبرهم استنفر إليهم جميع المسلمين فسار إليهم وهم على الحائر فوقع بينهم قتال شديد فأراد الله الكسرة على جموع المسلمين فولوا منهزمين فقتل منهم أهل نجران نحو خمسماية رجل وأسروا أسرى كثيرة وحزر من حضر تلك الوقعة أن الذي قتل من أهل الدرعية السبعة وسبعون رجلا ومن أهل منفوحة السبعون رجلا ومن أهل الرياض خمسون ومن أهل عرقة الثلاثة وعشرون رجلا ومن أهل العيين الثمانية وعشرون رجلا ومن أهل حريملا ست عشر رجلا ومن أهل برما أربعة رجال ومن أهل ثادق رجل واحد ومع المسلمين بدوا وغيرهم من أهل الحائر سبيع ويذكر أن الذي ضبط من الأسرى مائتان وعشرون وذكر لي أن عبد العزيز لما دخل ومن معه على الشيخ رحمه الله تعالى من مجيئه من هذه الوقعة لم يبادرهم إلا بقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلموا الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحصوا الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم ثم إن الشيخ محمد بن سعود أرسلوا إلى فيصل بن سهيل شيخ الضفير وأرسلوه إلى صاحب نجران وقد وصل ناحية الرياض فاسترضوه وأطلقوا له الأسرى الذين عندهم من العجمان وأطلقه وأسرى المسلمين ورجع إلى وطنه وكان صاحب نجران قد وعد ريعر يوافيه بجيوشه وجنوده فاستفزع ريعر جميع بني خالد وجميع أهل نجد سوى العارض وشقر وضرما وسار بكيده وجنوده قاصدا الدرعية وثنى الله عزم صاحب نجران فأخلف الميعاد ورحله وقومه ورجعوا إلى أوطانهم وسار عريعر وجميع من معه فنزل على الدرعية عند سمحان والزلال وهما موضعان معروفان خارج الدرعية فقام عليها نحوا من عشرين يوما يقاتلهم ومعه المدافع والقنابر وأبطل الله تعالى كيده ودخله الفشل هو وجنوده فرحلوا عنها صاغرين وقتل من قومه أكثر من أربعين وقتل من أهل الدرعية نحو من اثني عشر رجل وفي آخر هذه السنة قتل محمد بن فارس شيخ منفوحة وابن عبد المحسن قتلوهم أولاد زامل بن فارس احداث السنة التاسعة والسبعين بعد مئة وألف ووفاة الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى احداث السنة السابعة والثمانين بعد مئة وألف من الهجرة وفاة الإمام محمد بن سعود رحمه الله ثم دخلت السنة التاسعة والسبعون بعد الماء والألف وفيها توفي الإمام الرئيس والمجاهد في الدين بالعرمرم الخميس محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن مراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانا أسكنه الله تعالى جنته وافاض عليه سوابغ رحمته حاشية وقف المؤلف رحمه الله على ما بعد مانع فنقول هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن مراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة بن مريد من قبيلة عنزة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان تولى الدرعية سنة 1139 وتوفي في هذه السنة سنة 1179 كما ذكر المؤلف هنا فتكون مدة ولايته أربعين سنة وقد أنجب أربعة أبناء هم فيصل وسعود الذان استشهد في غارة دهام بن دواس على الدرعية سنة 1160 والإمام عبد العزيز وعبد الله والد الإمام تركي فرحم الله الإمام محمد بن سعود ورضي عنه وأرضاه وجعل جنة الخلد نزله ومأواه فلقد ناصر الإسلام وحمل علم الحق ورفع راية التوحيد والدين فأخذ يغزو أنصار الشرك وحمات الباطل من الوثنيين 21 سنة فمن تنى له عزم ولا اعتراه سأم ولا ضع ولا استكان فأعز الله به الإسلام وحمى به الدين وأظهر به دعوة التوحيد وقد تعاقب أحفاده من بعده على نصرة الإسلام وحماية الدين إلى هذا اليوم وقام بهذا الأمر من بعد من مضى بنوهم وقد ساروا على منهج الرشد انتهت الحاشية وكان ولي العهد بعده ابنه عبد العزيز فكان إمام المسلمين وفيها حارب ادهام بن دواس وارتد ونقض عهد المسلمين وثار الحرب الثالث الذي قتلت فيه الرجال وتضاربت فيه الأبطال إلى أن صارت الدائرة على أهل البغي والضلال وفيها سار ادهام وزيد بن زامل رئيس الدلم وعدوا على الصبيخات حاشية الصبيخات تعرف اليوم بالصبيخة وهي أنخيل منفوحة انتهت الحاشية وعدوا على الصبيخات في منفوحة وأخذوا سوانيها فخرجوا عليه أهل منفوحة فاقتتلوا فقتل من الجميع نحو العشرة وهذه الوقعة هي التي تار بها الحرب وفيها غزى عبد العزيز إلى الرياض وضبط بعض ضروجه فاستفزع ادهام اسبع فأتوه فاقتتلوا فاقتل من الغز رجال ثم رجعوا وفيها غزى عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى فرقانا من اسبع كثيرا منهم آل شليا وغيرهم وهم في العرمة فصبحهم فيها وأخذ منهم عموالا كثيرة وفيها أتى برد بإسكان الراء شديد أذهب الزرع والثمار وفيها جرت وقعة العدوة وهي أن ستين رجلا من أهل الدرعية عدوا على الرياض فأنذر عنهم ابن دواس فخرج عليهم بخيله ورجله وقتل منهم عدة رجال وفيها غزى عبد العزيز الرياض فقتل من أهلها ستة رجال وفيها قتل عبيان بن عبيان من النواصر واثنان من بني قتلوهم أهل شقرة ثم دخلت سنة الثمانين بعد الماء والألف وفيها وقعة الصحن وهو موضع معروف خارج بلد ترمدة وذلك أن عبد العزيز رحمه الله تعالى سار غازيا إلى بلد ترمدة فلما وصلها جعل له كمينة وغارة على البلد فخرجوا عليه فلما التحم القتال خرج عليهم الكمين فانهزم أهل البلد وقتل منهم نحو من عشرين منهم راشد وحمد أبنى إبراهيم بن سليمان وإمام أهل البلد محمد بن عيد وقتل من الغزو نحو ذلك منهم فواز التمامي وبن غدير وفي رجوع عبد العزيز صادف في طريقه غزوا لابن دواس فقتل منهم رجالا منهم حسين بن قار المعلومي وفي شوال هذه السنة غزى عبد العزيز الرياض فقتل من أهلها نحو أربعة رجال وقتل من الغزو مرشد بن حصين أو بن حصين ثم دخلت السنة الحادية والثمانون بعد الماء والألف وفيها غزى هذلول بن فيصل بجميع المسلمين حاشية هذلول بن فيصل هذا يمكن والله أعلم أن يكون حفيدا للإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن وأن والده هو فيصل بن محمد بن سعود الذي قتل مع أخيه سعود في إغارة دهام بن دواس على الدرعية سنة 1160 هجرية وليس لهذلول هذا اليوم عق وأما آل هذلول الموجودون اليوم وهما الأمير سعود بن هذلول أمير بريدة وأخوه فيصل المتوفي قبل عشر سنوات وأبناؤهما فهم من ذرية ثنيان بن سعود أخي محمد بن سعود فإن والدهما هذلول بن ناصر بن فيصل بن ناصر بن عبدالله بن ثنيان بن سعود ابن محمد بن مقرن انتهت الحاشية وفيها غزاه ذلول ابن فيصل بجميع المسلمين وهو أمير الغزو ومعه سعود بن عبدالعزيز وهي أول غزوة غزاه سعود وتوجه إلى بلد العودة المعروفة في سدير ومع الغزو آل سلطان رؤساء أهل العودة وغيرهم من جلوية العودة الذين أجلاهم بن سعدون مماليهم منصور بن عبدالله بن حمد وأناس معه في البلد على البطش ببن سعدون ومن تبعه فلما وصلوا العودة جعلوا كمينا في غربي البلاد وأغاروا عليها من شرقيها فخرج أهل البلد جميعا من شرقيها ولم يبقى عند بن سعدون إلا رجلان أو ثلاثة فخرج منصور ومن معه وأدخلوا الكمين في وسط البلد فدخل بن سعدون القصر وأغلق الباب فنقبوا عليه من خلف القصر وقتلوه وكان منصور بن حمد قد طلب من عبدالعزيز أنه إذا أدخلهم البلد يكون هو أميرها فاستقرت له الإمارة واستعمله عبدالعزيز عليها عميرا واستقر عنده الذين نصروا وأعانوه من آل سلطان الذين سطوا في البلد ثم أنه بعد ذلك أجلاهم إلى المحمل فانتقلوا عنه وفيها دخلوا أهل الوشم وأهل السدير في الدين وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وساق سويد شيخ جلاج الخمس من الخيل نكالا وأهل العبطار ثلاثمائة أحمر وفيها مات إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن إبراهيم بن خنيفر العنقري أمير ثرمدة وذلك بعدما بايع الشيخ وعبدالعزيز وفد عليهم وفيها غزى عبدالله بن محمد بن سعود مطير فإذا هم قد أنذروا واستعدوا فقتلوا من الغزو رجالا منهم دوخي صبيحي وبالربية وفيها غزى عبدالعزيز الرياض ونزل المشيقيق المعروف فيه وقتل من أهلها ستة رجال منهم ناصر بن عبدالله ومحمد بن حسن وفيها غزى عبدالعزيز على فرقان من أعراب اليمن وهم على المريع الماء المعروف غربي نفود السر فأخذهم ثم رجع وفيها غزى عبدالعزيز الرياض فقتل من أهلها خمسة رجال وأربع من الخيل وقتل من الغزو عشرة رجال منهم بارك بن سبيت وزيد بن سعيد وبرشيدان ثم وقعت تسمى وقعت باب الثميري قتل فيها بين الفريقين رجال وهذه السنة هي أول القحطة المعروفة المشهور بسوقة غارت فيها الآبار وغلت الأسعار ومات كثير من الناس جوعا وعطشا وجلا أكثر الناس في هذه السنة والتي تليها إلى الزبير والبصرة والكويت وغيرهم ولكن في آخر الثانية التي بعد هذه السنة نزل الحياة واسمي وصار على منيخ وغالب البلدان رجعان ولم يزرعوا بالقيض وذلك بسبب الدبع المعروف في الجنوب كلما زرعوا قطع الزرع وصار البر في هذا الوقت والذره يباع المدام بمحمدية والتمر الوزن في محمدية ثم دخلت السنة الثانية والثمانون بعد الماء والألف وفيها غزى سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الزلف وقتل منهم ثلاثة رجال وهذه الغزوة هي أول غزوة قاد الجيوش فيها إلى القتال وصار سردالا للفرسان والأبطال حاشية سردال معناها سردار وهو باللغة التركية القائد العام وقرنت له السعادة والإقبال وفيها سار عبد العزيز غازيا إلى سبيع وهم على الحائر المعروف فأخذ عليهم إبلا كثيرة وأغناما وأمتعة وفيها سار سعود ساعده الله تعالى غازيا وقصد الأعراب المعروفين بآل مرة ومعهم غيرهم وهم على الماء المعروف وقنا في ناحية الجنوب فلما التحم القتال فإذا الأفساع قد أتت من الأعراب حولهم كثيرة فوقعت هزيمة على المسلمين وقتل منهم نحو العشرة رجال منهم ناصر بن عثمان بن معمر وعلي الفصام وفوزان بن ناصر المدلجي وفيها سار سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بجموع المسلمين إلى ناحية القصيم وذلك أن حمود الدريبي رئيس بلد بريدة أرسل إلى عبد العزيز أن يبعث الجيوش إلى ناحيتهم ويكون عونا لهم وناصر فلما أتى إليه مسعود بالجنود نزل باب شارخ من عنيزة وفزعوا عليه فالتحم القتال بينهم وقتل من أهل عنيزة ثمانة رجال ومنهم عبد الله بن حمد بن زامل وقتل من الغزو رجال وفيها توفي الأمير العالم العلامة فريد عصره في قطره عالم صنعة وأديبها الشيخ المحقق بمحمد بن سماعيل رحمه الله تعالى حاشية قال الإمام محمد بن علي الشوكاني في البدر الطالع في ترجمته للإمام محمد بن سماعيل الصنعاني ما نصه هو السيد محمد بن سماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني ولد سنة 1059 هجرية بكحلان ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعة عاصمة اليمن فأخذ عن علمائها ثم رحل إلى مكة وقرأ الحديث على عكابر علمائها وعلماء المدينة المنورة وبرع في العلوم المختلفة حتى برز أقرانه وتفرد بالرئاسة العلمية في صنعة وأظهر الإجتهاد والوقوف ما الأدلة ونفر من التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية وجرت له مع أهل عصره محن وخطوب شأن كل مصلح يدعو إلى الحق وقد حفظه الله من كيدهم وكفاه شرهم وقد ولاه الإمام المصرور من أئمة اليمن الخطابة بجامع صنعا واستمر ناشرا للعلم تدريسا وإفتاءا وتصنيفا وكان لا يخشى في الحق لوم تلائم ولا يبالي بما يصيبه في سبيله شأن الذين أخلصوا دينهم لله وآثروا مرضاته على مرضات الناس وقد التف حوله كثيرون من الخاصة والعامة وقرأوا عليه كتب الحديث وعملوا باجتهاده وأعلنوا ذلك في الناس فكانت فتن أظهرهم الله عليها وله مصنفات حافلة منها سبل السلام اختصره من البدر التمام للمغربي وأضاف إليه زيادات قيمة أكبرت شأن الكتاب ومنها منحة الغفار جعلها حاشية على ضوء النهار للجلال ومنها شرح التنقيح في علوم الحديث ومنها العدة حتى بها شرح العمدة لابن دقيق العيد وله شعر فصيح منسجم أكثره في المباحث العلمية والتوجع من أبناء عصره والرد عليهم وبالجملة فهو من الأئمة المجددين لمعالم هذا الدين الصادعين فيه بصريح الحق توفي ثالث شعبان سنة 1183 هجرية عن ما أهوى 23 سنة انتهى نقول له ديوان شعر يقع في 300 صفحة طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني وقد رأيت منه نسخة مخطوطة بمكتبة في مكة المكرمة وأما حاشية العمدة فهي العدة حاشية على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق وهي تقع في أربع مجلدات يبلغ المجلد 500 صفحة ذكر في آخر المجلد الرابع أنه فرغ من تعليفها في أول يوم من شهر صفر سنة 1170 هجرية وقد طبعت هذه الحاشية مرتين المرة الأولى سنة 1379 هجرية والأخرى بعد هذه الطبعة لكننا لا نعرف تاريخ سنة طبعها انتهت الحاشية وأديبها الشيخ المحقق محمد بن سماعير رحمه الله تعالى وكان ذا معرفة في العلوم الأصلية والفرعية صنف عدة كتب في الرد على المشركين المعتقدين في الأشجار والأحجار والرد على أهل وحدة الوجود وغير ذلك من الكتب النافعة له كتاب شرح بلوغ المرام في الحديث لابن حجر العسقلاني وكتاب تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد وكتاب في الرد على أهل وحدة الوجود وله مصنفات غير ذلك عديدة لا يحضرني الآن معرفتها وله ديوان شعف ولما بلغه ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما دعا إليه من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتب إليه قصيدة يمدحه فيها على القيام بالتوحيد وإقامة شرائع الإسلام ويذكر ما عليه الناس من الجهل والضلال والتبرك بالقبور والأشجار والأحجار ويذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم ويمدح أهل الحديث ويذم البدع وأهلها وذكر أهل وحدة الوجود وأنهم أكثر أهل الأرض وهي قصيدة نحو سبعين بيتا ولولا خشية الإطالة لأوردتها ولكن نأتي منها بقدر الحاجة قال رحمه الله تعالى مطلع القصيدة سلامي على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي وقد صدرت من سفح صنعا ثق الحيا رباها وحياها بقهقهة الرعد سرت من أسير ينشد الريح إن سرت ألا يا صبى نجد متى هجت من نجدي يذكرني مسراك نجدا وأهله لقد زادني مسراك وجدا على وجدي قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشدي محمد الهادي لسنة أحمدي فيا حب ذا الهادي ويا حب ذا المهتدي لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا وردي وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل ياذى عن الرد وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على حسب الأدلة في النقد وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر أركان الشريعة جاهدا مشاهد ظل الناس فيها عن الرشدي أعادوا بها معنا سواع ومثله يعوق وود بئس ذلك من ودي وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي وكم طائف حول القبور مقبل وملتمس الأركان منهن بالأيدي إلى أن قال فيها رحمه الله تعالى في تحريق الشيخ للدلائل حاشية الدلائل هي دلائل الخيرات وهو كتاب مملوء بالغلو ومجاوز الحد وحرق عمدا للدلائل دفترا أصاب ففيها ما يجل عن العد غلو نهى عنه الرسول وبدعة بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي أحاديث لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فليسا إن رجعت إلى النقد وصيرها الجهال للذكر ضرة ترى درسها أزكى لديهم من الحمد لقد سرني ما جاءني من طريقة وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي إلى أن قال في أهل وحدة الوجود وأكفر أهل الأرض من قال إنه إله فإن الله جل عن الندي مسمي لكل الكائنات جميعها من الكلب والخنزير والقرد والفهدي وإن عذاب النار عذب لأهلها سواء عذاب النار أو جنة القلد وعباد عجل السامري على هدى ولائمهم في اللوم ليس على رشدي تناشدنا عنه نصوص فصوصه تنادي خذو في النظم مكنون ما عندي وكنت امرؤا من جند إبليس فارتما بي الدهر حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أدركت بعده دقائق كفر ليس يدركها بادي وكم من ضلال في الفتوحات صدقت به فرقة أضحت ألد من اللدي يلودون عند العجز بالذوق ليتهم يذوقون طعم الحق فالحق كالشهد فنسألهم ما الذوق قالوا مناله عزيز فلا بالرسم يدرك والحد تسترهم بالكشف والذوق مشعر بأنهم عن مطلب الحق في بعد ومن يطلب الإنصاف يدلي بحجة ويرجع أحيانا ويهدي ويستهدي وهيهات كل في الديانة تابع أباه كأن الحق بالعب والجد وقد قال هذا قبلهم كل مشرك فهل قد حوى هذه العقيدة من زندي كذا هكذا أهل الكتاب تتابعوا على مذهب الأسلاف فردا على فردي والذي يليق هذه القصيدة عند ترجمة الشيخ محمد لأنها قيلت فيه ولأجله ولكن ذكرتها في ترجمة صاحبها لأنه ليس له شعرة كبيرة في أوطاننا فجعلتها علامة له والشيخ رحمه الله تعالى شمس فضائله شارقة في الأقطار عالية مكارمه على كل منار ومن وقف على مصنفات صاحب هذه الترجمة علم فضله ونور علمه وليس لي معرفة في من أخذ عنه العلم ولا من أخذ منه رحمه الله تعالى وله من أبيات فوالله ما في هذه الدار لدة سوى العلم إن وافقت في العلم من يهدي فذاك الذي لو كنت يوما وجدته ظفرت بما أهوى وجدت بما عندي كأن إذا ما مجلس العلم ضمنا نكون على التحقيق في جنة القلدي الغزوات ثم دخلت السنة الثالثة والثمانون بعد الماء والألف وفيها سار عبد العزيز رحمه الله تعالى غازيا بمن معه من جيوش المسلمين وقصد ناحية ستير وأمر على أهل المحمل وأهل ستير واستنفروهم وساروا معه دولا يمشون ونزل على بلد المجمعة بالموضع المعروف بالمكنس شمال البلد ووقع بينه وبين أهلها قتال قتل من أهلها رجال منهم رئيس البلد حمد بن عثمان ثم رحل عبد العزيز منها وسار إلى جهة القصيم ونازل أهل بلد الهلالية المعروفة فأخذها عنوة وقتل منهم عدة رجال ووفد عليه أكثر وأهل القصيم وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ثم رحل من القصيم ورجع إلى وطنه وفي هذه السنة وقع وباء ومرض وفيها سار عبد العزيز من الدرعية بمن معه من المسلمين إلى الرياض فوافق خيلا لدهام بن دواس قد أخذوا إبلا من بواد سبيع وأقبلوا بها فوقع بينهم قتالا قتل من قوم بن دواس أربعة رجال منهم مطرود الفريد وابن المرابع وقتل من غزو المسلمين رجال وفيها سار عسكر من بغداد سيره وزيره عمر باشا مع بكر بيك إلى المنتفق فوقع بينهم قتالا قتل عبد الله بيك وجلا عبد الله بن محمد آل مانع رئيس المنتفق إلى بني خالد وتولى فيهم فضل وفيها وقع اختلاف وحرب بين مساعد الشريف وبين آل بركات في مكة ولم يدركوا آل بركات أمرا وصارت الغلبة لمساعد المذكور ثم دخلت السنة الرابعة والثمانون بعد الماء والألف وفيها مات شريف مكة مساعد بن سعيد بن زيد بن محسن وتولى أخوه أحمد بن سعيد فلما قدم مكة أبو الدهب محمد بيك نائب وزير مصر علي بيه ومعه العساكر أجلى أحمد الشريف المذكور وخرب بيت السعادة في مكة وولى فيه أحسين بركات وخلف عنده عسكرا فلما رجع أبو الدهب من مكة صال أحمد على حسين المذكور فقتله وقتل كثير من العسكر واستولى على مكة ثم لما وصل أبو الدهب بالحاج والعساكر إلى مصر وإذا العزل قد أتى من السلطان مصطفى بن أحمد لعلي بيه صاحب مصر والأمر لأبي الدهب بمحاربته إن امتنع وإخراجه فحاربه في مصر حربا شديدا ثم هرب علي بيه المذكور إلى عكة وفيها سطى آل أبي عليان حاشية آل أبو عليان وراشد الدريبي كلهم أبناء عم بني سعد من تميم انتهت الحاشية وفيها سطى آل أبي عليان أهل بلد بريده على راشد الدريبي رئيس بلد بريده من ناحية القصيم وأخرجوه منها واستولوا عليها وفيها سار عبد العزيز غازيا بالمسلمين وقصد بوادي المحمرة من الضفير فواقعهم وحصل بينهم بعض القتال فقتل منهم رجالا واخذ منهم غنائم وفيها سار عبد العزيز أيضا غازيا وقصد الحائر المعروف بحائر اسبيع بين الخرج والرياض فنازل أهله وحاصرهم وقطع بعض نخيله ثم أذعنوا وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وفيها مات العالم القاضي في ناحية القصيم صالح بن عبد الله وكان له معرفة في الفقه أخذه عن عدة مشاعر منهم الشيخ الفقيح عبد الله بن أحمد بن عظيب الناصري الحنبلي وعبد الله بن براهيم بن سيف والد صاحب العذب الفائض في علم الفرائض واخذ عنه الفقه جماعة منهم العالم الفرضي محمد بن علي بن سلوم وأحمد بن شبانة وغيرهم ثم دخلت السنة القامسة والثمانون بعد الماع والألف وفيها سار عبد العزيز من الدرعية غازيا يريد منيخ فلما وصل إلى بلد حريملا ذكر له غزو لآل ابويحي رؤساء الضفير في غيانة الموضع المعروف بين حريملا وسدوس فكر راجعا وقصدهم فجمع الله بينهم وحصل بينهم قتال وقتل عبد العزيز عليهم عدة رجال منهم وهق بن فيار وفيها سار عبد العزيز إلى الرياض فواقع أهله وقتل عليهم ستة رجال منهم عقيل بن زايد وفيها أيضا سار عبد العزيز إلى الرياض فلما بلغ عرقه البلد المعروف أسفل الدرعية وافق بن دواس عاديا عليها بخيل وجيش فلما رأوا جيوش عبد العزيز انهزموا فحث السير في أثرهم فعثر فرس دواس بن دهام في صفات الظهرة التي بين عرقه وبين الفوارة فأمسكه المسلمون وقتله عبد العزيز ثم قتل أخاه سعدون بن دهام وقتل معهما في تلك الهزيمة نحو عشرين رجلا وفيها بعد أيام سار عبد العزيز بجيشه إلى الرياض فحصل قتال أتل بينهم عدة رجال وفي هذه السنة أرسل الشيخ وعبد العزيز إلى والي مكة أحمد بن سعيد الشريف هدايا وكان قد كاتبهم وطالب منهم أن يرسلوا فقيها عالما من جماعتهم يبين له حقيقة ما يدعون إليه من الدين فأرسل إليه عبد العزيز بن عبد الله الحصين حاشية ذكر الشيخ حسين بن غنام في تاريخه طبعة المدني بمصر صفحة مية وواحد وثلاثين أن الشيخ محمد وعبد العزيز بن سعود أرسل مع عبد العزيز الحصين رسالة للشريف واردها ابن غنام في تاريخه في صفحة مية واثنين وثلاثين ونحن نوردها للفائدة والتاريخ وهذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم المعروض لديك أدام الله فضل نعمته عليك حضرة الشريف أحمد بن الشريف السعيد أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد التقلين إن الكتاب لما وصل إلى القادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وأداوة من خرج عنها وهذا هو الواجب على ولاة الأمور ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر وهو باصل إليكم ويحضر في مجلس الشريف أعزه الله تعالى هو وعلماء مكة فإن اجتمعوا فالحمد لله على ذلك وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة والواجب على كل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله تعالى لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العظيم فإذا كان الله سبحانه قد أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته فكيف بنا يا أمته فلابد من الإيمان به ولابد من نصرته لا يكفي أحدهما عن الآخر وحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم وشرفهم على أهل الأرض به وحق أهل البيت بذلك من كان من دريته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك يعلم الشريف أعزه الله أن غلمانك من جملة القدام ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته ثم ذكر الشيخ حسين بن غنام بعد الرسالة ما نصه فلما وصل الشيخ عبد العزيز الحصين نزل على الشريف الملقب بالفعل واجتمع هو وبعض علماء مكة عندهم وهم يحيى بن صالح الحنفي وعبد الوهاب بن حسن التركي مفتي السلطانة وعبد الغني بن هلال وتفاوضوا في ثلاث مسائل وقعت المناظرة فيها الأول ما نسب إلينا من التفكير بالعموم والثانية هدم القباب التي على القبور والثالثة إنكار دعوة الصالحين للشفاعة فذكر لهم الشيخ عبد العزيز أن نسبة التفكير بالعموم إلينا زور وبهتان علينا وأما هدم القباب التي على القبور فهو الحق والصواب كما هو وارد في كثير من الكتب وليس لدى العلماء فيه شك وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغافة بهم في النوازل فقد نص عليه الأعمة العلماء وقرروا أنه من الشرك الذي فعله الخدامة ولا يجادل في جوازه إلا كل ملحد أو جاهل فأحفروا كتب الحنابلة فوجدوا أن الأمر على ما ذكر فاقتنعوا واعترفوا بأن هذا دين الله وقالوا هذا مذهب الإمام العظم وانصرف عنهم الشيخ عبد العزيز مبجلا معزدا انتهت الحاشية ثم دخلت السنة السادسة والثمانون بعد الماء والألف وفيها سار عبد العزيز رحمه الله تعالى بجيشه المنصور وأغار على آلح بيش من بواد العجمان فأخذ عليهم إبلا كثيرة وقتل منهم عدة رجال وفيها سار عبد العزيز إلى الرياض فأغار على أغنامهم وأخذها وحصل بينهم قتال وقتل من أهل الرياض سبعة رجال منهم مرخان بن فريان وعبد الله الساري وفيها أيضا غزاء عبد العزيز إلى الرياض فقتل من أهلها رجالا منهم مرزوق المطيري ومحمد بن فايز وقتل من المسلمين علي بن محمد أمير غرمى وفيها تحاربوا آل مساعد وعمهم أحمد الشريف مكة وأجلوا أحمد المذكور من مكة وتولى فيها سرور بن مساعد وفيها تنازلوا بوادي الجنوب وبوادي بن خالد في العرمة وقتلوا منهم بن خالد قتلى كثيرة وفيها في رمضان توفي الشيخ أحمد بن مانع واثنيان بن سعود رحمهم الله تعالى ثم دخلت السنة السابعة والثمانون بعد الماء والألف وفيها سار عبد العزيز بالجنود المنصورة وقصد الرياض ونازل أهلها عياما عديدة وضيق عليهم واستولى على بعض بروجهم وهدمها المسلمون وهدموا المرقب وقتل على أهلها رجالا كثيرا وقتل من غزو المسلمين نحو 12 رجلا منهم عقيل بن صير وبن حفيقان وذلك في شهر صفر فلما انتصف ربيع الثاني تجهز عبد العزيز بمن معه من جيوش المسلمين غازيا إلى الرياض وخرج من الدرعية فلما قرض من بلد عرقه وإذا البشير قد أقبل من الرياض فأخبره بأن دهام بن دواس خرج من الرياض هاربا حاشية الرياض تعرف عند المتقدمين بحجر اليمامة بفتح الحاء وإسكان الجيم وأول من اتخذها من آل سعود عاصمة لملكهم الإمام ترك بن عبد الله سنة 1240 هجرية انتهت الحاشية فحتى عبد العزيز السير إليها فقدمها بعد العصر فإذا هي خالية من أهلها إلا قليل وإذا دهام قد ألقى الله في قلبه الرعب فخرج منه في النهار بحرسه وعياله وأعوانه وهذا شيء حدث عليه في يومه ذلك ولم يكن اعتقده ولا هم به ولا خاف من أهل بلده خيانة بل كلهم صادقون معه ولا حصل عليه تضيق يلجئه إلى ذلك والحرب بينه وبين المسلمين سجال له وعليه ولكن الله سبحانه جعلها آية لمن افتكر وعبرة لمن اعتبر قيل إنه قام فزعا مرعوبا وركب خيله ونجائبه وحمل عليها نساءه وعياله وأهل الرياض لا يعلمون ولا بمثل ذلك يظنون فلما ظهر من قصره قال يا أهل الرياض إن هنا لي مدة سنين أحارب بن سعود والآن سئمت من الحرب وتركتها له فمن أراد أن يتبعني فليفعل وإلا فليجلس مكانه في البلد ففر أهل الرياض في ساقته الرجال والنساء والأطفال لا يلوي أحدا على أحد أربوا على وجوههم إلى البرية في السهبا قاص دين الخرج وذلك في فصل الصيف فهلك منهم خلق كثير جوعا وعطشا دكر لي أن الرجل من أهل الرياض يأخذ الغرب ويجعل فيه ماء ويحمله على ظهره والغرب لا يمسك ماء والإبل عنده ولا يركبها وتركوها خاوية على عروشها الطعام واللحم في قدوره والسواني واقفة في المناحي وأبواب المنازل لم تغلق وفي البلد من الأموال ما لا يحصر فلما دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلها إلا قليلا فساروا في أثرهم يقتلون ويغنمون ثم إن عبد العزيز جعل في البيوت ضباطا يحفظون ما فيها وحاز جميع ما في البلد من الأموال والسلاح والطعام والأمتاع وغير ذلك وملك بيوتها ونخيلها إلا قليلها وممن قتل في تلك الوقع عبد المحسن بن شاخص وصالح المشهوري وبراك بن حميدان ومحمد بن سليمان وكان قد أقام هذا الحرب نحوا من سبع وعشرين سنة وذكر أن القتلى بينهم في هذه المدة نحو أربعة آلاف رجل الذين من أهل الرياض ألفان وثلاث ماء ومن المسلمين ألف وسبع ماء وصارت هذه الواقعة يضرب بها المثل بعد ذلك في نجد وغيرها فيقال لكل من فعل حماقة تليق نسبتها إليك خروج من نخل أو بيت أو بيعهما أو بيع سلعة لغير ضرورة أو من تحول من بلده إلى بلد غيرها هذا مثل ظهور دهام بن دواس من الرياض وفي هذه السنة وقع الطاعون العظيم في بغداد والبصرة ونواحيها ولم يبق من أهل البصرة ونواحيهما إلا القليل وذكروا أنه مات فيه منهم ثلاث ماء وخمسون علفا ومات من أهل السبير نحو ستة آلاف أحداث السنة الثامنة والثمانين بعد مائة وألف إلى السنة التاسعة والتسعين بعد مائة وألف من الهجرة ثم دخلت السنة الثامنة والثمانون بعد المائة والألف وفيها سارع ريعر بن جين قائد الأحسى وبني خالد إلى ناحية القصيم فنازل بلد بريدة وحاصرها فأخذها عنوة ونهبها ثم ارتحل منها ونزل الخابية الموضع المعروف قرب بلد النبقية وماه جموع كثيرة من بني خالد وغيرهم من البوادي فكاتبه أناس من بلدان نجد واشتدت وطأته وخافه الناس واستعد للمسير إلى الدرعية وغيرها من البلدان فعاجله أمر الله سبحانه في موضعه ذلك في الخابية المذكورة ومات وذلك في شهر ربيع بعد مرتحل من بريدة بنحو شهر وتولى بعده في تلك الجموع والجنود ابنه ابطين فقام بالأمر وفرق خزائن أبيه في طلب إتمام الأمر الذي هم به أبوه فلم يستقم له حال وأعجزه الله تعالى ثم أنه تسلط عليه أخوه سعدون ودجين فاغتالوه وخنقوه في وسط البيت وتولى بعده دجين فلم يلبث إلا مدة يسيرة حتى مات قيل إن سعدون سمه ثم استولى سعدون بن عريعر المذكور على الأحساء وبني خالد وكان خنق سعدون ودجين أخاهم ابطين المذكور بعدما وصل الأحساء وفيها سار سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى غازيا إلى بلد الدلم في ناحية الخرج فاغار عليهم وأخذ عليهم غنما وقتل من أهلها نحو من عشرة رجال وقتل من المسلمين عوض بن ديم وراشد بن مطيع ثم أن سعودا بعث سريع إلى بلد الزلفي واستعمل عليهم أميرا عدامة بن سويري من بن حسين فرافقوا غزوا لأهل الزلفي خارجا من البلد فحصل بينهم قتال قتل فيه رجال وفيها بايعوا أهل منيخ ومحمد برشيد الهزاني صاحب حريق نعام العبد العزيز والشيخ على دين الله ورسوله والسمع والطاعة حاشية رشيد الهزاني نسبة إلى الهزازنة والهزازنة من الجلسة موائل وقد استولوا على نعام والحريق بفتح الحاء سنة ألف واربعين من الهجرة أخذوه من القواورة من سبيع والذي بنى الحريق وغرسه رشيد بن مسعود بن سعد بن سعدان بن فاضل الهزاني الجلاسي انتهت الحاشية وفيها غزى محمد بن جماز مير شقرة وناحية الوشم بأهل الوشم فصادفه بطير رئيس بن خالد وذلك قبل أن يقتل ومعه جرور بن خالد من الجيوش والخيالة فوقع بينه وبين ذلك الغزو مقاتلة فقتل غالب غزو أهل الوشم وذلك قريب بلد النبقية البلد المعروف في ناحية الوشم ثم دخلت السنة التاسعة والثمانون بعد الماء والألف وفيها غزى عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى بالجيوش إلى ناحية الخرج فأغار على أهل طبيعه القرية المعروفة في الخرج وأخذ بعض سوارحهم وقتل من أهلها اثني عشر رجلا وقطع بعض نخيل البلد وبعض زروعهم وفيها حاصر العجم البصرة سار إليها كريم خان الزندي بكثير من الجنود والعساكر فحاصرها واستمر الحصار لها سنه نص سنة ومتسلمها يومئذ من جهة سليمان باشا ومعه فيها توين بن عبد الله آل شبيب رئيس المنتفق ومعه جماعة من المنتفق والعرب فلما كان سنة تسعين استال العجم على البصرة صلحا ثم غدروا في أهلها ونهبوها وسبوا كثيرا من أهلها وساروا منها إلى بلد الزبير ونهبوه ودمروه وسبوا ما وجدوا من الولدان وتركوه خاليا وأهله ما بين منهزم وقتيل ثم أن العجم رحلوا منها ورجعوا إلى أوطانهم وأخذوا معهم سليمان باشا وثويني المذكورين رهائن ورجعوا معهم بكثير من الأولاد إلى أوطانهم وبعد ذلك أرسلوا أكثر السبي إلى أهلهم وفيها قام زيد بن زامل صاحب بلد الدلم وحويل الوداعين الدوسري صاحب وادي الدواسر وغيرهم من رعسى أهل الجنوب وبذلوا لأهل نجران مالا معلوما كثيرا على أنه يسير لحرب المسلمين وذلك لما عهدوا منه قبل ذلك في وقعة الحائر المتقدمة فأقبلوا أهل نجران وجميع قبائل يام ومعهم الدواسر أهل الوادي وغيرهم قاصدين العارب وسار معهم أهل الخرج ومن حولهم فأقبلت تلك الجموع ونزلوا الحائر المعروف بحائر اسبيع وقاطعوا منه نخيلا وجرى بينهم وبين أهله قتال فقتل أهل الحائر على النجارين نحو أربعين رجلا ثم صالحوهم ورحلوا عنهم وساروا إلى بلد ضرمة فنزلوا عليها وحاصروها فقاتلوهم أشد القتال ودخلوا ناحية نخيلها فذبت أهل البلد لقتالهم ونصرهم الله عليهم فقتلوا من النجارين وأتباعهم في النخيل ثم أخرجوهم منها وخذلهم الله سبحانه وتعالى وارتحلوا راجعين إلى أوطانهم وتفرقت بوادي العجمان بعدها ولا قام لهم قائمة وفيها سار سعود بن عبد العزيز بالجيوش المنصورة وقصد ناحية القصيم ونازل أهل بلد بريدا وحاصرهم وبنى قريبا منها قصرا وجعل فيه جندا مرابطين واستعمل عليهم أميرا عبد الله بن حسن من رؤسى آل بي عليان أهل بريدا فلما أضر بهم الحصار طلب رئيس البلد الأمان فأمنه واستولى على البلد وفيها عصى أهل الحسى على رئيسهم سعدون بن عريع ومن معه من بني خالد وهموا بالامتناء منهم فطردوهم فلما كان في سنة تسعين أقبل عليهم بنو خالد فخرج عليهم أهل الأحسى وحصل بينهم قتال قارج البلد وقتل من أهل الأحسى نحو عشرين رجلا ثم انهزم أهل الأحسى وتخاذلوا فطلبوا الأمان من سعدون فأمنهم ودخل البلد وقتل عدة رجال من كبارهم وفيها قدم زيد بن مشاري بن زامل صاحب الدلم وافدا على الشيخ وعبد العزيز وبايع على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ثم دخلت السنة التسعون بعد الماء والألف وفيها وفد أهل بلد الزلفي وأهل منيخ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى ومعهم أخ الشيخ سليمان بن عبد الوهاب أرسل إليه الشيخ وعبد العزيز وأمراه بالقدوم إلى الدرعية فقدمها وسكنها بأهله وعياله فقام بما ينوبه من النفقة حتى توفاه الله رحمه الله تعالى وفيها قتل فوزان بن محمد أمير انتيقة المعروفة في بلد الدلم وكان من ضنائن أهل الدين قتله زيد بن زامل أمير الدلم ونقض عهد المسلمين فحشد إليه عبد العزيز رحمه الله تعالى بجنود المسلمين فحصروا في بلده أشد الحصار فخرج من البلد هاربا فأرسل أهلها إلى عبد العزيز وصالحوه وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة واستولى عليها واستعمل فيها أميرا سليمان بن عفيصان وفيها قدم صاحب اليمام حسن البجادي وافدا على الشيخ عبد العزيز ومعه رؤساء بلده وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ورجعوا إلى بلدهم فلما كان بعد أيام قلائل نكثوا العهد وحاربوا المسلمين وذلك بممالات من أناس من أهل الدلم فأرسلوا إلى زيد بن زامل ودخل البلد وهرب منها بن عفيصان ومن كان معه فيها من المرابطة واستولى زيد على البلد وقام في الحرب وتظاهر عليه هو وعال بجاد وكان قبل ذلك قد توجهوا على سعود بالنساء وهو محاصرهم ومضيق عليهم واستولى على بلد السلمية وأمسك محمد البجادي وولده فرده سعود فيها لذلك فلما خان أهل الدلم وقدمها زيد تظاهروا على الحرب وفيها سار عبد العزيز غازيا بالمسلمين وقصد ناحية الجنوب فأغار على بوادي آل مرة وخذ عليهم إبلا كثيرا فتكاثرت عليهم أفزاع البوادي فرسانا ورقبانا وصارت هزيمة على المسلمين وألجأوهم إلى عقبة ضيقة في جبل تسمم خارق الصفا ووقع في العقبة كثير من ركائب المسلمين وقتل عدة رجال نحو ستين رجلا منهم أمير القصيم عبد الله بن حسن وغذلول بن صير وتسمى هذه الوقعة وقعة خريج ثم دخلت السنة الحادية والتسعون بعد الماء والألف وفيها سار سعود بن عبد العزيز بالجموع المنصورة يريد اليمامة فصادف غزوا لهم باسهبة الأرض المعروفة قرب الخرج يفيض بها وادي حنيفة وغيره فتقاتلوا أشد القتال وقتل عدة رجال وانصرف كل إلى وطنه وفيها استنفر عبد العزيز جميع رعاياه يريد الخرج فاجتمعوا عنده في الدرعية من سدير والوشم فأمر عليهم عبد العزيز بالمسير مع أسفل الوادي إلى ناحية الخرج فصعد إليه وإلى الشيخ أمير بلد حرم عثمان بن عبد الله المدلجي فقال لهما كيف تسيرون إلى أهل الخرج وبلدنا حرمة قد ظهرت منهم أمارات الردة ونقض العهد وأنا لا أقدر آمر فيهم بمعروف ولا أنهى عن منكر ولا أقدر أن أستقر عندهم على هذه الحال إلا أن ضعضعتموهم وأمسكتم منهم رهائن رجال تجعلونهم عندكم في الدرعية فحينئذ يركض جأشي وأصدع بالدين في البلد وأضرب وأعزل وأجلي ولا أحادر فلم يزل يراجع عبد العزيز حتى نكس معه الجيش إلى ناحية منيخ فثوروا المسلمون وسار بهم عبد الله بمحمد بن سعود وصار مسيرهم مع الحيسية على الحمادة لتعمى عنهم الأخبار حتى يبغتوهم في بلادهم فأدلجوا بالليل والنهار فأتوا بلاد حرمة في الليل وهم هاجعون ففرق عبد الله رجالا في بروج البلد ومواقفها التي تل القلعة وفي البروج التي تقابل بيبان القلعة والجموع في متارسها فلما انفجر الصبح أمر عبد الله على كل صاحب بندق ثورها فثوروا البنادق دفع واحدة فارتجت البلد بأهلها وأسقط بعض الحوامل ففزعوا وإذا البلاد قد ضبضت عليهم وليس لهم قدرة ولا مخرج فأرسلوا إلى الأمير عبد الله يستخبرونه الخبر فقال لا بأس عليكم ولا خوف ولكن أميركم عثمان ذكر عنكم أشيات توجد المخالفة وادعى الحذر على نفسه منكم وعدم القدرة على انفاذ أمر الدين في بلدكم ولا يستقر له فيها قرار إلا برهاء رجال من كباركم نأخذهم معنا حتى تخضع رقاب السفهاء ويضرب الدين عندكم بجرانة فلما رأى أهل البلد ذلك لم يكن لهم بد من الموافقة وطلب أربعة رجال من آل مدلج وعسى أهل البلد وهو محمد بن عبد الله أخو الأمير عثمان ومحمد بن براهيم وعلي بن عثمان الحسيني ومدلج المعيبي فبايعوا أهل البلد العبد الله وخرج إليه هؤلاء الأربعة ورحل بهم معه إلى الدرعية فلما رحل عبد الله بن محمد بن سعود من بلد حرمة أناخة في سدير وأرسل إلى أمير الحودة صعب بن محمد بن مهيدب وأمير العودة منصور بن عبد الله بن حمد ورحل بهما معه إلى الدرعية وذلك لأنه تحقق عنهم موالات لأهل حرمة على ما هموا به من نقض العهد وكان سويد صاحب جلاجل قد دكر عنه موالات لهؤلاء فتركه عبد الله خوفا من خلال يقع في سدير وتأتي تتمت هذه القصة قريبا إن شاء الله تعالى وفيها بعدما رجع عبد الله إلى الدرعية من هذه الغزوة سار بالمسلمين إلى ناحية الخرج فأوقع بهم وقتل منهم ستة رجال وأقر عليهم إبلا وغنما وفي هذه السنة أجمع رؤساء أهل حرمة على قتل أميرهم عثمان بن عبد الله المدرجي وما لأهم على ذلك أمير المجمع حمد بن عثمان سرا من غير أن يعلم أحدا بذلك وكان أهل الدين من أهل المجمع ودواع المسلمين فيها كثيرا ما ياتون عثمان وإخوانه الذين ينتسبون إلى الدين في حرمه يزورونهم ويكثرون التردد عليهم فأراد أهل حرمة إذا قتلوا أميرهم أن يمسكوا أهل الدين من أهل المجمعة إذا دخلوا عليهم في البلد ويحبسونهم في رجالهم الذين في الدرعية ثم يفزعون إلى بلد المجمعة ويدخلونها ويضبطون قصرها وبروجها ورئيسها حمد بن عثمان ثم يمسكون كبار أهلها ويحبسونهم ويزيلون عنه كل ما يحابره في بلده ويأبى الله سبحانه إلا ما أراد أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلما أتى رؤساء أهل المجمعة من أهل الدين على عادتهم ودخلوا حرما لزيارة عثمان وإخوانه وجدوه في نخله خارج البلد فدخلوا في المجمع وهو الموضع الذي تكون فيه المذاكرة والدرس وجلسوا فيه ينتظرون عثمان فأرسل إليه الذين يريدون البغي بأن إخوانك دخلوا وهم ينتظرونك فأقبل مسرعا وكان قد وقف له أخوه إخضير بن عبد الله وبن عم عثمان بن إبراهيم في وسط السوق فلما أتى إليهم أشرعوا فيه السيوف وقتلوه فمضوا إلى من كان بالمجمع من أهل المجمعة وهم محمد بن شبانه القاضي وعثمان التميري وأحمد التواجري وكان عان بن عيسى وغيرهم نحو العشرة فقبضوا عليهم ووضعوا أرجلهم في الخشبة وأغلقوا عليهم باب المجمع ثم فزعوا من ساعتهم جملة إلى بلد المجمع ليضبطوها لرئيسها كما وعدوه فلما أقبلوا على باب قلعتها وإذا عنده حمد التواجري وعدة رجال معه من أهل البلد فرعوا جمع الرجال قد أقبل ومعهم عدة الحرب وأحسوا فيهم بالشر فأغلقوا دونهم الباب فجعلوا ينادون لابن عثمان وهم خلف الباب ويصرقون له وهو في قصره فأمسك الله على يده ولسانه ووقع عليه الفشل فرجعوا أهل حرمه إلى بلادهم وتفرق عن ابن عثمان من كان دخل عنده في القصر ممن يريد مساعدته من أهل البلد وتسللوا خوفا أن يعرفوا أن لهم معه يده فانتذرت البلد وضبطها أهلها فجهز أهل المجمع من ساعتهم عثمان بن حمد التواجري إلى عبد العزيز يخبرونه بالخبر فحينئذ جهز عبد العزيز ابنه سعود وسار بمن معه من أهل العرب وأمر على جميع البلدان من الوشم والمحمل واستير يسيرون معه ركبانا ومشاه فسار الجميع إلى منيخ ونزلوا سعود على بلد حرمه في الموضع المعروف عند الظاهرية النخل المعروف خارج البلد فوقع بينه وبين أهل حرمه قتال وحاصرهم أياما فطلبوا المصالحة فصالحهم سعود على أنهم يطلقون الأسر الذين عندهم من أهل المجمع ويطلق لهم الرهائن الذين عنده في الدرعية وإنما أذعن لهم بالمصالحة على ذلك لأن رئيس المجمع ورئيس جلاجل تحقق منهما ما يريبه وخاف من نقض الأهد فصالح أهل حرمه فلما انفصل الصلح بين سعود وأهل حرمه أرسل إلى حمد بن عثمان رئيس المجمع وسويد رئيس بلد جلاجل وأظهرهما من بلديهما وعيالهما وحريمهم وثقلهم فأمر على صاحب المجمعه ونزل بلد القصر وأمر على صاحب جلاجل ونزل بلد شغر ثم بعد ذلك نقله إلى الدرعية واستعمل على أهل حرم أمير الناصر بن براهيم وشرط عليهم أن جاسر الحسين يرحل عن البلد ففعلوا فقفل راجعا إلى الدرعية واستعمل على بلدان سدير ومنيخ أميرا عبدالله بن جلاجل وجعله في جلاجل وفيها سارة عبدالعزيز غازيا إلى الخرج ونازل أهل بلد الدلم ودخلت العدوات إلى نواحي الحلة وضيق على أهلها وكان رئيسها زيد بن زامل غائبا عند البجادي في بلد اليمامة فحين بلغه منازلة عبدالعزيز لأهل بلده استنجد واحتفل بجيش ورجال وصار إليهم فلما وصل إليهم وإذا رجال المسلمين داخل البلد فجعل مصطاح على مناختهم ومن فيها وكان فيها عبدالعزيز والتقيل من الرجال القوم والركائب فأوقع بهم فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل فيه من المسلمين نحو عشرين رجلا وأخذ بعضا من ركابهم فلما أحس الذين في البلد بالوقعة خرجوا منها فدخل زيد وقومه البلد فرحل عبدالعزيز ومن معه وقصد بلد عجان وقطع فيه نخلا ودمر زرعا وقتلوا رجالا ثم دخلت السنة الثانية والتسعون بعد الماء والألف وفيها نزل سعدون بن عريعر الخرج وأراد من عبدالعزيز المصالحة فأجابه إليها ثم نزل بنبان المعروف في العارض ثم رحل منه ونزل بايض الماء المعروف في مجزل قرب سدير فانتقض الصلح بينه وبين عبدالعزيز فألقى الله الرعب في قلب سعدون وخاف على نفسه وقومه فضعنا من بايض حادرا إلى أوطانه وذلك في جمرة القيب وشدة الحرارة فهلك أكثر وأغنامهم عطشا وأصابهم مشقة عظيمة ثم دخلت السنة الثالثة والتسعون بعد الماء والألف وفيها تواعد أهل حرمة وأهل الزلفي وسعدون بن عريع الرئيس الأحسى وبني خالد أنهم يصطون في بلد المجمعة لأنهم قد أهمهم أمرها وكان فيها مرابطة وضباط من جهة عبدالعزيز وتحقق عند هؤلاء أنهم إن لم يأخذوا المجمعة ويضبطوها لم يكن لأهل حرمة في بلدهم قرار فسار أهل حرمة على المجمعة وأمسكوا بروج النخيل ثم قدموا عليهم أهل الزلفي بشوكتهم ثم قدم سعدون بالجموع العظيمة من بني خالد وغيرهم فاجتمع الجميع ونزلوا وسط النخيل واحتصن أهل المجمعة ومن عندهم من الأعوال في قلعة البلد وبنوا أبوابها بطين وسدوها وقاموا عدة أيام محاصرين لها ويقطعون في النخيل وترعى سوارحهم من الإبل والأغنام في الزروع فلما باق على أهل البلد الأمر وهموا بالمصالحة أرسلوا إلى سعدون وطلبوا المهلة والأنظار يومين وإنما يرجون المدد من جهة عبد العزيز وكان حسن بن مشاري بن سعود في بلد جلاجل ومعه قوم كثير من أهل العارض والمحمل وستير وكان يريد رأيه في مدد لأهل المجمعة فيسر الله أنه يجهز إليهم سرية بالليل وساروا إليها مخاطرين بأنفسهم لأن الجموع من البادي والحاضر مستديرة على البلد فسارت السرية ليلا وتخللوا الجموع وأعمى الله عنهم الأبصار فوصلوا إلى جدار القلعة فألقوا إليهم أهل البلد الحبال وصعدوا بها وكان ذلك وقت الفجر ولم ينلهم مكروف فلما علم سعدون ومن تبعه بهذا العمر تحققوا أنهم ممتنعون وقد كانت ضاقة صدور البوادي من الحصار ومن حبسهم مواشيهم فرحلوا عن المجمعة منصرفين ورجع أهل الزلفي إلى بلادهم فاستقر الحرب بين أهل المجمعة وأهل حرمه وكانوا أهل المجمعة قبل الحصار قد أقاموا شهرا ونصف يغادون أهل حرمه بالحرب ويراوحونهم فلما انقضت تلك الجموع جهز عبد العزيز أقاه عبد الله بجميع المسلمين فسار إلى منيخ ونازل أهل بلد حرمه ووقع بينه وبينهم قتال قتل من أهلها عدة رجال منهم مدرج المعيبي وغيرهم ثم تبعه سعود بن عبد العزيز واستنفر معه أهل البلدان وساروا مشاتا وركبانا ونزل على بلد حرمه أيضا وحاصرها أشد الحصار وملكوا أكثر نخيلها وقطعوا شيئا منها وقاموا عليها مدة أيام كل يوم يباكرون أهلها القتال ويراوحونهم حتى وصلوا إلى جدار القلعة وحصروا فيها فلما اشتد الحصار على أهل حرم أوقع الله في قلوبهم الرعب فأرسلوا إلى سعود وطلبوا المصالحة فأبى عليهم إلا أن يكون نخيلها بيت مال وأن يزيل ما في البلد من المحذور من الرجال فصارحوا أهلها على ما في بطن الحلة من العنفس والعموال فلما استقر الصلح كتب سعود إلى أبيه عبد العزيز وأخبره بذلك فكتب إليه عبد العزيز أن أهل هذه القرية تكرر منهم نقض العهد وهي محذور كلها فدمرها واهدمها فأمر سعود بهدم سورها وبعضا من بيوتها وأمر أيضا على أناس من أهلها ممن أثار الشر على المسلمين أن يرتحلوا عنها فارتحلوا ناس كثير ونزلوا المجمعة وكثير منهم نزل بلد الزبير ثم دخلت السنة الرابعة والتسعون بعد الماء والألف وفيها غزى سعود إلى بلد الزلفي وقد أنذروا عنه وحصل بينهم قتال قتل فيه من الفريقين رجال وفيها غزى عبد الله بن محمد بن سعود الزلفي أيضا وحصل بينهم بعض القتال ثم رجع فلما جاوز بلد الغبة أذن لأهل سدير وأهل الوشم يقفلون إلى أهلهم فقفلوا فلما وصلوا إلى العدس المعروف بين المحمل وسدير عارضهم سعدون بن عريعر في جموع بن خالد فأحاط بهم وقتلهم ولم ينج منهم إلا القديل ومن قتل فيه تلك الوقعة عبد الله بن سبحان أمير غزو أهل الوشم وحسين بن سعيد رئيس العودة أمير غزو أهل سدير ثم أن سعدون في تلك الغزوة غار على انبطها المعروفين من سبيع وصار عند تلك البوادي غزو أهل ضرمة فحصل بينهم قتال شديد وقلع خيل على غزو سعدون وأسر من فرسام بني خالد رجال منهم سعدون بن خالد من شيوخ العماير ففدى نفسه بثلاث آلاف أحمر وفيها أصاب بلد عنيزف في ناحية القصيم سيل عظيم أغرق البلد وبعض آلها ومحى منازلها وأذهب فيها أموالا وأزوادا وأمتعة كثيرة لا تحصى وفيها أغار سبيع على بوادي الضفير وهم على سفوان الماء المعروف عند البصرة فأخذوا عليهم إبلا كثيرة نحو أربعة آلاف بعير وفيها غز المسلمون إلى الزلفي وأشعلوا النار في زروعه ثم ساروا وتوجهوا إلى ناحية الخرب وأغاروا على الدلم ثم أن أهل الزلفي في هذه السنة بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة إلى حوطة بني تميم وقتل من أهلها نحو خمسة عشر رجل وقتل من المسلمين رجال منهم بطي أنطيري وفيها توفي الشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن بارك بن حمد التواجري قاضي بلد المجمعة حاشية التواجر من جبارة فخد من فقود عنزة انتهت الحاشية أخذ الفقه عن عدة مشايخ منهم عبد القادر العديلي ومحمد بن عفالك صاحب الأحسى وأخذ عنه عدة منهم محمد بن سلوم الفرضي والشيخ الفقيه القاضي في بلد المجمعة عثمان بن عبد الجبار بن شبانة والشيخ القاضي عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين وغيرهم وفيها توفي الشيخ حمد بن براهيم بن حمد بن عبد الوهاب بن عبد الله قاضي مرات قرأ على الشيخ محمد وتزوج ابنته وسكن الدرعية عنده حاشية هو الشيخ حمد بن براهيم بن حمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الوهيبي التميمي والد القاضي عبد العزيز بن حمد انتهت الحاشية ثم دخلت السنة الخامسة والتسعون بعد الماء والألف وفيها سار سعود بن عبد العزيز بجميع المسلمين إلى ناحية الخرج فنازل أهل بلد الدلم وحاصرهم وقطع فيها نخل بن عشبان المسمى بخضرة نحو ألفي نخلة وقتل بينهم عدة رجال ثم سار سعود منها إلى بلد السلمية وبنى القصر المعروف بقصر البدع قريبا منها ورتب فيه رجال واستعمل عليهم أمير محمد بن غشيان وفيها أغار خيل للمسلمين وقتلوا فرحان بن راشد البجادي من رؤساء اليمامة وفيها سار عبد الله بن محمد بن سعود بالمسلمين وقصد ناحية الخرج فنازل أهل بلد اليمامة فوقع بينهم قتال قتل من أهلها نحو عشرين رجلا وقتل من المسلمين عدة رجال ثم سار منها وغار على سروح أهل الحريق فقتل منهم نحو عشرين رجلا وفيها أجمعوا أهل الخرج أنه ما يستقيم لهم حال وقصر البدع هذا على حاله وصنعوا محاملا وبيبانا وسلالم فاجتمعوا وساروا إليه بالليل فاستيقظ بهم أهل القصر فقتلوا منهم عدة رجال فولوا عنهم من هزمين ثم أن أهل الخرج وفدوا على سعدون بن عريب فشكوا إليه تضييق هذا القصر عليهم واستنجدوه وطلووا منه أن يمشي معهم عليه فسار سعدون بالجنود والعساكر والمدافع ونازل أهل القصر وواقعهم ولم يحصل على طائل ورجع خائبة وبعد أيام من هذه السنة مات رئيس اليمامة حسن إبر راشد البجادي وفيها سار عبد العزيز بالجنود المنصورة وقصد حوطة الجنوب فنازلهم وقطع النخل المسمى بالرحيل أو الرحيل من أكبر نخيلها وعظمها وقتل عليهم نحو خمسة عشر رجلا ثم رحل منها وسار إلى الدلم فنازل أهلها وقطع فيها نخيلا بالفريع وانتيقه ثم سار منها وقصد بلد عجان ونازل أهله وقطع فيه نخيلا ثم رحل منه وقصد اليمامة ونازل أهلها وهدم فيها بروجا وغيرها وفي هذه السنة سار سعدون وبني خالد مع جديع بن هدال آل حبلان من عنزه على أعراب الدهامشة ورئيسهم مجلاد بن فواز وتنازلوا وتقاتلوا وصارت الكرة على الدهامشة واخذوا محلتهم ثم أن الدهامشة اجتمعوا ببواد طير وقصدوا عنزه بن خالد فالتقت الجموع واقتتلوا قتالا شديدا فقتل من قوم سعدون وجديع عدة رجال ثم رحل عن سعدون ورجع فقام جديع واستنجد جميع قابل الرحيل أو الرحيل وغيرهم من قبائل عنزه وسار بهم على مطير واستعدوا للمناوخة والملاقات غدوة فحصل بينهم آخر نهارهم ذلك مجاولة قتال على غير منازلة ولا استعداد للحرب فأدل الله خيل مطير على عنزه فهزموهم وقتل من رؤساء عنزه وفرسانهم عدة رجال منهم جديع بن هدال وأخاه مزيد وضري بن ختال وغيرهم وفيها اجتمع قبائل الضفير وغيرهم على محسن بن حلاف رئيس السعيد وقبيلته ودهام أبذراع وقبيلته صمدة وغيرهم الجميع سبعة أسلاف أو سبعة آلاف ونزلوا على مبيض الماء المعروف بمجزل قرب سدير فسار سعود إليهم بالجنود المنصورة من الحاضر والباد فلما أشرف عليهم استكثرهم فرجع إلى أرض بلد تمير في طرف مجزل واستنفر أهل سدير ركبانا ومشاه فنفروا إليه مسرعين فنازل تلك العربان على مائهم وتقاتلوا قتالا شديدا ثم أدل الله المسلمين عليهم فانهزم جميع تلك البوادي وولوا مدبرين فغنم المسلمون منهم غنائم عظيمة واستأصل سعود أكثر أموالهم وحازها فالأغنام نحو سبعة عشر ألفا والإبل خمسة آلاف ومن الخيل خمسة عشر فرسة وحاس جميع ما في الحلة من الأثاث والأمتاع وقتل منهم قتلا كثيرا من الفرسان والرجال منهم ادهام أبا ذراع وثواب بن حلاف وغيرهم وأخذ سعود خمسة الغنيمة وباقيها قسمها في المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان ثم دخلت السنة السادسة والتسعون بعد الماء والألف وفيها أجمع أهل القصيم على نقض عهد المسلمين وحربهم سوى أهل بريدة والرس والتنومة وقتلوا كل من ينتسب إلى الدين عندهم وهم ناصر شبيلي ومنصور بلخيل واثنيان بلخيل وعبد الله القاضي وغيرهم وأرسلوا إلى سعدون بن عرير يستنجدونه فأجابهم إلى ذلك وجمع جموعهم من بني خالد واستنفر الضفير أبوادي شمر ومن حضر من بوادي عنزة فسار بهم إلى القصيم فأقبلت تلك الجموع ونزل بلد بريدة وحاصروها ورئيسها يومئذ حجيلان بن حمد من رؤساء آل بعليان فقاموا عليها مدة أشهر وكان سليمان الحجيلاني ورجال غيره من أهل بريدة تحقق عنهم أنهم ممالعون لأهل القصيم وسعدون على ما وقع منهم فلما علم حجيلان من هؤلاء موالاة الأعداء مضى على سليمان الحجيلاني المذكور وكان من عشيرته فضرب عنقه فلما قتله ثبت معه أهل البلد وفسد أمر من كان في نفسه شيء ممن أراد مساعدة الحجيلاني واتفق أهل بريدة على التبات والحرب وأقامت تلك الجنود على بريدة أربعة أشهر محاصرين لها وجرى فيها وقعات ومقاتلات أديدة ولم يحصلوا على طائل وذكر لي أن حجيلان تزوج في آخر هذا الحصار فلما سمع سعدون الدف قال ما هذا قيل له هذا العرس حجيلان فعلم أنهم لم يعبأوا بهم وأنهم ممتنعون ثم ارتحل عنها وتفرقوا وسار سعدون ونزل قرب الزلفي وأقام عليه أياما واجتمع معه أناس كثير من أهل الخرج وغيرهم ثم رحل ونزل بايض الماء المعروف فأقام عليه وسار معه أناس كثير من جلوية البلدان من أهل حرمة والماضي أهل الرضا وأهل الزلفي أزيد بن زامل بأهل الخرج وأقاموا أياما علم بايض يديرون الرأي في أي بلد يسطون فيها من زدير فاجتمع رأيهم على السطوة في بلد الرضا فلما كان بعد عيد النحر من هذه السنة سار إليها آل ماضي وهم عون بن مانع وأخوانه وتركي بن فوزان بن ماضي وأخوه منصور ومن معهم من قبيلتهم وجماعتهم وسار معهم آل مدلج وغيرهم من أهل زدير والزلفي وسار معهم أيضا زيد بن زامل ومن معه من أهل الدلم وأهل الخرج فسار الجميع إليها ليلا وسطوا فيها قبيل الصبح واستالوا عليها وكان في الحصن الذي في وسط البلد جماعة مرابطة من جهة عبد العزيز من أهل العارض وغيرهم منهم سليمان بن موسى بن قاسم وعلي بن حمد قاضي أهل العبطار وغيرهم فأنزلوهم من الحصن بالعمان وأخرجوهم من البلد فلما استالوا على البلد وحصنها رحل سعدون من بايض بجنوده ونزل الروضة وأقام فيها حتى استقر فيها آل ماضي وضبطوها ثم رحل منها سعدون وتركها وتفرق آل البلدان الذين سطوا معهم فيها هذا وسعود بن عبد العزيز وشوكة المسلمين نازلون ببلد فادق ومن ساعة رحل سعدون والفشل والرعب وقع في قلوب آل ماضي وحل بهم البوار ثم صار أهل السدير يواقعونهم بالقتال في كل وقت وأقبل إمداد من العارض والمحمل وكثرت عليهم الوقائع وضيقوا عليهم وقتل في تلك الوقائع من آل ماضي منصور بن فوزان وغيره وآخر الأمر أن الرئيس آل ماضي عون بن مانع قتل وقتل معه عدة رجال منهم علي بن حسين بن عمر البدراني وحزيم بن عودة بن حمد بن حزيم وغيرهم ثم تولى في الروضة بعد عون عقيل بن مانع ثم أن سعود الرحل من ثادق ونزل الروضة فاشتد عليهم وقتال والمواقعات واستولى على النخيل إلا ما حمته بروج القلعة وجعل يقطع في نخيلها وقطع فيها نخيل الحويطة وارفعه وغيرهما وأنزل أهل البروج منها فلما لم يبق إلا قلعة البلد أرسلوا إلى سعود وطلبوا المصالحة وبذلوا له كثيرا من الدراهم نكالا فصالحهم على حقن الدماء وما في بطن الحلة من الأموال وأن يرحل عن البلد آل ماضي وأعوانهم فاستولى سعود على البلد وأجلاهم عنها ومدة لبثهم فيها وحربهم شهر وكانت بلد الداخلة في ذلك الحرب ملجأ لمقاتلة المسلمين وأرسل إليها منصور ابن حمد بن براهيم رئيس الفرعة عشرين رجلا وفيها توفي ببلد جدة أحمد بن سعيد المنسلخ عن ولاية مكة في سنة ست وثمانين حاشية هو الشريف أحمد بن سعيد ابن سعد ابن زيد ابن محسن ابن الحسين ابن أبي نمي انتهت الحاشية ثم دخلت السنة السابعة والتسعوم بعد الماء والألف وفيها سارة سعود رحمه الله تعالى بجميع المسلمين غازيا إلى عالية نجد وعدى على الصحبة الجبيلة المعروفة منطير وهم على المزرع المعروف بالمتسجدة أو المستجدة قرب بلد شمر فصبحهم عليها وأخذهم عليها وقتل رجالا من رؤسائهم وفرسانهم ومنهم دخيل الله بن جاسر الفغم وخلف الفغم وأخذ إبلهم وأغنامهم وحلتهم وعشرا من الخيل وفيها غزى زيد بن زامل صاحب الدلم بجيش نحو المائتين وغار على بوادي سبيع فأخذ منهم إبلا ثم قفل راجعا وكان سليمان بن عفصان غازيا بجيش نحو ثلاثين مطية سيرهم عبد العزيز يتخطفون لقطاع الطريق وكانوا قريبا من البوادي حين أخذ زيد العبل فلما علم ابن عفصان ومن معه بذلك اطلبوهم فلحقوهم فلما تقابل الجيشان حصل بينهم مناوشة رمي بالبنادق فثار رميه من عند قوم ابن عفصان فقدرها الله سبحانه في زيد المذكور فكانت حتفة فسقط من كور مطيته ميتا ذكر لي أنه لما سقط من الكور تعلقكم عباءته في غزال الكور فأخذ هنيئة وهو متعلق بالعباءة في الكور والمطية في شدة سيرها فأوقع الله الفشل في قومه بعد قتله فقتل منهم نحو عشرة رجال وأخذوا ركابهم واستنقدوهم إبل إسبيع وهذه هي أول القحط المسمى دالوب غلت فيه الأسعار واشتد الغلا والقحط والجوع في هذه السنة التي بعد هذه واستمر إلى تمام الماءة وبلغ سعر الحمطة وذرهم الدين بالمحمدية والتمر وزنه نصف ومات أو ناس جوعة ثم دخلت السنة الثامنة والتسعون بعد الماءة والألف وفيها عدب الراك بن زيد بن زامل وأهل اليمامة على بلد منفوحة فقتل بينهم عدة رجال وفيها سار سعود رحمه الله تعالى بالمسلمين وقصد ناحية الأحسى فصبح أهل العيون وهجم عليهم ولم يأتهم خبر عنه وأخذ كثيرا من الحيوانات ونهب من بيوتها أزوادا وأمتعة وقتل من المسلمين رجال منهم ناصر بن عبدالله باللعبون ثم قفل راجعا فاقتضى رأيه أي غيره على أهل اليمامة فوجدهم قد خرج جميعهم إلى النزهة والتفرج في البرية فأغار عليهم المسلمون فولوا منهزمين فقتل منهم في تلك الهزيمة أكثر من ثمانين رجل وفيها سار سعود بجنود المسلمين غازيا إلى بلد عنيزة في ناحية القصيم فحصل بينه وبين أهلها قتال وقتل منهم عدة رجال وقتل من الغزو رجال منهم اثنيان ابن زويد الشجاع المذكور أو ابن زويد ثم دخلت السنة التاسعة والتسعون بعد الماعة والألف وفيها سار سعود غازيا إلى جهة الخرج فذكر له في أثناء الطريق أن قافلة حافلة من أهل الخرج والفرع وغيرهم ظاهرة من الأحساب فرصد لهم سعود على تليم الماء المعروف قرب الخرج فأقبلت القابلة وكانت على ضمى وقدموا لهم ركابا ورجالا إلى الماء فأغار عليهم سعود وقتلهم ثم أناخت الحضرة فنازلهم سعود واستمروا ساعة في جلاد وقتال واقتتلوا قتالا شديدا وقتل بينهم قتلا كثير والقافلة قريب ثلاثمائة رجل فحمل عليهم المسلمون وأخذوا جميع ما معهم من الأموال والقماش والمتاع والإبل وجميع من قتل من تلك الحضرة قريب من تسعين رجل منهم زامل بن زيد وبن زيد الهزاني وسنان بن شاهين وفيها قتل براك بن زيد بن زامل رئيس بلد الدلم قتله بنو عمه زامل وعبد الله بن محمد بن راشد الأبرص وخرج من البلد وقصد الدرعية وفيها قدم ربيع أبدا أبناء زيد الدواسر رؤساء أهل البوادي ومعهما رجال من رؤساء قومهما على الشيخ وعبد العزيز وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وفي آخر ذي الحجة سار سعود بالجيوش المنصورة وقصد الخرج ونازل بلد الدلم وحاصرها فوقع بينه وبين أهلها قتال في النخيل ثم ألجأوهم إلى البلد وحصروهم فيها ثم أن سعودا هجم على البلد وآخذها عنوة وقتل أميرها تركي بن زيد بن زامل ومعه عدة رجال واستولى عليها واستامل فيها أميرا سليمان بن عفيصان ثم أذعن جميع الخرج وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وفي آخرها وأول التي قبلها أوقع الله في العبل وباء عظيما خلت منه مراح البوادي والحضر حتى أن مطيط المسافر تموت وهو عليها وسميت سنة جزام أحداث سنة مئتين وألف إلى السنة التاسعة بعد مئتين وألف من الهجرة ثم دخلت السنة الموفية للمائتين وهي رجعان الوقت المشهور دولاب وكثر فيها الخصب ورخص فيها الطعام من الحمطة وغيرها وفيها كانت وقعت جضاعة وذلك أن رؤساء المهاشير من بني خالد وآل أصبيح اتفقوا مع عبد المحسن بن سرداح آل عبيد الله ودويحيس أو دويحس بن ريعف على عداوة سعدون رئيس بني خالد وحربه فاستنجدوا ثوين بن عبد الله الشيخ المنتفق واستنصروه فأقبل إليهم بجموعه وتنازلوا مدة أيام وقتل بينهم قتلى كثيرة وصارت الكرة على سعدون ومن معه فانهزموا واستولوا على دويحس في بني خالد والأمر والحل بيد عبد المحسن المذكور فلما لم يجد له سعدون ملجع هرب إلى الدرعية وأناق عند عبد العزيز بن محمد بن سعود فأعظمه وأكرمه وأعطاه عطاء جزيلة وفيها غزى سعود بالجيش المنصور وقصد ناحية الجنوب فغار على بوادي قحطان فأخذ غالب إبلهم واستولى على محلتهم وقتل من قحطان قتلى كثيرة وفيها غزى حجيلان بن حمد إمير القصيم إلى ناحية جبل شمر ووافق اظهرت قافلة معها كثير من اللباس والقماش لأهل الجبل وغيرهم فأخذها وقتل من الحدرة قتلى كثيرة ثم دخلت السنة الحادية بعد المائتين والألف وفي أولها في المحرم سارة ويني بن عبد الله بن محمد آل شبيب بالعساكر والجنود العظيمة من المنتفق وأهل المجرة وجميع أهل الزبير وبوادي شمر وغالب طي وغيرهم ومعه من العدد والعدة ما يفوق الحصر حتى أن أحمال زهبة البنادق والمدافع وآلاتها بلغت سبعمائة حم فسار من أوطانه وقصد ناحية القصيم فوصلت تنومة القرية المعروفة في ناحية القصيم ونازلها بتلك الجموع وحصرها أياما وضربها بالمدافع ثم أنه أخذها عنوة واستأصل أهلها قتلا ونهبا قتل جميع أهلها إلا الشريد قيل أن الذي قتل فيها ماء وسبعون رجلا ثم ارتحل منها بجنوده وقصد بلد بريدة ونازلها وحصل بينه وبين أهلها بعض القتال فبينما هو محاصرها بجنوده أتاه الخبر بأنه وقع في أوطانه بعد ظهوره بعد الخلل فارتحل منها راجعة وكان عبد المحسن بن سرداح رئيس بن خالد قد سار بجميع بواديه من بن خالد وغيرهم وأهل الأحسى وأقبل يريد الاجتماع بثويني وجنوده لمحاربة بلدان نجد وقتالهم فلما قطع الدهناء مقبلا بلغه رجوع ثويني وارتحاله من القصيم فرجع من حيث جاء وتفرقت كلمتهم ولم يتم لهم ما قصدوا ثم أن ثويني سار من نجد وقصد البصرة فدخل بلد الزبير فأقبل إليهم وتسلموا البصرة للسلام عليه فلما دخل عليه المتسلم أمر عليه ثويني فحبس وآخذ خيله وركب من ساعته إلى البصرة ودخل السرايا وضبطها واستولى على البصرة فلما استقر فيها أرسل إلى رعساء آل البصرة وآيانها ووعدهم ومناهم وقال لهم اكتبوا إلى السلطان واطلبوني أميرا عليكم وأكون باشا في بغداد وتكون البصرة من تحت يدي فكتبوا إلى السلطان وأرسلوا كتبهم مع مفتي البصرة فلما وصل المفتي إلى اسطنبول وعرض للسلطان ما جاء به أطلع وزراءه على ذلك وشاورهم فأخبروه بأن هذا أعرابي متغلب فغضب السلطان وأراد أن يفتك بالمفتي فشرد من اسطنبول بالليل وسيأتي تمام هذه الحكاية في السنة بعد هذه إن شاء الله تعالى وفيها غزح جيلان بن أحمد أمير ناحية القصيم بأهل القصيم وغيرهم بأمر عبد العزيز وقصد ناحية جبل شمر وضيق عليهم حتى بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وفيها بعد رحيل ثويني من القصيم غزح جيلان بن حمد بأهل القصيم وغيرهم وغار على بوادي شمر وأخذ عليهم إبلا كثيرة وأثاثا وأمتعه وقتل عليهم قريب ماءة رجل ثم دخلت السنة الثانية بعد الماءتين والألب رجعنا إلى باقي قصة ثويني بعد توليه على البصرة وطرده لمتسلمها من الترك ولما تحقق سليمان باشا صاحب بغداد ما أحدثه ثويني في البصرة وما أوقع فيها أمر على العساكر البغدادية من الترك وعزين أهل نجد الذين عنده وغيرهم فسار بنفسه ومعه تلك العساكر فلما علم ثويني بمسيره جمع بوادي المنتفق وأهل الزبيق وجميع جنوده وسار من البصرة وخلف فيها أخاه حبيبا فالتقى العسكران بأدنى المجرة بنهر معروف يقال له الفاضلية قرب سوق الشيوخ فاقتتلوا قتالا شديدا وانهزم ثويني وجنوده عزيمة شنيعة فقتل منهم قتلى كثيرا وجمع سليمان باشا رؤوس القتلى وجعل منها ثلاث منارات وانهزم ثويني ومن بقي معه إلى الجهرة الماء المعروف قرب بلد الكويت ثم رحل منها إلى ديرة بني خالد في الصمان وتولى حمود بن ثامر على المنتفق وولى سليمان في البصرة أغى مصطفى وسيأتي أخذ سعود لثويني وبواديه بعد خروجه هذا من المنتفق إلى الصمان في السنة بعد هذا إن شاء الله تعالى وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة وقصد ناحية القصيم ونزل على بلد عنيزة وأجلى منها رؤساءها آل إرشيد واستعمل فيها أميرا عبد الله بي يحيى وفيها غزة سليمان بن عفيصان بأمر عبد العزيز إلى جهة الشرق فأوقع بها القطر الناحية المعروفة قرب البحرين فقتل منهم قتلى كثيرة من آل أبرميح وأخذ أموالهم ثم سافر منه وقصد الأحساء وأغار على أهل الجشة القرية المعروفة فقتل منهم رجالا وفيها أمر الشيخ محمد رحمه الله تعالى أهل بلدان نجد وغيرهم أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز وأن يكون ولي العهد بعد أبيه وذلك بأمر عبد العزيز رحمه الله تعالى فبايعه جميعهم وفيها سار سعود رحمه الله تعالى بجموع أهل نجد وبواديها وقصد عالية نجد ما وراء القصيم فأغار على بوادي عنزه وهم مجتمعون على جنة وجني الجبلان المعروفان عالية نجد فأخذهم وقتل منهم رجالا وفيها غزة سليمان بن عفيصان بأهل الخرج وغيرهم وقصد العقير البندر المعروف عند الأحساء فوافق في طريقه عيسى بن غفيان العبد الفارس الشاعر المشهور ومعه جيش لأهل اليمامة فناوخهم وأخذهم وقتل أكثرهم وقتل رئيسهم المذكور ثم سار إلى العقير فأخذ ما فيه وأشعل فيه النيران وفيها بايع جميع أهل وادي الدواسر على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ووفدوا على الشيخ وعبد العزيز وذلك بعد مجاولات ومقاتلات عديدة وفي هذه السنة مات العالم الفقيه حسن بن عبدالله بن عيدان قاضي بلد حريملة وحمد الوهيبي وحمد بن قاسل وحمد بن ذهلان القضاء المشهورون في بلد العرب وفيها مات شريف مكة سرور بن مساعد وفيها مات سلطان بني عثمان عبد الحميد بن أحمد خان وتسلطن أخوه سليم بن أحمد ثم دخلت السنة الثالثة بعد المائتين والألف وفيها سار سعود بن عبد العزيز بالجيوش المنصورة من حاضرة نجد وباديها وقصد جهة الشمال فوافق ثويني في ديرة بني خالد من أرض الصمان وذلك بعدما خرج من أرض البصرة بعد الوقعة المشهورة عليه من الترك كما قدمنا ومعه قطعة من المنتفق وآل شبيب فأغار عليهم سعود ونازلهم فأخذ محلتهم وأتاتهم وفيها سار سعود قبل هذه الغزوة بجميع المسلمين وقصد بني خالد فوجدهم مجتمعين بأرضهم فنازلهم نحو يومين ثم رحل وانصرف عنهم ولم يقع القتال وذلك لأن سعود خاف من خيانة من بعض الأعراب الذين معه من بني خالد فرجع عنهم ومر على قراياهم التي في أوطف أو الطف فأخذ ذخائرهم التي فيها من طعام وغيره وسميت هذه الغزوة ويقة وفيها سار سعود أيضا بالجيوش المنصورة وقصد المنتفق فوجدهم بالموضع المعروف بالروبتين بين المطلع وصفوان فناوخهم وأخذ من محلتهم خياما وأمتعا ثم رجع وورد الماء المعروف بالوفرة ثم رحل منها فوافق غزوا لآل سبحان أو سحبان من بني خالد فأخذهم وقتلهم وكانوا تسعين رجلا وفيها سار سعود بجيوشه المنصورة من الحاضرة والبادية وقصد الأحسى ونازل أهل مبرز ووقع بينه وبين أهلها رمي بالبنادق ثم رحل منه ونازل أهل قرية الفضول في شرقي الأحسى فأخذها وقتل من أهلها نحو ثلاثمائة رجل وفيها توفي الشيخ الفقيه عبد الوهاب بن محمد بن فيروس وذلك في سابع رمضان وكان مولده في سنة ألف ومائة واثنتين وسبعين صنف حاشية على شرح الزاد ولكنه لم يكملها ثم دخلت السنة الرابعة بعد المائتين والألف وفيها كانت وقعت غريمين وهو جبل صغير تحته ماء قرب الأحسى وذلك أن سعودا سار من الدرعية بجنود المسلمين من الحاضرة والبادية وسار معه بوادي الضفير وبوادي العارب وزيد بن عريعر ومن معه من جلوية بني خالد فسار بتلك الجنود وقصد جموع بني خالد ورئيسهم يومئذ عبد المحسن بن سرداح وابن أختهد ويحس بن عريعر وهم عند غريميل المذكور فعدى عليهم ونازلهم ووقع القتال بينهم ثلاثة أيام فانهزم عبد المحسن ومن معه من بني خالد فكروا في ساقتهم يقتلون ويغنمون وحاز سعود من الإبل والغنم والأمتع ما لا يعد ولا يحصى وقتل عليهم قتلا كثيرا وأخذ خمس الغنيمة وقسم باقيها على المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان وهرب عبد المحسن ومن معه إلى المنتفق واستعمل سعود زيد بن عريعر في بني خالد أميرا فاجتمعوا عليه وفيها نزل على بلد حراملة برد بفتح الراء في الشتاء من خوارق العادات قتل ما وقع عليه من البهائم والطيور وغيرها وخسف السطوح والأواني حتى النحاس وأهلك الأشجار وكسرها وأهلك جميع زروعهم ولجأوا إلى الله سبحانه فرحمهم ودفع عنهم حاشية قال الشيخ حسين بن غنام في تاريخه المعدل طبعة المدني بمصر صفحة 173 وفي هذه السنة 1204 أرسل غالب شريف مكة كتابا إلى عبد العزيز ذكر فيه أنه يريد رجلا عارفا من أهل الدين يعرفه حقيقة هذا الأمر ليكون فيه على بصيرة فأرسل إليه عبد العزيز الحصيم وكتب معه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة للشريف غالب يبين فيها دعوته وهذا نصها بعد المسملة من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في البلد الحرام نصر الله بهم سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وتابع الأئمة الأعلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم وسببه هدم دنيا في أرضنا على قبور الصالحين ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البناء الذي على القبور كبر على العامة وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب ما تخفى على مثلكم أعظمها اتباع الهواء مع أسباب أخرى فأشاعوا عنا أننا نسب الصالحين وأنا على غير جادة العلماء ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها وأنا أخبركم بما نحن عليه بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب على أناس متظاهرين بمذهبهم عند الخاص والعام فنحن ولله الحمد متبعون لا مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وتعلمون عزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لو يتبين بالعمل بهاتين المسألتين أنها تكبر على العامة الذين درجوهم وآباؤهم على ضد ذلك وأنتم تعلمون رحمكم الله أن في ولاية الشريف أحمد بن سعيد وصل إليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله وأشرفتم على ما عندنا بعدما أحبروا كتب حنابلة التي عندنا عمدة كالتحفة والنهاية عند الشافعية فلما طلب مننا الشريف غالب أعزه الله ونصره امتثلنا وهو إليكم واصل فإن كانت المسألة إجماعا فلا كلام وإن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله وأني متبع لأهل العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقدم عبد العزيز الحصين مكة المشرفة فأكرمه غالب واجتمع معه مرات وعرض عليه رسالة الشيخ فعرف ما بها من الحق والهدى فأذعن لذلك وأقر به ولكنه بعد زمن أبى وكفر وتمسك بقديم سنته فطلب منه عبد العزيز الحصين أن يحضر العلماء ليقف على كلامهم ويناظرهم في أصول التوحيد فأبوا الحضور وقالوا للشريف غالب هؤلاء الجماعة ليس عندهم بضاعة إلا إزالة نهج آبائك وأجدادك ورفع يدك عما يصل إليك من خير بلادك فطار لبه حين سمع هذا الكلام وأصر على ما كان عليه انتهت الحاشية ثم دخلت السنة الخامسة بعد المائتين والألف وفي هذه السنة سارت العساكر والجموع من مكة سيرهم شريف وغالب بمساعد مع أخيه عبد العزيز إلى نجد لمحاربة أهلها وقتالهم فسار عبد العزيز المذكور بقوة هائلة وعدد وعده وعسكر كثيف نحو عشرة آلاف أو يزيدون ومعهم أكثر من عشرين مدفعة وكان قصدهم الدرعية ومنازلتها فضلاً عن غيرها من البلدان وهذا الأحزاب رفعت إليه الرؤوس ووقع شيء في بعض النفوس لأن الأعداء إذا تطاولت أعناقهم لأحزاب ورأوا ما معهم من العدد والعدة والأسباب رجع بالفشل وخاب فلما رأوا أن الأمر جاء من الأشراف أيقنوا بالهلكة للمسلمين والإتلاف فأقبلت تلك العساكر والجنود وسار معهم كثير من بوادي الحجاز وشمرهم طير وغيرهم فملأوا السهل والجبل وصار في قلوب المسلمين منهم وجل فنازلوا قصر بسام المعروف في السر وحاصروا آله أكثر من عشرة أيام ونصبوا عليه المدافع وضربوه ضرباً هائلاً فكادوه بأنواع القتال وليس في ذلك القصر إلا نحو من ثلاثين رجلاً من أهله ومن هتيم وغيرهم فلما رأى الشريف امتناع هذا القصر ولم يعطوه الدنيا رحل عنهم وكان بناء هذا القصر ضعيفاً وأهله أضعف ولكن الله إذا قضى أمراً كان مفعولاً ثم سار غالب بمساعد الشريف وتبع تلك الجموع والعساكر بعساكر ومدافع قيل أن معه من المدافع سبعة واجتمع بعبد العزيز وجنوده ومدافعه فسار الجميع ونازلوا قصر الشعر القرية المعروفة في عالية نجد واستداروا عليها بالعساكر والمدافع وحاصروها أشد الحصار وكادوها بأنواع القتال وساقوا عليها الأبطال وجعلوا بين رصاص المدافع سلاسل من الحديد وربطوا فيها ضلوع الحديد وضربوا بها الجدار وقام غالب على تلك القرية أكثر من شهر فرحل منها على فشل وقتل من قومه أكثر من خمسين رجلاً وليس في تلك القرية إلا نحو أربعين رجلاً ورجع منها إلى أوطانه وتفرقت جموعه وأربانه وفيها كانت وقعة العدوى وذلك أن كثيراً من البوادي الذين ساروا مع الشريف انفردوا عنه لما رجع إلى مكة وأكثرهم من قبائل امطير وقبائل شمر ما غاب من هاتين القبيلتين إلا القليل فانحازوا إلى الماء المعروف بالعدوى وهو مزرع الشمر قرب بلد حايل فنهض إليهم سعود واستنفر أهل نجد من البادي والحاضر فسار بالجيوش المنصورة وقصدهم في تلك الناحية ونازلهم ووقع بينهم قتال شديد فانعزم أولئك البوادي وقتل منهم قتلى كثيراً من فرسانهم ورؤسائهم منهم مسعود الملقب إحصان إبليس وسمرة الفارس المشهور رئيس العبيات ممطير وعدد كثير غيرهم وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة من الإبل والغنم والأثاث والأمتعة وأخذ جميع محلهم وهذه الوقعة في آخر الأرحى فلما انهزم أولئك البوادي وأخذت أموالهم استنفروا ما يليهم من قبائلهم وغيرهم ممن لم يحضروا الوقعة وأرسلوا إلى سعود يدعونه للمنازلة وأنهم يريدون أن يسيروا إليه فثبت لهم وأقبلوا إليه مقرنين الإبل وهم على العدوة يقسم الغنائم فساقوها على جموع المسلمين فثبتوا لهم وكان في مقدم البوادي مصلط بن مطلق الجربة وكان قد نذر أي جهم فرسه سيوان سعود فأراد أن يتم نذره فاختطفه المسلمون وضربه رجل بمشوى قرص فطرحه عن جواده فقتل وانهزم تلك البوادي لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد وتركوا الإبل مقرنة في الحبال فتبعهم المسلمون وأخذوا جميع أموالهم من الإبل والغنم والأمتعة وقاموا في أثرهم نحو يومين أو ثلاثة يأخذون من الأموال ويقتلون الرجال وحاز سعود جميع الغنائم من الإبل نحو أحد عشر ألف بعير وأكثر ومن الغنم أكثر من مائة ألف وعزل الخمس وقسم باقيها في المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان ثم دخلت السنة الثادسة بعد المائتين والألف وفيها في أول جماد سار سعود رحمه الله تعالى غازيا بالجيوش المنصورة من البادي والحاضر وقصد القطيف وحاصر أهل سيهات وأخذها عنوة ونهبها وأخذ عنك عنوة ونهبها وقتل منهم عددا كثيرا من الرجال أكثر من أربع مائة وأخذ أموالا عظيمة وصالحوه عن الفرضة بخمسمائة أحمر وفيها فتل عبد المحسن بن سرداح رئيس بني خالد بالقديم وذلك أن عبد المحسن بعد وقعة غريميل هرب إلى المنتفق وتولى في بني خالد زيد بن عريعب كما ذكرناه من قبل ثم أن زيدا المذكور وأخواته أرسلوا إلى عبد المحسن وبذلوا له الصداقة والأمان وأمنوه وعدوه حتى أتى إليهم واجتمع بهم فقتلوا في مجلسهم وفيها غزى هادي ابن قرملة رئيس بوادي قحطان بعمر عبد العزيز بن سعود فسار بقحطان وغيرهم وأغار على بوادي منطير وهم على الجنايح الماء المعروف في عالية نجد فأخذ عليهم إبلا كثيرة وفيها غزى سليمان بن عفيصان بأمر عبد العزيز بجيش من أهل الخرج وغيرهم وقصد قطر المعروف بين أعمان والبحرين فصاد فغزوا منهم نحو خمسين مطية فناوخهم فتقاتلوا وهزمهم مسليمان وقتلهم إلا القليل وأخذ ركابهم وفيها كانت قزوة الشقرة أو الشقرة وذلك أن سعودا سار بالجيوش الكثيفة من جميع نجد الحاضرة والبادية وقصد ناحية جبل شمر وقد دكر له قبائل كثيرة من البوادي من طير وحرب وغيرهم وهم على الماء المعروف بالشقرة أو الشقرة قريب جبل شمر فعدى عليهم سعود وأخذهم جملة وحاز منهم أموالا عظيمة الإبل أكثر من ثمانية آلاف بعير وأخذ جميع أغنامهم ومحلتهم وأمتعتهم وأكثر من عشرين فرسا وقتل عليهم عدة رجال ثم رحل سعود بجميع تلك الغنائم وأخرج خمسها وقسم باقيها غنيمة في المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي هذه السنة حاشية أي سنة ألف ومائتين وستة من الهجرة انتهت الحاشية توفي الشيخ شيخ الإسلام مفيد الأنام قامع المبتدعين مشيد أعلام الدين مقرر دلائل البراهين محي معالم الدين بعد دروسها ومظهر آيات التوحيد بعد أفول أقمارها وشموسها الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن مشرف ابن شرف ابن عمر ابن معباد ابن ريس ابن زاخر ابن محمد ابن علوي ابن وهيب حاشية اختصر المؤلف رحمه الله سلسلك نسب الشيخ محمد ووقف فيها على ما بعد وهيب وقد أحسن من انتهى إلى ما علم ونحن لتمام الفائدة نوردها كاملة إلى عدنان وذلك نقلم منا عن وثائق علماء الوهابة وثبوتهم فنقول أما نسب هذا الشيخ فهو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد ابن شرف ابن عمر ابن معباد ابن ريس ابن زاخر ابن محمد ابن علوي ابن وهيب ابن قاسم ابن موسى ابن مسعود ابن عقضة ابن سنيع ابن نهشل ابن شداد ابن زهير ابن شهاب ابن ربيعة ابن عبي سود ابن مالك ابن حنضلع ابن مالك ابن زيد منات ابن تميم ابن مر ابن أد ابن طابخة ابن الياس ابن مضر ابن الزار ابن معد ابن عدنان انتهت الحاشية كان الشيخ رحمه الله تعالى كثير الذكر لله قل ما يفتر لسانه من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكان إذا جلس الناس ينتظرونه يعلمون إقباله إليهم قبل أن يروا من كثرة لهجه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وكان عطاؤه عطاء من وثق بالله لا يخشى الفقر بحيث أنه يهب الزكاة والغنيمة في موضع واحد لا يقوم معه منها شيء ويتحمل الدين الكثير لأضيافه وسائله والوافدين إليه وعليه الهيبة العظيمة التي ما سمعنا بها اتفقت لغيره من العلماء والرؤساء وغيرهم وهذا شيء وضعه الله في القلوب وإلا فما علمنا أحدا أليا ولا أخفض جنابا منه لطالب العلم أو سائل أو دي حاجة أو مقتبس فائدة وكان له مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل وقت في التوحيد والتفسير والفقه وغيرها وانتفع الناس بعلمه وكان من بيت علم في آبائه وأعمامه وبني أعمامه واتصل العلم في بنيه وبني بنيه كان سليمان بن علي جده عالم نجد في زمانه له اليد الطولى في العلم وانتهت إليه الرياسة في نجد وضربت إليه آباط الإبن صنف ودرس وأفتا سبقت ترجمته في سابقة سنة الثمان وثمانين وما أهو أل ومعرفتي من أبناء سليمان المذكور عبد الوهاب وابراهيم فأما ابراهيم فكان عالما فقيها له معرفة في الفقه وغيره وابنه عبد الرحمن ابن ابراهيم عالما فقيها كاتبا وأما عبد الوهاب فكان عالما فقيها قاضيا في بلد العينة ثم بلد حريملة وذلك في أول وقرن الثاني عشر وله معرفة في الفقه وغيره ورأيت له سؤالات وجوابات وابنها محمد وسليمان فأما سليمان فكان عالما فقيها قاضيا في بلد حريملة وله معرفة ودراية ومعرفته من بنيه بعبد الله وعبد العزيز وكان لهما معرفة في العلم ويضرب بهم المثل في العبادة والوراء وأما محمد فهو شيخ الإسلام والحبر الهمام الذي عمت بركة علمه الأنام فنصر السنة وعظمت به من الله المنة بعدما كان الإسلام غريبا فقام بهذا الدين ولم يكن في البلاد إلا اسمه وانتشر في الآفاق فكل امرئ أخذ منه حظه وقسمه وبعث العمال لقض الزكاة وخرص ابتمار بعد أن كانوا قبل ذلك يسمون عند الناس مكاسا وأشارة ونشرت راية الجهاد بعد أن كانت في تنو وقتاله وعرف التوحيد الصغير والكبير بعد أن كان لا يعرفه إلا الخواص واجتمع الناس على الصلوات والدروس والسؤال عن أصل الإسلام وشروط الصلاة وعركانها وواجباتها ومعاني قراءتها وتعلمها الصغير والكبير والقارئ والأمي بعد أن كان لا يعرفها إلا الخصائص وانتفع بعلمه أهل الآفاق لأنهم يسألون عما يأمر به وينهى عنه فيقال لهم يأمر بالتوحيد وينهى عن المنكر ويقال لهم إن أهل نجد يمقتونكم بذلك فانتهى أناس كثير من أهل الآفاق بسبب ما سمعوا من أوامره ونواهيه وهدم المسلمون ببركة علمه جميع القباب والمشاهد التي بنيت على القبور وغيرها من جميع المواضع الشركية في أقاص الأقطار من الحرمين واليمن وتهامه أعمان والأحسى ونجد وغير ذلك حتى لا تجد في جميع من شملته ولاية المسلمين الشرك الأصغر فضلا عن غيره حاش الرياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخفى من دبيب النمل على صفات سودى في ظلمة الليل وأمر جميع أهل البلدان من أهل النواحي يسألون الناس في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح بين العشاءين عن معرفة ثلاثة الأصول وهي معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة أركانه وما ورد عليها من الدلة من القرآن ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه ومبعته وهجرته وأول ما دعا إليه وهي لا إله إلا الله ومعرفة معناها والبعث بعد الموت وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وفروض الوضوء ونواقضه وما يتبع ذلك من تحقيق التوحيد من أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكيل والإنابة وغير ذلك وقد سبق طرف من ذلك أول الكتاب وبالجملة فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر ولو بسطت القول فيها لاتسعى لأسفار ولكن هذه قطرة من بحر فضائله على وجه الاختصار وكفى بفضله شرفا ما حصل بسببه من إزالة البدع واجتماع المسلمين وتقويم الجماعات والجمع وتجديد الدين بعد دروسه وقال حصول الشرك بعد غروسه كان رحمه الله تعالى هو الذي يجهز الجيوش ويبعث السرايا ويكاتب أهل البلدان ويكاتبونه والوفود إليه والضيوف عنده والداخل والخارج من عنده فلم يزل مجاهدا حتى أذعن أهل نجد وتابعوه وعمل فيها بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المهكر وبايعوه فأمرت نجد بعد خرابها وصلحت بعد فسادها ونال الفخر والملك من آواه وصاروا ملوكا بعد البل والتفوق والقتال وهكذا كل من نصر الشريعة من قديم الزمان وحديثه إن شاء الله يظهره على أعدائه ويجعله مالكا لمن عاداه ولقد أحسن القائل وهو الشيخ العلام حسين بن غنام وجرت به نجد ديول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع وسنأتي بالقصيدة آخر الترجمة بتمامها إن شاء الله تعالى وكان كثيرا ما يتمثل بثلاثة هذه الأبيات بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة قد أعجزت كل شاكري حباني بالإسلام فضلا ونعمة علي وبالقرآن نور البصائري وبالنعمة العظمى اعتقاد بن حنبل عليها اعتقادي يوم كشف السرائري صنف رحمه الله تعالى مصنفات عديدة ومسائل مفيدة في أصل الإسلام وتقرير التوحيد فمنها كتاب التوحيد ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد وكلامه على القرآن أكثر من مجلد أتى فيه بالعجب العجاب من تقرير التوحيد ومعرفة الشرك وكل آية وقصة يأتي عليها بعدة مسائل حتى أنه أتى في قصة موسى والخضر في سورة الكهف بقريب ماءت مسألة وصنف كتاب كشف الشبهات وكتاب الكبائر والمسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أكثر مما أتمسألة وصنف غير ذلك عدة نسخ وأوراق وفتاوي ومراسلات فقهية وأصولية أكثرها في تقرير التوحيد وقد رأيت مجلدات عديدة من مراسلاته وفتاويه ونب ونسخ وضعها لأهل الآفاق كلها في أصل الإسلام واختصر الشرح الكبير والأنصاف وأخذ منها مجلدة وأخذ من شرح الإقناع آداب المشي إلى الصلاة أخذ العلماء عن عدة مشائخ أجلاء وعلماء فضلاء أخذ الفقه عن أبي عبد الوهاب في نجد وغيره وأخذ أيضا عن الشيخ العالم محمد حيات السندي والشيخ عبد الله بن سيف والد مصنف العذب الفائض في علم الفرائض إبراهيم بن عبد الله وصاحب البصرة وغيره وتقدم بيانه أول الكتاب وأخذ عنه عدة من علماء الأجلاء من بنيه وبني بنيه وغيرهم من علماء النواحي والأبطار فمنهم أبناء الأربعة العلماء والقضاة الفضلاء الذين جمعوا أنواع العلوم الشرعية واستكملوا الفنون الأدبية وفندوا الفرع والأصول ونهجوا مناهج المعقول والمنقول إحسين وعبد الله وعلي وابراهيم ولقد رأيت لهؤلاء الأربعة العلماء الأجلاء مجالس ومحافل في التدريس في الدرعية عندهم من طلبة العلم من أهل الدرعية وأهل الآفاق الغرباء ما يفضي لمن حكاه إلى التكريب ولهؤلاء الأربعة المذكورين من المعرفة ما فاقوا به أقرانهم وكل واحد منهم قرب بيته مدرسة فيها طلبة العلم الغرباء ونفقتهم من بيت المال ويأخذون عنهم في العلم في كل وقت فأما حسين فهو الخليفة بعد أبيه والقاضي في بلد الدرعية وله عدة بنين طلبة علم وقضاة ومعرفة منهم بعلي وحمد وحسن وعبد الملك وعبد الرحمن فأما علي فهو الشيخ الفاضل وحاوي الفضائل العلامة في الغصول والفروع الجامع بين المعقول والمشروع كشاف المشكلات مفتاح خزائن أسرار الآيات قاضي الدرعية بوجود أعمامه وخليفتهم فيها إذا غابوا زمن سعود وابن عبد الله ثم ولي القضاء لتركي بن عبد الله رحمه الله تعالى في حوطة بني تميم ثم كان قاضيا في بلد الرياض عند الإمام فيصل بن تركي أسعده الله تعالى وكان له المعرفة التامة في الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك وأما حسن فولي قضاء الرياض زمن تركي بن عبد الله وله المعرفة التامة في الفقه وغيره ولكن لم تطل مدته وتوفي سنة خمس واربعين ومائتين وعلم وأما عبد الرحمن فولي القضاء في ناحية الخرج التركي بن عبد الله ثم لابن فيصل وله معرفة ودراية في الفقه والتفسير والنحو وغير ذلك وأما حمد وعبد الملك فطلبتوا علم ولهم معرفة وأما عبد الله بن الشيخ وهو الخليفة بعد أخي حسين والقاضي في بلد الدرعية زمن سعود فكان آية في العلم ومعرفته ومعرفة فنونه وسيأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى وأما علي فله اليد الطولة في معرفة الحديث ورجاله والتفسير وغير ذلك وذكر لي أنه علق شرحا على كتاب التوحيد تعليف جد محمد بن عبد الوهاب وكان لعبد الله المذكور ابن اسمه عبد الرحمن جلى معه إلى مصر وهو صغير وذكر لي أنه اليوم في رواق الحنابلة في الجامع الأزهر وعنده طلبة علم وله معرفة تامة وأما علي بن الشيخ فكان عالما جليلا ورعا كثير الخوف من الله وكان يضرب به المثل في بلد الدرعية بالورع والديانة وله معرفة في الفقه والتفسير وغير ذلك وراودوه على القضاء فأبى عنه وأبناؤه صغار ماتوا قبل التحصيل إلا محمد فإنه طالب علم وله معرفة وأما ابراهيم بن الشيخ فرأيت عنده حلقة في التدريس وله معرفة في العلم ولكنه لم يل القضاء قرأت عليه في صغري في كتاب التوحيد سنة 24 ومائتين وألف وأخذ عن الشيخ أيضا ابن ابنه الشيخ العالم الفاضل قدوة الأفاضل وعين الأماثل الذي أحيا مدارس العلم بعدما عطلت المحابر ورد عصره في الشباب بعدما كان دابر الذي تزينت بدروسه المساجد والمدارس واحتاج إلى تفريغ منطوقه كل مذاكر ومدارس مجد الفضلاء المدرسين ومفيد الطالبين ورئيس قضاة المسلمين من قارنه في أقواله وأفعاله السداد والصواب عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي تركي بن عبد الله وابن فيصل في بلد الرياض وكان قد ولي القضاء في الدرعية زمن سعود وابن عبد الله وكان أخذ عن جده في صغره وأخذ عن الشيخ أيضا الشيخ العالم الجليل والجهب العصيل القاضي في بلد الدرعية زمن سعود حمد بن ناصر بن عثمان بن معمى وأخذ عن الشيخ أيضا الشيخ الزاهد الورع الذي طبق بركة علمه الآفاق وشهد له بالفضل أهل الآفاق القاضي في ناحية الوشم زمن عبد العزيز وابنه سعود وابن عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري وأخذ عن الشيخ أيضا الشيخ العالم العامل والزاهد الفاضل سعيد بن حجي قاضي حوطة بني تميم في ناحية الجنوب زمن عبد العزيز وابنه سعود وأخذ عن الشيخ أيضا العالم القاضي في بلد الدلم وناحية الخرج زمن عبد العزيز محمد بن سوالم وأخذ عن الشيخ أيضا العالم الإمام في قصر آل سعود في الدرعية والقاضي في بلد الدرعية زمن عبد العزيز وابنه سعود عبد الرحمن بن خميس وأخذ عن الشيخ أيضا عبد الرحمن بن نامي قاضي بلد العينة ثم كان قاضيا في الأحسى زمن سعود وابنه عبد الله وأخذ عن الشيخ أيضا محمد بن سلطان العوسجي قاضي المحمل ثم كان قاضيا في الأحسى زمن سعود وأخذ عن الشيخ أيضا عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين القاضي في حراملة وبلد الزلفي وإلهما زمن سعود وابنه عبد الله وأخذ عن الشيخ أيضا حسن بن عبد الله بن عيدان القاضي في بلد حريملة زمن عبد العزيز وأخذ عن الشيخ أيضا الشيخ العالم عبد العزيز بن سويلم القاضي في ناحية القصيم زمن عبد العزيز وابنه سعود عبد الله وأخذ عن الشيخ أيضا حمد بن راشد العريني القاضي في ناحية سدير زمن عبد العزيز وأخذ عنه من القضاء ممن لا يحضرني الآن عده عدد كثير وأخذ عنه ممن لم يلي القضاء من الرؤساء والعيان ومن دونهم الجم الغفير وكان رحمه الله تعالى من الرأي والفراسة والتدبير ما ليس لغيره وكان كثيرا ما يلهج بقوله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم وكانت وفاته آخر ذي القعدة من السنة المذكورة رحمه الله تعالى وعفى عنه وكان قد ثقل آخر عمره فكان يخرج لصلاة الجماعة ويتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف وله من العمر نحو اثنتين وتسعين سنة قال الشيخ حسين بن غنام يرتي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن المفزع لقد كسفت شمس المعارف والهدى فسالت دماء في الخدود وأدمع إمام أصيب الناس طرا بفقده وطاف بهم خط من البين موجع وأظلم أرجاء البلاد لموته وحل بهم كرب من الحزن مفضع شهاب هوى من أفقه وسمائه ونجم ثوى في الترب واراه بلقع وكوكب سعد مستنير سناؤه وبدر له في منزل اليمن مطلع وصبح تبدى للأنام ضياؤه فدى جد ياجي بعده متقشع لقد غاب بحر العلم والفهم والندى وقد كان فيه للبرية مرتع فقوم جلى عنهم صدرين فاهتدوا فأسماعهم للحق تصغي وتسمع وقوم ذو فقر وجهد وفاقة حووا واقتنوا ما فيه للعيش مطمع لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع أبان له من لمعة الحق لمحة أزيل بها عنه حجاب وبرقع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيار المعارف يقطع فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأقوا به من مظلم الشرك مهيع فأنوار صبح الحق بات سناؤها ومصباحه عال ورياه ضيع سمى ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاذاه فيها سميدع وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرقع وينفي الأعادي من حماه وسوحه ويدمغ أرباب الضلال ويدفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياه يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس تربع وجرت به نجد ديول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيع وتلمع لقد وجد الإسلام يوم فراقه مصابا خشينا بعده يتصدع وطاشده الأحلام والفضل والنهى وكادت له الأرواح تترى وتتبع وطارت قلوب المسلمين بموته وظنوا به أن القيامة تقرع فضجوا جميعا بالبكاء تأسفا وكادت قلوب بعده تتفجع وفاضت عيون واستهلت مدامع يخالطها مزج من الدم مهيع فكت هدو الحاجات يوم فراقه وأهل الهدى والحق والدين أجمع فما لي أرى الأبصار قلص دمعها وليست على فقداه تهمى وتدمع وما لي أرى الألباب تبدي قساوة وليست على ذكراه يوما توجع لقد غدرت عين تظن بمائها عليه وكبد قد أبت لا تقطع يحق لأرواح المحبين أن ترى مقوضة لما خلت منه أربع وتتلو سريرا فوقه قمر الهدى وشمس المعالي والعلوم تشيع فما بالها قرت بأشباح أهلها ولم تك في يوم الوداع تودع فيا لك من قبر حوى الزهد والتقى وحل به طود من العلم مترع لإن كان في الدنيا له القبر موضع فيوم الجزا يرجى له الخلد موضع سقى قبره منها طل العفو دائما وباكره سحب من البر تهمع وأسكنه بحبوحة الفوز والرضى ولا زال بالرضوان فيها يمتع وفي هذه السنة أي سنة 126 هجرية وهي السنة التي تقدم ذكرها توفي الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ سليمان ابن علي ابن مشرف ابن عم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان فقيها كاتبا رحمه الله تعالى الغزوات ثم دخلت السنة السابعة بعد المائتين والألف وفيها سار سعود رحمه الله تعالى بالجيوش المعيدة المنصورة بجميع أهل نجد وأكثر بواديها وقصد ناحية الشمال يريد بوادي بني خالد وهم على الجهراء الماء المعروف فلما قروا منهم وجد آثار الجيوش والخيل غازية من الوادي عادين حاشية عادين أي مسرعين السير ومتحمسين للقاء انتهت الحاشية وكانت بن خالد قد مالوا مع براك بن عبد المحسن وتابعوه وطردوا أولاد عريعر وذويهم فلما تولى عليهم براك المذكور نهض بهم غازيا ونهض معه جميع بني خالد وورد على الماء المعروف بالصافة في الشمال فأغار منها على بوادي من سبيع وغيرهم وأخذ منهم إبلا كثيرا فلما وجد سعود آثارهم تبعهم وورد على الصافة فوجد آثار الجيوش صادرة منه فنزل على الماء وأخبر بمسير براك المذكور وتحقق أن قفولهم على هذا الماء أو الهابة أو القرعة وكانت أمواها قريبا بعضها من بعض فبعث خيلا إلى الهابة وخيلا إلى القرعة لعلا يردوها القوم من حيث لا يعلم ورتب عيونه لقفولهم فلم يلبثوا أن أقبلت عليهم جموع بني خالد واردين الماء كأنهم الليل فنهض عليهم المسلمون فرسانا وركبانا فلم يثبتوا لهم ساعة واحدة فانهزم بنو خالد لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد فتبعهم المسلمون في ساقتهم يقتلون ويغنمون واستأصلوا تلك الجموع قتلا ونهبا وانهزم براك بن عبد المحسن شريدا ومعه شرمة قليلة من الخيالة إلى المنتفق وهلك من بني خالد في هذه الوقعة بين القتل والضمع خلائق كثيرة قيل أنهم أكثر من ألف رجل وقيل أن الذي هلت قريب ألف رجل وأخذ جميع ركابهم وخيلهم وأزوادهم وأمتعتهم وفرشهم وجميع ما معهم قيل إن الخيل أكثر مما أتي فرس وحاز سعود تلك الغنائم وأخذ خمسها وقسم الباقي غنيمة في المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان ولم تقم لبني خالد بعد هذه الوقعة العظمى قائمة وتسمى هذه الوقعة وقعة الشيط موضع معروف شرقي ماء الصافة المذكورة ولما بلغ أهل الأحسى هذه الوقعة وقع في قلوبهم الرعب وخافوا خوفا عظيما ثم رحل سعود وقصد ناحية الأحسى ونزل على الماء المعروف بردينية في الطف فقام عليه أياما واتته المكاتبات من أهل الأحسى يدعونه إليهم ليبايعوه فارتحل منها وسار إلى الحسى ونزل على عين نجم خارج البلد فظهر عليه أهلها وبايعوه على دين الله ورسوله والسمى والطاعة ودخل المسلمون الأحسى وهدموا جميع ما فيها من القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية فلم يتركوا لها أثر وقام شهرا ورتب المساجد والدروس ورتب فيهم علماء ممن كان معه يعلمونهم التوحيد ويذكرونهم فيه ويعلمونهم أصول الإسلام وأنواع العبادات وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وغير ذلك من شرائع الإسلام وهم عبد الله بن فاضل وابراهيم بن حسن بن عيدان ومحمد بن سليمان الملقب بخريف وحمد بن حسين بن حمد بن حسين واستعمل على الأحسى أميرا محمد الحملي حاشية آل الحملي من بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصع من حوازل من قيس عيلان بالعين المهملة بن مضر وآل الحملي من أسر الأحسى وسكنتها منذ القدم انتهت الحاشية وجعل على بيت المال إحسين بن سبيت وجعل في التغور مرابطة ثم أن سعود ارتحل من الأحسى قافلة ثم نزل على انطاع الماء المعروف في الطف وأقام عليه أكثر من شهر فأتاه الخبر أن على الأحسى نقضوا العهد وقتلوا من كان عندهم من العلماء المعلمة والأمير وصاحب بيت المال نحو ثلاثين رجلا وجرهم في الأسواق وفعلوا بهم أفعالا قبيحة وكان محمد بن غشيان ورجال معه جعلهم سعود في كويت الحصار مرابطة فحاربوهم وأقاموا أياما محصولين فلما قل عليهم الزاد والزهبة خرجوا منه في الليل وهربوا إلى مأمنهم واستولى على الأحسى زيد بن عريعر واستوطن البلد فلما بلغ سعود ذلك الخبر قفل راجعا إلى وطنه وفيها غزح جيلان بن أحمد أمير ناحية القصيم بجيش من أهل القصيم وغيرهم فأغاروا على بني عمر وهم من بوادي حرب فقتل عليهم رجالا وأخذ إبلا وفيها مات سليمان بن عفيصان أمير الخرج وكان ذا شجاعه وجرأه وكان كثيرا ما يستعمله عبد العزيز في السراية ثم دخلت السنة الثامنة بعد المائتين والألف وفيها سار سعود رحمه الله تعالى بالجموع المنصورة من نواحي جميع نجد وبواديها وقصد الأحسى وكان أهل الأحسى بعد نقضهم العهد أتى إليهم زيد بن عريعر وتولى عليهم واستوطن البلد هو وأخوانه وذويه فأقبل إليهم سعود بجيوش المسلمين وفرسانهم ونزل على قرية الشكيف المعروفة في الأحسى فحاصرها يومين ثم أخذها عنوة واستولى عليها وهرب أهلها منها وقتل منهم عدة رجال ثم اجتمع أهل قرى شمال الأحسى في قرية القرين برفع القاف وفتح الراء المعروفة فسارت إليها جموع المسلمين وحصروها أشد الحصاب وحاصر أهل المطير فيه فصالحوه على نصف أموالهم ثم سارت الجموع إلى المبرز فخرج عليهم زيد بن عريعر بمن عنده من الخيل فحصل بينهم قتال فقتل من قوم زيد غدير بن عمر وحمود بن غرمو وانهزم زيد ومن معه إلى البلد ثم بعد أيام سارت الجموع إلى المبرز وكمنوا لهم فجرت وقعة المحيرس قتل فيها من أهل المبرز مقتلة عظيمة قيل أن القتلى ينيفون على الماء ثم سارت الجموع إلى بلاد بن بطال حاشية بلاد بن بطال وتعرف اليوم بالبطالية نسبة إلى بن بطال انتهت الحاشية فوقع قتال قتل من أهلها رجال ثم سارت الجموع إلى الشرق ونازلوا أهل الجبال وحصل قتال عظيم قتل فيه منهم عدد كتير هذا وجميع البوادي الذين مع سعود وغيرهم يدمرون في الأحسى ويصرمون النخيل ويأخذون من التمر ويعبونها أحمالا ويأكلون ويطعمون رحائلهم من الحاضر والباد واكتالوا جميع البوادي من الأحسى نهبا وقروا الرحائل وأقاموا على ذلك ثم إن براك بن عبد المحسن وفد على عبد العزيز أرسلوه إليه أهل الأحسى ليأخذ لهم أمانا منه ويبايعون على السمع والطاعة فأجابهم إلى ذلك ورحل عنهم سعود قافلا إلى الدرعية فركب براك إلى الأحسى يريد أن يفو له بما عاقدوه عليه فلما أتى إليهم نابدوه وقاتلوه واستمروا على أمرهم فأرسل إليه فريق السياسب وأدخلوه إلى المبرز وكان أولاد عريعر في الجفر والجشة فحصل بينهم قتال شديد ثم انهزم أولاد عريعر من الأحسى وتركوه وجلوا إلى الشمال وتولى براك في الأحسى ودخل أهل الهقوق وجميع أهل الأحسى في طاعة براك وصار نائبا لعبد العزيز في الأحسى سامعا مطيعة وبزوال ولاية زيد عن الأحسى زالت ولاية آل أحميد المستقلة لهم في الأحسى والقطيف ونواحيهما لأن ولاية فراك هذه له كانت العبد العزيز بن محمد بن سعود فكما اتفق تاريخ أول ولايتهم لتلك النواحي بلط طغى الماء كما قدمناه في سابقة سنة تسع وثمانين وما أهوأل اتفق تاريخ زوالهم بلط وغار فحصل الطباق البديعي وقد ديل بعض الأدباء على البيتين الذين قدمنا تاريخ أول ولايتهم بقوله وتاريخ الزوال أتى طباقا وغار إذا انتهى الأجل المسمى وفي هذه السنة سار عبد الله بن محمد بن معيقل صاحب بلد شقراب أهل الوشم وتبعه جيش من السهول ومطير وبوادي العجمان الجميع نحو ستماية مطية وقصدوا ناحية الحجاز فأغاروا على قبائل من بوادي اعتيبة وهم في أرض البغف الجبل المعروف في رقبة ووقع بينهم قتال شديد ثم وقع على الغزو هزيمة وأخذ من ركائبهم قريب ماءة مطية وقتل من الغزو رجال وقتل من اعتيبة عدد كثير وفيها سار محمد بن معيقل بأهل الوشم وسدير ونهض معه كثير من بوادي كحطان ومطير وبني حسين وجملة من الدواسر والسهول وغيرهم فسار بهم محمد المذكور إلى عالية نج فأغاروا على بوادي بن هاجر ورئيسهم يومئذ ناصب بن شري وهم في الحزم الراغي بين الذنايب والشعل فوقع بينهم قتال فانهزم بن هاجر وقتل منهم عدة قتلى وقتل رئيسهم ناصب المذكور وأخذوا جميع أموالهم من الإبل والغنم والأمتاع والأزواد مما يخرج عن العد والأحصاء وعزل محمد بن معيقل خمس الغنيمة وأرسلها إلى عبد العزيز وقسم باقيها في غزوة للراجل سهم وللفارس سهمان وفي هذه السنة أنزل الله غيثا وعم في جميع البلدان وصار ربيع في الأرض ما له نظير سمي ربيع مواسي وفيها قبل هذه الغزوة أمر عبد العزيز على أهل الوشم والقصيم وجبل شمر ينفرون غزاف مع أمرائهم فسار أهل الوشم مع محمد بن معيقل وأهل القصيم مع محمد بن عبد الله آل حسن وأهل الجبل مع أميرهم محمد بن علي وأمرهم أن يسيروا إلى دومة الجندل المعروف بجوف آل عمر في الشمال فسار الجميع وأميرهم محمد بن معيقل ونازلوا أهل تلك الناحية وأخذوا منها ثلاث بلدان ثم حاصروا الباقيين وقتلوا منهم عدة قتلى فلم يزالوا محاصرين لهم حتى بايعوا على دين الله ورسوله والسامع والطاعة وقتل من الغزو رجال منهم عمهوج المعرقب وفيها سار إبراهيم بن عفيصام بأهل ناحية الخرج وما يليهم من النواحي وقصد ناحية قطر ونازل أهل الحويلة البلد المعروفة على سيف البحر فأخذها وفيها غزى إبراهيم المذكور إلى ناحية الشمال فأغار على أهل بلد الكويت وكان قد عبأ لهم كمينا فظهر عليه أهل البلد وناشبوهم القتال فخرج عليهم الكمين فقتل من أهل الكويت نحو ثلاثين رجلا وفيها خسف القمر ليلة الخميس رابع عشر المحرم وكسفت الشمس في آخره يوم الخميس وفي سابع رجب توفي الشيخ العالم الفقيه سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودفن في الدرعية وفي ربيع قتل محمد بن غريب في الدرعية صبرا لأمور قيلت فيه وفي أول رمضان توفي العالم الفقيه حمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة القاضي المعروف في بلد المجمعة وكان أخذه الفقه عن جماعة منهم صالح بن عبد الله ثم دخلت السنة التاسعة بعد المائتين والألف وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشكورة من جميع نجد وبواديها وقصد الشمال فأغار على بوادي كثيرة مجتمعة من الضفير أو من الضفير وهم في الموضع المعروف بالحجرة فهزمهم وقتل منهم رجالا كثيرا وأخذ منهم ألف وخمسمائة بعير وجميع أغنامهم ومحلتهم وأثاثهم وذلك في شعبان ثم قفل راجعا بعدما قسم الغنائم فلما كان في ذي القعدة سار سعود بتلك الجيوش والجنود وقصد الحجاز فنازل بلد تربة بلد البقوم المعروفة فحاصر أهلها حصارا شديدا وقطع عليهم كثيرا من نخيلها فقتل بينهم قتلا كثيرا وممن قتل من المسلمين محمد بن عيسى بن غشيان ثم صالحه بعض أهل البلد ورجع قافلا وفيها أمر عبد العزيز على جيش من أهل الخرج وغيرهم وسار بهم إبراهيم بن عفيصان فقصد ناحية قطر وغار على أهله فأخذ إبلا كثيرا من بواديهم وأموالا فأقبل بها وباعها في الأحساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر